الرسالة الثالثة لجميع أنواع البشر صدر بتاريخ 27 مارس 2001 ميلاد لتقويم الأثيوبي أو صدر بتاريخ الخامس من أبريل 2009 لتقويم الأوروبي هذه الرسالة هي الأمر التنفيذي للنهائي وهو قرار عمل سيتم تنفيذ رسالتين على رسالة الأولى ورسالة الثانية وفقا لقراراتهما الأساسية الإختارات قرأ إلى رسالة بعناية عندما تعطي للآخرين يجب أن تعطي كل الصفحات للفرعية للمسالك إضافة والإصلاح أذا كنت تفعل وسوف تحمل العقاب أعطيه بحريتك ما فعلت لك أو لأك الذين يقدمون لك أنجليس يمكنك قبولا الأنفاق الخاص بك فقط إرساله بالفاكس أو إرساله بالبريد الإلكتروني أو نشره على الإنترنت أو الموقع الإلكتروني إلخ أطبعه على المجالات والصحف وأخبره على الهواء والراديو وتلفزيون إلخ لأولئك الذين لم يفعلوا ذلك طبقا لأوامر الرسائل اقرأ من قائمة للطلبات ما هي العقوبة التي سيتك بدونها لا يحذر على أحد القيام بعمل جميل لا يكون زعيما أو فردا يكونون مرتاحين طبقا لتصرفهم لصادق وتائبك لحسنات تبدأ من إعمال بسيطة أتمنى لكم قراءة جيدة لا يمكن فهمها المقدمة دعونا نبارك اسمه خالق كل شيء موجود وخلق كل النجوم التي نراها راهم كرامل يقضي عليهم ومرأة أخرى جعلها موجودة مع منتقار نهه في كل مكان كل شيء من لا شيء أن تلاج ناس البشرية صنعها من التربح حيث أن تواقف لشيء تم إن شاؤه وجعله دائما ما يمدح اسمه ويعطي لشرف لسمه المقدس أيضا أنا عبده الخاطئ جدا إثني على اسمه أيضا بروح غارقة في خطي آمحة وهذه الرسالة يروي مصير جميع الأفراد والحكومات والمجتمعات والمنظمات لدولية والقارات والأفراد الشخصية والبلدان ودول النامية في ظل البلدان المتقدمة وجميع منهم الذين يسكنون على جميع وجوه الأرض يشرح كيف سيعاقبون وفقا للقرارات التي تخذها لله سبحانه وتعالى على الرسالتين تم إرسال الرسالتين لسابقتين لك من خلقنا ومخلصنا ألا له عز وجلت لما سبق وهذه الرسالة جاءت من أنفاسه ألا رجوع إلى الرسالتين لسابقتين كتبت الرسائل ليس بإرادتي بلا بإرشاد لله عز وجل وبإرادته وأو أمره لم تأتي هذه الرسالة تطلب جديد بلا لتجعلك تفهم ألا رسالتين لسابقتين طرق التنفيذ كيف تم القيام بهما الذي سيتم فعلهما المتبقي ليتم أنجازهما مدى شدة العقوبة كيف يمكن تنفيذهما يعاني كثيرا من يكسب من سيخ سيرمن يستطيع الهروب من الكارثة القادمة ومن من لك في استقبلته جميع الدول والحكومات واسكان العالم بشكل عام لا أي مدى وصلت لرسائل لجميع من أعاق توزيع الرسال ما العقوبة التي يحصل عليها هؤلاء الفاعلون مزمور سبعة وتسعين ثمانية وتسعين مزامير مئة وثماني وأربعين من هذه الرسائل ستحصل على إرشادات مفصلة وتقليم وصفين للرسالتين بعد ذلك ستحصل على قرارات التنفيذية الذي سيتم القيام به من أين يحصل لرجال ونساء الباقون أو جميع سكان العالم على توجيههم لروحي ولا دنيوي من أين سيحكمون ويديرون وأيضا كيف يمكن القيام بذلك ما هو مصير كل الأمم والحكومات ولا فراد ما الذي يجب على كل شخص من يفعله لينقذ نفسه وعائلته بشكل عام وكذلك أحبابه سيتم إعطاء جميع الأسئلة والإجابة المناسبة وتوجيه هذه الرسالة كما ذكرنا في الصفحات الأسابقة هي قرار عمل وليس تحذيرا أو قرارا أست شاريام زمور ثمانية عشر تسعة عشر سبعة أربعة عشر جميع الأعراق البشرية استمع وقت لنصيحة والضغط لجعلك تتوب والجهود المبذولة لإرجاع جميع الخطأ إلى يدي نعمة إلا له لم تسخر عن نتيجة كل الجهود قد ولت سبعة آلاف وخمسمائة سنة نامرت للمحاكمات لجعل العالم كله والعودة إلى خالقهم ننشاء لليه تعالى لم تسخر عن نتيجة للجهود المبذولة ذاهبت من أجل لاشيء استمر التحدي أن تظر لليه العظيم بالحب ولا صبر لكن الجواب من الإنسان لا يتوب بلا يضحك ويهين ويهيملك ما تراه اليوم فإن كوكبنا يتحرك إلى أوجاعه وألامه الشديدة هذه هي الأعراض الأولية فهي ليست مقلقة كما تقول عنها لكن الأيام الحاسمة قادمة لأخذ كل الأجناس البشرية غير مستعدة لذلك يجب على رجال لله ولا سيمة لرعاة إن يعطي الإرشاد لروحي حسب إرادة لله وامره عمضة تصبح لدمار شديدة ألا ناس سيخافون ويرجفون أيضا لذلك يجب علينا جميعا ألا ذينا نتحمل المسؤولية إن نوجه أبان الخراف ويجب علينا إن نظهر لهم لطريق لصحيح وننصحهم بأن يصنعوا أنفسهم منفصلين عن الماعز أليك الذين أعطيت والمسؤولية من الرعي نيس يجب إن تعرف ذلك عن طيب خاطر علينا وجيب تكريس أنفسنا لأن القطيع نربي أن لله تعالى يحتضن كل لسنين في كل الأوقات يحكم ويقيم للحكم ويعطي قراره لا صادق ولا صحيح بهذا ألا طريقة يعاقب وينصح ويظهر لطريق لصحيح لنا جميع ولدنا ربنا لا يوجد مقارنة بينه وبين حبه تجهال بشرع نبما نقصد أنه يحبنا فهذا لا يعني فقط إن نقوها ولكن في الواقع شهدنا دفعه ثمنا من أجل حبنا لقد منع من إقصائك لمدة خمسة آلاف وخمسمائة سنتنا قبل الميلاد وألفين سنتنا الأظهر رحمته حراسة سليمت نانيس مع الحب لاب وإباراته أعطى روحه من أجل حبه النالفا مع من تقارنه في جميع السنوات والعقود والقرون أرسل ولا يزال يرسل أبناؤه الموثوقين لتقديم المشورة وتدريس وتدريس وتحذير من الموت في أيدي الشيطان وهل إلى الخطايا التي تعلمتها وما زلت تتعلم منه لشيطانه جاء الكثير من البابوات ولكهن وشمامسة واخدامل له تعالى لتريكم ألا الطريق لصحيح لكن بالمقابل ماذا فعلت بهم نعم لقد قتلتهم وسجنتهم وعظبتهم نحن البشر جريؤون لارتكاب الكبارت للأنبياء ورسل والوعاظ كلهم استهلكوا بأيدينا لدامية غير الرحمة تذكر وانظر بعمق أقول لك لقد انتهيت لا مزيد من الوقت لا مزيد من الأيام انتهى كل شيء استمع إلى جميع الأجناس البشرية تبارك إلا له سبحانه وتعالى عقلك على العقل وشر من الخير لقدتم منحك الحق في لا تحكم في جميع الكائنات الحية التي تعيش حولك لماذا تكرس نفسك للأفعال لسيئات غير الحكيمة التي تغضب إلا له عز وجل من أجله ذا العالم الآخذ في الأختفاء لقد جاهدتم من أجل لا سلطة والمال ولا شرف لا تراها أولئك ذات مرة منهم ملوك الملوك والقادة المحترمون والأغنياء أين هم لا نعلم الهندسة اثنان وثلاثين المع هذا الوقت القليل ليعيشوا كدحوا كثيرا وتوفيوا تاركين وراءهم ما تراكموا عليه لو قد حياتهم ألا ضائع وثانية التي لم تنج منها لقد ذاهبوا تاركين كل ثروتهم المتراكمة واحلمهم تلك هي القوة ولا جشع أولئك الذين لا يتعلمون من زملائهم ألا ذين لجاءوا ألا تحللوا لتربة يبدو أنهم وضعوا أرواحهم اليوم على أشخاص من الجرائم العميقة اليوم نرى نفس دورة الأفعال الشريرة أنقادتنا حكامنا الصناعيين الجنرالات الرجال الأفرياء رؤساء الأمن بشكل عام أولئك الذين يرتضون الآن على البشر على الكتفين يفعلون نفس الأعمال البغيضة المخزية كما يرى الجميع في النهار ما يسمى بقادتنا المحترمين يقيمون ويحاكمون ويقررون مصير مواطنهم الذي يحكمون فيه ولكن في الليل لا يذهبون إلى فراشهم شاكرين لليوم الذي مروا فيه وليلهم سيمرون ولكن على العكس من ذلك فإنهم يتجولون بحثا عن لسحرة والممثلين لشريرين ومخبر لثروة وخبراء الأبراج وما إلى ذلك يركعون ويتولون من يعرف مصيرهم القاب يعلم الأشرار كل زعيم على كوكبنا تحت أقدامهم لذلك سيخبرونه ويوجهونهم وحتى يقروا مصيرهم هذا هو سيناريو كل يوم فيما يتعلق بما يسمى قادة البول والمنظمات الدولية هؤلاء الأشرار وسحرة يخدمون لفترة قصيرة لأولئك لذين يركعون لهم ولكن في النهاية سيذهب كلاهما للجحيم كمصيرهم الأخر لجميع هذه الجرائم ضد إرادة لله ألا رسالة الأولى في نوفمبر تشرين ثاني سبعة عام الف وتسعمائة وثماني وتسعين لتقويم الأثيوبي ورسالة لثانية للمنم يوسف سبعة وعشرين ألفين ألا تقويم لاثيوبي أنا خادم لله أرسلت لرسائل إلى جميع الأجناس البشرية التي تسكن في جميع وجوه لاربقلت لهم ما قاله لولدي وأمرناي إن أخبرك ولكن لم يسمع الجميع من القائد إلى رجال خدمته ضحكوا وهنوا ألا رسائل وإن اعتبروها لا شيء وإن حياز لرجل واحد هذائنا المحافظون والعلماء والعلماء والجنرالات والأطباء من جميع المجالات والصناعيين والملايين المليارديرات والمهندسين جميع صناع القرار في الكواكب لم يعطوه قيمة لتلت الرسالتين وجهت كلتا الرسالتين تحذيرا بشأن مجيء العقوبة اللشديدة لكن لم يعتها أحد قيمة الجميع حتى لم يدخر بعض الوقت لقرأتها بينما تخبر لرسائل الآلام والأوجاع الأولية بدأت بالقرص العالم كله بعد ثلاثة أشهر من ظهور الرسائل الأخيرة واليوم كما نرى يعاني الاقتصاد العالمي من أزمة وأزمة مالية واركود وعجز وانحدار اقتصادي وكل ذلك جاء كأعراب للفيضانات الكاسحة القادمة من النار على كل نشاط بشريك ما كنت ذكاء الفيضانات والعواصف والزلازل والتقس والتقس الحارة على البروفة لا يأخذك من هذا العالم إلى الحد الأدنى من الأعراب العالم كله يمنح يحيل سيكون الحل ولكن لم يتحقق أي شيء سيكون كل حل سيتحول إلى كبوس لا يزال لا أحد يتوب لا يزالون متمسكين بم وفهم ألا أوليه ذا ما يفعلونه ويحاولون لصمود أمامه احتى هذه الأوقات لم يكن هناك زعيم أو منظمات مسؤولة أو دولة مذكورة لشعبه حول الرسالة نبساطة لجاء وائل الإهمال والأخطباء من الناس حول هذه الحقيقة ما زالوا يعطون شعبهم أملا زائفا في التعافي وهو ما لا يثبت أبدا وقفوا كما عقبة أمام السكان مع جعل هذه الرسائل معروفة لجميع البشر يجب أن يعرف جميع البشر هذه الرسالة بالنسبة لي على لرغم من أنني أعيش حياتي معاقة تجاهلها الجميع إن دائما أؤيد وانقد وؤكره لكوي أخدم ولد الإله القدير ولإيصال رساله أنا لا أزعج أو يمانعك للا سلبية ألا تجاهات؟ أنا أخدم إلهي مخلصي أنا رجل بريب رجل أبعد من ذلك لا أريد أن أقول الكثير كما تعلمون جميعا لم أذكر اسمي لأن جميعي لناس بشكل عام يجب لانتباه فقط للإرسالة إذا قلت لك ما أنا لله تعالى وكم أعرف أعلم أنك ستصدم لا أحد يصدق يتخيل أو يعتقد إذا قلت لك ما أعطاني إياه لله تعالى ولدي احتلد فعلا أفعل ذلك فليكن هو نفسه يقول لك كنت تستمع للبشر في تعليمك وانتقادك ومعاقبتك بقبر ضئيل لقد فعلها لله سبحانه وتعالى لمدة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة سنة ولكن من سمعه لا أحد وقب غطاك لهذه لسنوات بروح أبوية وصبر ورحمة لا تنتهي هؤلاء الأنبياء المخلصين ورسل والكثير من البابوات ولكهن وشمامسة والآباء قد ضحوا بحياتهم من أجل محبة لله سبحانه وتعالى وكذلك لكي يتحين في الحياة والتوبة بالنسبة لهؤلاء المقاتلين الروحيلين المتفانين لم ينتبه لهم أحد لا أحد لنطاربناهم وأهانناهم وعذبناهم وقتلناهم لقبرئناها وحسابها على أنها غبار وقذرقام وبتظليل دماؤهم وبكوا ونقع لتربة بعرقهم ودماؤهم ودموعهم وأخيرا ذهبوا إلى الأبد إلى أبينا الحبيب أنا ذهلت واذهلت من عداوتنا فقد حطموا قلبهم بعمق وبكوا على خطايانا وذهبوا إلى لابد زاد جميع إعمال الماضي لشغيرا من حيث الحجم والإبعاد وتغطي كله وجه كوكبنا بصبر لا حد له من على له من القضاء وإعلين بمجرب خروج روح لله سبحانه وتعالى فإنه لا يعود أبدا ما لم يفعل ما يؤمن به ويأمر به لله سبحانه وتعالى التحلي بالصبر لجميع سبعة آلاف وخمسمائة سنة واخرة قرر لله عز وجلأن يرسل عبده المسكين إلى جميع البشر هذائن ابنه الموثوق في يوم سابع من مارس الف وتسعمائة وثمان وتسعين لتقويم الأثيوبيو أمرت بإخبارك بالرسالة الأولى ورسالة الأخيرة وقد قمت بالذلك وفقا لؤمره وأرسلتها لكم جميعا كانت مكتوبة باللغة الأمهرية وقد وجهتها إلى جميع قادة الولايات آل سبعة عشر الرئيسيين لكن لم يعتها أحد قيمة حتى لا تعتبره كشيء يمكن رؤيته يوم سابع وعشرين من سبتمبر ألتقويم الأثيوبي مرة أخرى للقرارات الأخيرة والنهائية أمرت بإخبارك وتحاذرك للمرة الآخرة وقد فعلت ذلك للمرة الثانية في هذا الوقت الأخير أوضحت لك رسالة إلى تحذير الآخرة من خلال مظهر الأعراب التي تخبرها لرسالتان لسابقتان فإنك تراها بوضوح ومعنى ذلك أصبح اقتصادك وأنظمتك المالية مجنونة لا تزال هذه الآلام الأولية لا تجعلك تشعر بالتحذير هذا هو لا سبب في إصدار هذا الأمر لا تنفيذي الحاسم لنهائي لا اتخاذ إجراء نهائي كامل وامر لا ذلك سوف تراه ما يعنيه في الرسالتين لسابقتين شاهده لناس في جميع أنحاء العالم بأشكال وطرق مختلفة الناس في جميع القطاعات لديهم أربعة أنواع من أداب الإدراك هذا موضح بالتفصيل في الفقرة التالية ابن أدمهيوان أنت تتحرك بسرعة نحو تدميرك حيث لا أحد ينقذك قيلوا لك مرات عبيدة أن أنخصي توسلت وبذلت قصار جهدي من أجل لا شيء نصح العديد من أبناء لليه تعالى وحاولوا إقناعك وإعادتك من طريقك المظلم الباع لكنك لم تقابله بل أهملت واحتقرته ورميه بدلا من استخدام لنصيحة ورسالة يحاول الكثير منكم معرفة عنواني واسمي ماذا تستفيد منه عندما يحين الوقت سوف تراني بأم عينيك في يوم عار لذلك لا تهتم بمثل هذه الأمور ولكن يجب أن ترافل رسالة فقط تذكر أنني لا شيء لكن لرسالة أغلى لك أيها البشر لقد فقدت كل أيامك من خلال وضع العديد من الضرائع وتود بعض أسبابك وأسباب أخرى كثيرة لأهمال كل وقت الذي كان يجب أن تستخدمه أنزل إقعاد عدد قليل جدا من الرجال ونساء وتابوا واستقروا في أيدي آمنة من والدهم الحبيب لليه عز وجلة لكنك لقولها بشكل صحيح فقدتها مرة أخرى سأقول لك بضوح لقد فقدت فرستك في البقاء أنا حزين للغاية أشعر به بعمق أنك يجب أن تعرف أن الباب مغلق بالفعل البوابة التي كانت مفتوحة لمدة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة سنة مغلقة الآن بالكامل هؤلاء القلائل الذين تم اختيارهم حصلوا على هويتهم المختومة من أبينا المقدس ألا روح القبس ولكنك يبن لشيطان في قضته يجد ويجب أن انترى كيف يبدو مصيرك لنهائي حان الوقت لقد بدأت بالفعل رحلتك الأخيرة إلى ساحة القبر كما نشهد جميعاً فإن تراجعك لاقتصادي والأزمة المالية والركود والعجز وجميع أنواع الأزمات الاقتصادية تختبر مقاومتك بلما تحاول سيكون الكثير من الحلول لا يمكنك أصلاح أي نتائج مرئية من سبتمبر 2008 في صعدة خلال شهور قليلة سمعنا هذه الأعراض من أمريكا ودول الأوروبية فقط فقدت بنوها باستثناء إلى تأمينات ما يقرب من ثلاثة تريليون دولار خسرت بنوك ألا رهن العقاري وأفلست بنفس القبر ألا ذي خسرته البنوك كما خسرت بنوك العربية المضحكة إثنان نقطة خمسة تريليون دولار لا تزال مستمرت الخسارة يجب أن تتذكر وتأمن أن حركة الإنقلاب هذه لا تتوقف أبداً ولا يمكن تجانبها كما تحلم بها ستستمر هذه الأزمة في جميع المجالات مع تأثيرات عميقة وقاسية حتى تذوب تماماً ما هو مقياس الإنقاذ الخاص بك وتبدو حزمة التحفيز الولايات المتحدة الأمريكية بابلة في زمن الأدغال بكفال سبعة مئة مليار في زمن أوبئما ثمانية مئة وتسعة عشر ملياراً البريطاني لنمرتين بكفال تسعين مليار دولار ألمانيا مرتين أربعة مئة وسبعين مليار الأولى ثم خمسين ملياراً أنقذت لصين خمسة مئة وسبعين مليار دولار ثم أنقذ روسيا ثمانية وعشرين مليار أنقذت فرنسا ثمانية عشر ملياراً أنقذت كوريا الجنوبية ثلاثين مليار دولار أستراليا أنقذت أربعة عشر ملياراً كمية غير معروفة من كندا وأيضاً أسبانيا والبرتغال كمية غير معروفة بقية الدول لنامية ملتزمة من اثنان واصل عشرة مليار دولار لهم أنقذوا من احتياطيهم الفيبراليكل ما تفعله لا يسفر عن شيء ولا يحسب أبداً كل تضميرك أنت تؤمن بمعرفتك الخاصة وثروة وستكون الحلول ولخطتك مت تحلم لوقف الأزمة وكنت تعتقد فيها الخاص بك سيكون الحلول كل ستصبح الكوابيس وسوف تخسر أكثر مما كنت تتوقع سيتم استهلاك غطاء محرك إلى سيارة لنابضة بالحياة مع أنواع مختلفة من القوى المدمرة سيزداد كل مجال أزمات أكثر مما أمره ولن يمنحك وقت لتنفس لذلك سوف تذهب ببطء إلى جهنم أن كلمة لله تعالى قد خرجت ولا تعود أبداً حتى تفعل ما هي مشيائته وأو أمره لتحقيقها حتى يتم كل جزء منها تعتمد جميع القوى العظمى في العالم على تراكمها المال وذهب ودبابات والطائرات ونووية وعدد للصناعات والسفن الرائعة والقطارات والمواد الغذائية المعدلة وراثيا في كل هذه الثروة وثقوا بها ألا شيطان ألا رئيسية مهندس كل الخطايا كما لو أعطاهم لذلك وبعوه تقانون لهم وطريقة حية ما علمهم لهم إلا شيطان مثل سدوم ولا زناء نظام ديمقراطي يحذر لزنة كل القوى العظمى وحظاها تعتبرها حق دولها كما نراه جميعا اليوم عندما بدأت أحلامهم في إن تصبح أفراس ليلية لم يعودوا يعودون إلى ذلك وبسبب ذه بدأت عملية موتهم الأخيرة زخمها أعراض اليوم هي بروفة مصنوعة من قبل محاربي لليه تعالى لكن الحرب الحقيقية على عتبة بابك لمواجهتك ما يشبه سترى أنار كيف يمكن أن تكون شديدة لا أحد يتصور أنه يتجاوز الحكم والمفهم البشري جميع قطاعات الاقتصاد جميع قطاعات الأنشطة الاجتماعية جميع الآلات العسكرية جميع الصناعات وجميع قطاعات الخدمات كل شيء ما تعتمد عليه سوف يتبخر بشكل كمل ومستمر ولن يبقى شيء على حاله ستكون البطالة أسوأ بكثير مما توقعت إن تكون دعنا نرى مثالا من كتابنا المقدس عن نوح في وقته كأن نوح رجل لليه الموثوق بهذات يوم أمره ألاله سبحانه وتعالى إن يصنع صفين قبل أمر لليه تعالى وبدأ في بناء الصفين عمد رؤية أنشطة بناء لسفنه ذه اندهش لسكان حولها لأن نوح كأن يفعل ذلك على أرض جافة حيث لا تجد قطرة واحدة من الماء ضحكوا ودعوا لنكات من جميع أنشطتها ألشاملت البناء صفينة ذكر قال لهم الحقيقة إنه سيتم القضاء عليهم بالماء لكن لا أحد سمعه بعض ان انتهى من بناءه وضع ألاله سبحانه وتعالى على متن لسفينة جميع أنواع الحيوانات وأمر نوحا أخيرا بالدخول إلى لسفينة وبعد ذلك حسب لترتيب أغلق لله باب لسفينة من الخارج ثم أمرون لله تعالى بتدفق نلمتر بعض ننبدن المطر يتدفق وغطى جميع مناطق الأرض لم يهتم به إلا رجال ونساء الذين يضحكون ولمزاح بدلا من ذلك كانوا يرقصون ويصنعون لزنوي شربون ولكن من خلال كل هذا لم يتوقف المطر المتدفق على لاطلاق ثم وصل منسوب المياه إلى صدرهم فقط في هذا الوقت بعض لاستيقاظ من العمى ولكن من أجل لا شيء ولا يمكن إن يحمل لام الأشعية أربعة وعشرين الكلة لقد حان الوقت بالفعل للنظر في طريقهم اللضائع لم يتح لهم الوقت مع فترة قصيرة وصل مستوى الماء إلى عنقهم ثم بدن سماع صوت يائس يليه للصراخ والبكاء من أجل القاء ولكن لم يأتي شيء لا نقاذهم لذلك ذاهبوا إلى الأبد بعد لدمار بدن العصر الجديد في الظهور بدن نوح وعائلته والحيوانات التي أنقذها لليه تعالى حياتهم الجديدة وينطبق على شيء نفسه على عصرنا الفرق هو حجم ووقت الحدوث وكذلك تاثير العمل يجب إن تعلم إن عقوبة اليوم أكبر بألف مرة من مقياس أوقات نوحي يجب إن يكون معروفا من قبل جميع البشر إن الأفعال التي تأتي لمواجهتك سوف تستهلكك تماما حتى تجث على ركبتك ولن تتوقف الأعمال المدمرة بأي وسيلة من الوسائل والحكمة البشرية كما أكدت الرسالتان فإن وقت لتوبة يتضاءل تماما ولكن لا أحد اهتم به لا أحد ما الذي جعلك تعمى عن المبدعين والأوامر ولا راد الماذا اختفى الترشيد على الأقل يمكننا ذكر ستة أسباب أعمتك واحد عدم وجود عقل يبحث عن الحقيقة قلب لا يقرر مستندا إليه على امتلاء الحقيقة اثنان أن امتلاء حقيقتنا ليس من القلب ولكننا نفعل ذلك ليشبه مثل المؤمن أو نعمله كمسيح مخصص واخطب ثلاثة لعبادة لليه عز وجلا يجب إن نفعل ذلك كما علمنا ويجب إن يتم في الحق ولا روح لكن على العكس نحن لا نفعل ما ذكرنا أعلاه لأنها تحتاج إلى التفاني من القلب وليس من الألسنة أربعة لقد استبدالنا كلمة لله التي تقول أولا إن نجد الحقيقة والإيمان الكامل من الروح القبس الذي يتدفق مثل مياه الينابيع وإذا قمت بذلك فإن بقية رغبتك ستكون مفيدة لتلقنا غيرنا كلمات سبحانه وتعالى ألا له بكلمة للشيطان التي تقول ابحث أولا عن المال وثروة وسلطة ورفاهية وأضفها أيضا وآذهب وارتك باللزنة ولواط ومن خلال القيام بذلك ستشعر بالفرح وهذا هو ما يمارسه للسكان بشكل عام خمسة أقامة وإقامة ملجأنا الأخير طريق لالها العز وجلا أبانا أرسل خدمه الموثوقين وأخبرنا ما لا ذنوب التي نقوم بها ونصحنا من هي الجرائم والخطايا التي نمارسها وبناء على طريقتنا لضائعة حذرنا من التوبة لكن لا أحد سمعه وبدلا من ذلك وجهنا وجهنا ضد عبيده وقتلناهم وعذبناهم وعذبناهم واحتجزناهم ستت في عقلنا العقلاني بدلا من فعل ما يسر إلا له عز وجلا لكننا حولنا أنفسنا إلى الجشع إلى المصلحة المادية وإلى الرغبة وتطل علامتنا من أجل المال وثروة والقوة لقد أهملنا وصياه وأوى أمره وانتقلنا أيضا إلى عبادة معرفتنا كما ذكر سابقا في الرسالة واحد واثنان استبدلوا المال والقوة والمعرفة بالله العظيم وأصبحوا هما أنفسهم الهدتلع جميع أنواع البشر من وقت طفله حتى لشيخوخة إلى المال والمعرفة والمنفعة المادية وأيضا لقيادة حياة مترفال يفكر أحد في خالقه ألاله عز وجلا على الأقل لثانية واحدة بدلا من ذلك تبعت رغباته لدنيوية كما ذكرت من واحدة واصلة ستات أسباب طريقنا لضائع عندما انتقضنا لله سبحانه وتعالى لم نقبلها أبدا بل لم تجعلنا نتوب فما هي قيمة العيش لنا لأي نزاع تواجهه في حياتك اليومية ستذهب إلى المحكمة الأحلى في المحكمة كما نعلم جميعا إن الإجراءات تستغرق فترة طويلة أو قصيرة من الزمن بعد صدور العديد من الأحكام وأخيرا سيتم تمرير القرار إذا لم تكن راضيا عن القرار فستستأنف عدم رضاك إلى المحكمة العليا ولكن إذا تقرر مرة أخرى ضدك فمن الواضح إنه ليس لديك أي فرصة أخرى للاستئناف لذلك سيكون تنفيذ القرار للنهائي هو الفصل النهائي كما يقول هذا المثال لقانوننا ونظامنا الدنيوي ونفس لشيء في وجهل له تعالى وأمره وأوأمره في سابع من مارس 1998 لتقويم الأثيوبي بشأن مصير جميع البشر تم اتخاذ القرار لا ولكن العالم كله لم يقبل به لذلك تم منح فرصة للاستئناف بناء على الاستئناف للمرة الثانية رأى الهن العظيم مرة أخرى الاستئناف وختم القرار الأولى على إنه صحيح وكلا قراره نهائي بدون استئناف يتم اتخاذ هذا القرار لثاني في سابع وعشرين من سبتمبر ألفين ألا تقويم لا ثيوبي بعد كل هذه الإجراءات أوضحت الأعراض العديدة ما تعنيه قراراته الآن أخيرا يتم تنفيذ أمر لتنفيذ لنهائي لقرار حتى الآن أين يمكن إن تذهب ولكن الذين حصلوا على الرسالتين ذاهبوا للبحث عني قال الكثيرون وسألوا من هو من صنعه ليقول كلها ما هي القوة التي يمتلكها بدون إجابة مني اعتبروني هما أنفسهم رجلا نفسيا أو كما لو كنت ضحية الكوابيس قال الكثيرون كل هذه الكلمات الباطلة وما زالوا يسرون على قولها مرار وتكرار بالنسبة لهؤلاء الرجال ونساء كأن من الأفضل لتركيز على المحتوى الأساسي قد فعلت ذلك كأن يمكن إن يكون مفيدا لك والجميع تشابهك بالنسبة لي في كلتا الرسالتين أخبرتك بما إن علي هو إمرأة أخرى سأقول لك إن فقير مواطن إثيوبي ليس لدي أي معرفة يمكنك إن تنسبها إليه في كل مجال حيث قد تعطيه قيمة ليس لدي أي شيء ذي قيمة ولكن فيما يتعلق بسألك من أعطاك القوة لقول كل هذا الجواب كما قلت لك مرات عديدة إن خادم بسيط وابن لليه عزوج الأمر وأمرني بنقل الرسائل إلى جميع البشر لبقي أسألتك سترى متى حين الوقت وإذا كنت على قيد الحياة وتمرر الجحيم القادم عليك أيضا أنا رجل نفسي حسنا فيك كما تقول إن رجل نفسي لطولك بالنسبة لليه تعالى إن ابنه الموثوق هذا كل ما يخصنيك ما أغلقت القضية لجعلك تفهم جيدا بشأن هذه الرسائل والإجراءات التي تتم استنادا إلى الرسالتين لسابقتين يتم اتخاذ هذا القرار لتنفيذي الأخير في نفس الوقت توضح هذه الرسالة بشكل حصري وتوضح كل شيء لجميع الأجناس البشرية ويخبرك أيضا بخطة العمل الانهائية التي لا تنفك والتي سيتم تنفيذها في كل حالة من دول العالم والمجتمعات بشكل عام لذلك كل رجال لليه القدير يثقون في الأبناء خذ هذه النصائح قراء كلتا الرسالتين وقرارات التنفيذ لرسالة بعناية وكم رجع لكل شيء ولذي سيح بثهذه على رسائله وهي زجاج العين الذي يمكن أن يساعدك ننقيس ونقيس ونرى كل شيء وننوح بالكوارث التي هي في طريقها لمواجهة ومواجهة جميع أنواع البشر ما عدا رجال لليه عز وجل لأولئك المكفوفين المطوية بأمور دنيوية لا تزعجهم لقد اهملوا بالفعل جميع النصائح سوف يرونها ما يعنيه جميع دول اليوم والحكومات والقادة وشخصيات البارزة والمنظمات ألا دولية وقادة لشركات وجميع الدول الغنية والسكان عموما قراءة لرسالة وإذا كنت ترغب في ذلك يمكنك رميها في سلة المهملات أقول لك أولئك الذين يتجرون على فعل ذلك سيتم طردك مثل الكلب الميت تذكر إن ابن موثوق به من الليه تعالى قال ذلك لكل شيوي وإخوي وأخواتي وجميع أبناء ألاله تعالى الموثوق بهم جميعكم يا أبناء لليه الذين تفرقوا فيك لوجهها لا تذكر هذه الرسائل ما سيفعله لليه عز وجل ألاذي سيفعله ولدك وتذكر أيضا في المستقبل ستكون شهودا على قيد الحياة عندما يذهب جميع أعداء لليه يتم التعامل معهم ويظهرد مثل الضباب أنا شعرت ما مامتك من أنك سوف تصبح الصراف تاريخهم أستمع لكم جميعا أكبر أنهوم يشبه لا أحب أن تغنى من إله سبحانه وتعالى سيتم تكريمك ستبارك ستملأ بفرح لا نهاية له سوف ترث كل ثروة التواكب ستعيش مع عائلتك بشكل عام مباركة بحبه ذا ولدك وعد لليه تعالى ليون أنت مزبلة ولا شيء أذا قارنت نفسك بأبناء إلا شيطان فهذا أمر بسيط وأنت قمام وقمام لكن غدا ستعيش مع نعمة لربي حيث سيختفون مع عائلاتهم مثل ذوبان الجليد والضبان كل الرسائل مكتوبة ليس برغطي بلا بأمر إلا له عز وجل وقت الجدل قد وفته المنية لك الأوقات حيث توقفت جميع المناقشات القائمة على الإيمان ألان لان إلهن القدير ذا هو ولدنا الذي قرر وختمه لذلك بعد ان انتلقيت هذه الرسائل ستذهب جميع قوال له عز وجل على الفور إلى أفعال لإنجاز أمر إلا له عز وجل ألان كل شيء مغلق لم يبقى وقت الباب مغلق أولئك الذين حصلوا بالفعل على أفضل خيار لذلك هرب ولكن أنت رجل عنيد لا يلين يؤمن بالمتعة غير المحدودة ويرتكب لا ذنوب سيتم محوه إلى الأبد مع عدم وجود أي أثر وبالتالي ستصبح لطاريخ واحد لجميع الرسائل ما هو موقف لناس والقبول على أساس رؤيتهم كيف يبدون أنه وقت طويل جدا للعاد من أين بدأت الأنواع البشرية تعيش على جميع عجوها لاربت السخير البيئة والتضاريس وجميع الموائل توري أشياء كثيرة والتي جعله تسخير لطبيعة البرية لمصلحته اليوم يعبر فترة زمنية خلق العديد من الثقافات والقوانين عندما قرر لليه عز وجل أن آدم ونحو من التربة وجعلهما يعيشان وأمروا أيضا يجب أن يعيشوا من أجل شرفه في جينات لكنهم لم يصمدوا طويلا لذلك كما يؤمرهم لليه تعالى بالالتزام بها بالتحرير أبينا آدم والبنب يستطع قادرة على الحفاظ على والقواعد لليه سبحانه وتعالى طاعة والوفاء والسزله لقبخ رقو قوانينه بنسيحة لشيطان هل هذا إلى العصيان جاء الموت بناء على الجريمة التي ارتكبها قرر لليه عز وجل أن يسمح للعرق البشري بالعيش الكأبح لخبزه مليوني وابناء على هذل النظام استمرت العمليات حتى الآن وستستمر حتى يقرر لليه عز وجل أن العالم ونحن البشر يتوفون عن الوجود وانواجه حكمه النهائي بسبب الجريمة الأولية المرتكبة لم يتركنا لليه سبحانه وتعالى بدلا من ذلك وعد بعوتنا إلى الحياة لابيا وبع كلمته الموعودة في أبينا أدم حفظ لكلمته الموعودة فعلها لليه عز وجل واحققها بعد خمسة آلاف وخمسمائة سنة واقفا على كلمته حتى يخلصه وينظر إله لليه تعالى رحيمة كما أوضح لطاريخ عبر العصور إن الإنسان لا يمكن إن يقف كما توقعه لليه تعالى وبدلا من ذلك انتقل عكس ترتيب لليه سبحانه وتعالى لنا شهود عيان يا ربا بعد دفع لثمن وضع حبيبنا أمرا بسيطا وسهل الإنجاز لكننا لا نستطيع القيام به والوقوف على توقع لليه تعالى بدلا من ذلك ذاهبنا جميعا إلى خيارنا الخاصل وهو لطريق المظلم لقد أعطيناه ظهرنا ليده الجميلة الممتدة نحن البشر أي كسر القلب هو أفعالنا على الرغم من ذلك شعر به وبعمق أنه عمل يكسر القلب فقدمنا على له تعالى من اتخاذا أجراءات جادة وانتظر بصبر لو قتل توبة لدينات لنا نعرف إن سبعة آلاف وخمسمائة سنتنا وانا ليست بالأمس بسيطة فكر في طوله وإلى أي مدى أنتظر لليه تعالى بصبر ذاهو عودتنا إلى يده الرحي كرمنا فوق كل المخلوقات التي خلقها كأن يحبنا بسهولة فيجميع لسنوات دون تردد من التزامه بحبه كما نعلم جميعا انقضت عقود وقرون وأيضا سنوات واختبر أبانا لليه عز وجل صبر لرغم من إنه أنتظر مثله ذه العصور لطويلة لم يخرج شيء منه بل على العكس وقفنا بثبات على كل ما جعله يغضب واستمر حتى الآن حاذرنا حتى إنه حاول تذكيرنا بمعاقبة أبوية بسيطة لم يجعلنا شيء دير ظهرنا لكننا ذاهبنا ونواصل لالتزام في طريقنا لضائع أسلافنا الأكثر محبوبين أطاعوه أحبوه وعاشوا أيضا لتوعه أنهم عاشوا بأوامره وإرادته الفرار من الأمور لدنيوية وإبقاؤها في خليج أبائنا في كل العصور تبعوه بحب عميق الجذور ذلك هوالسب لقد أحبهم على نطاق واسع بحماسهم العميق للقاء والدهم المحبوب تركوه العالم بسعادة ولكن على العكس من فليك غادرت غالبية أسلاف نهذا العالم بخزي الجحيم لقد عاشوا مع جميع الخطايا توالى العصور ووقفوا ضد كلمة لها العظيم بفقدانه ما العني بفقد وفرصتهم في الحياة الأبدية نن البشر اليوم والخطايا والجرائم البشرية تتجاوز الخيال أنها واضحة تماما أي نن خطايا اليوم لم ترى من قبل ولا يمكن رؤيتها أبدا ليون جميع الأجناس البشرية التي تعيش الآن على جميع وجوه الأرض قد رفضت تماما قوانين لليه عز وجل وبدلا من ذلك وضعوا قانونا خاصا بالشيطان لذلك هما أقل من الحيوانات لأن الحيوانات لا تزال تعيش بموجب القانون الذي أعطاهم إياها لليه سبحانه وتعالى لكن ألرجل العميد أهمى الشريعة لليه وأقام شريعته المذلم من خلال القيام بذلك ينتقل إلى الجحيم كل أجيال اليوم ترتكب لذنى ولواط كما أنها تعبد المال ولمعرف أنهم كأذبون قتل ويتبعون يحبون الأوثان ألا سحرة أسياد الأبراج وكذلك لشياطين الذين يخضمون لما يكرهه لليه سبحانه وتعالى من الممارسات ينظر إليها على أنها إعمال صحيحة وصحيحة وجميع الأجناس البشرية جعلتها قانونية بعد كل هذه الصعود والهبوط بناء على كل ذنوان وجرائمنا ميرون لليه تعالى إن تنقل رسائله إلى جميع البشر من خلالي بناء على أمره على سابع من مارس ألف وتسعمائة وثماني وتسعين لتقويم الأثيوبي تم إصدار أول رسالة وإبلاغها لجميع البشر أخبرت لرسالة كل شخص أين هو أو هي في عيني الهل ذا حذرته لرسالة من ذنوه وجرائمه العظيمة وأعطت كلمته أي عقوبة ستناسبا الدعوى ولكن لميعطها أحد قيمة رؤية كل هذا الإهمال لتحاذره وانتظار الجميع للتوبة لمدة ثلاثة سنوات ونصف ألا رسالة لثانية والأخيرة ذا يحمل الإله القدير وتم توضيحها الجميع الأجناس البشرية لا يزال لا أحد يشعر بالذلك بدلا من التوبة التي يلاحقها الجميع ألا الطريقة التي علمه بها الشيطان باتجاه النصيحة لليه تعالى فقدت جميع الأجناس البشرية اليوم لطريق لصحيح لذلك تبخر صبر لليه العظيم المتبقي تماما وأثار غضبه الكامل ونتيج لذلك بناء على الرسالتين لسابقتين جاء هذا الأمر لتنفيذي لنهائي لاتحديك موايدة للتحقق من رفيقك على جميع الخطايا والجرائم اثنان نقطة واحد هودوهر كيف سيكون دوبيا بالتقبل وبيرسيف ذا بست رسالتين وهذا في إكسكيوتيف على النظام من إمبليمنت سبت وولرسكل هم أربعة أنواع دعنا نراهم واحد الأشخاص في الفئات الأولى وقبولهم وتوقعاتهم ألا ناس في هذه الفئات هم بخير وإناس مخلصون لديهم قلب مكسور أنهم مهذابون وصادقون على كل شيء على الرغم من أنهم مؤمنون بأنواع مختلفة من الذين إلى أنهم محبون حقيقيون لليه القدير كما يرونه عندما يؤمرهم قادة مجالاتهم للدينية فإنهم يحاولون حقا أن يحاذوا حذوام يعتقد أن أولئ الناس سريعون جدا كلما ارتكبوا أي خطيئة ويعرفون أين سقطوا ويفهمون أيضا إرادة إلا له تعالى فهم سريعون وسريعون في التوبته ألا إلى ناس عندما تلقوا الرسالتين لسابقتين قاموا بناء على لنصيحة وما زالوا يفعلون ألا شيء لصحيح وأيضا عندما يحصلون على هذا الأمر لتنفيذي وقرار التنفيذي إن متأكد تماما أنهم سيفعلون ذلك لا أقل ولا أكثر أن نقول عن هؤلاء الناس أنهم رجال لا له عز وجلة اثنان شعب من الفئات لثانية شخصية هؤلاء الناس تشبه السمكاليس لديهم موقف ما رأي لذلك لديهم ساقان مع هذه لساقين يريدون لتركيب شجرتين في نفس الوقت وفي نفس الوقت وهم لا يتخذون موقفا ملموسا على أي شيء يواجهم هؤلاء الناس إذا قبلوا نؤمنوا بأي دين فلن يصبحوا أبدا لجنة ببلا من ذلك يفضلونان يشبه ووليس لديهم عقل يقرر على أي شيء يواجههم وأيضا إذا قرروا أنهم لأي تحملون العواقب لا ألا أشخاص عندما تلقوا الرسالتين لسابقتين سيذهلون ولكن بعد فترة يميلون إلى الآخرين موقف خفي وسوف يحاول حتخذ علله سبحانه وتعالى فإن هؤلاء الرجال بسبب موقفهم المتاذبذب سيكونون الأكثر عقاب أي شخص يضع ثقته على مثل هؤلاء الناس قد يعلم أنهم لا يضاهوا إلى ذلك يجب أن يكونوا على يقين من أنهم سيواجهون أصعب موقف أمامهم ثلاثة الناس في هذه الفئة هؤلاء الناس هم شعب ملتزم في موقفهم هذا صدق ذلك أي شيء وأجهوه صحيح سيقفون حتى لنقطة الآخر وفي الوقت نفسه إذا اعتقدوا فإن الأمر سيء ولكن من المقبول قبوله فسوف يواجهونه أيضا من شخصيته الفريدة هي إنه إذا اعتقدوا في أي شيء كما هو صحيح فلن ينحرفوا عنه أبدحت لماذا لا يعارضهم الكثير من الناس سيقفون ويجادلون أي جماهير تجرأ على مواجهتهم وايضا سيقفون على قبرتهم الأخيرة كونهم كذلك هؤلاء ألا ناس لديهم شيء آخر بعد دفع الكثير من اللثمن على ما دافعوا عنه عندما تحدث ذروف لا تقاوم سيقبلوا لتغيير رأيه هؤلاء لرجال أمر صعب لغاية ولكن إذا نجح أي شخص في إقناعهم فقد يكون ذلك مذهلا في كوكبنا الأرض هؤلاء لناس ليسوا كثيرين في العدال أجمالهم قليلون أجداد عيون نذكر بعض الشخصيات البارزة في أيمان الرسول البوليس كان ذل رسول معروفا بم وفه الملتزم ضد رجال المسيح كان لرسول بولاس في ذلك الوقت كهنا عبرانيا فكان يطارب كل يوم ليلا ونهارا إلى رسول حيث ما يخطب أونولكن في النهاية وجهه يسوع وهو في طريقه إلى دم شق علمه وأخبره عن نفسه واحذره وأقنعه في النهاية صدقه بولاس لأن ما رآه حقيقي وهو أبعد من قبرته وكذلك بعيدا عن مخيلته بلضا فإلى إنه صحيح في كلمح طواه يعلم الجميع اليوم بولاس ألا رسول إنه لا مثيل له في حياته لروحية وخدمة أيمان لن يساويه أحد بسبب خدمته الملتزمة لله سبحانه وتعالى وكذلك من أجل موقفه الملتزم دفع حياته لذلك بسبب كل هذه الحقائق الحية لم يبرقه أحد موسى للنبي الأبن المحبوب لله سبحانه وتعالى ترك حياة الفرعون المرموقة وقصره يختار ويؤمن بهويته ومصيره الحقيقيين إبراهيم عندما سمع كلام إلا له عز وجل لام واختار كلماته وتخذ قرارا وخرج من أهله إلى لصحراء حيث أظهره لله سبحانه وتعالى في كل العصور واقفا كابن حقيقي وموثوق وخادم لله عاش في الصحراء يجب أن ينظر إلى جميع الرسل والأنبياء في هذه الفئة في بلادنا نذكر بعبها يمكن أن نذكر مثل الملك زير أي عقوب لليبيلا الملك تيوى دروس الملك يوهانوس الملك ممليك ألخ مناء المحاربين الدينيين البرثوكستوادو يمكننا أن نذكر بعض إمفئل أبونا تتلحي منت وتوي مؤخرا لدينا سيتهدس حرب ألاي منالك ياليو ولا بطاري ريك البولابون بسلسالكس لذا فإن هذه الفئة من الرجال هم عباد مخلصين لله وأيضا مؤمنون حقيقيون فيما علموه إنه صحيح كما يختار لليه تعالى عباده المخلصين من هذه الفئة يحاول لشيطان أيضا بذل قصار جهده ليأخذ أسهمه لقواعده المظلمة لك الذين يمكنوا إن يخدموه باخلاصي متنأن نذكر بعض نجاح الشياطين أدوليف هاتلر ستالين غرانج محمد تشارلز داروين روزفيلت ترومان تشيرشل دوجول والكثير من الأشخاص الذين يجبوا ذكرهم أربعة الأشخاص في هذه الفئة كيف يبدو شكلهم عبران إثنى عشر الكل في هذه الفئة يمكننا إن نجدوا ونرى أقسى لناس على وجه الأرض الذين يشعرون دائما بالسعادة من خلال القيام بأعمال شريرة وشيطنة الآخرين هئلا إلى رجال والنساء يمكننا إن نحسبهم كوجة حقيقي لشيطان وافعاله في هذه الفئة نجد أقسى للواطفية القتل وممارس لزنة وسطو المسلح للعادة والكذابون وسرطان المجتمعات والقيم الحسنى كما أنهم الأكثر غدرا أنهم أقسى منقطع للنظير فهم شوفينيون عنيدون حتى لو تم تعطيلهم ونقلهم إلى طرف الموت لا يزالون يقولون ويأمنون ويعيشون بأخلاقهم المتغطرسة وأيضا يهينون أي شخص يواجهم لا أحد ولا شيء يجعلهم أصحا لن يقبلوا هؤلاء الرجال ونساء هذه الرسائل ويقرؤونها أبدى بشكل استثنائي قد يظهر عدد قليل جدا إذا حدث ذلك يمكن اعتبارهم فاجة لقول ذلك بشكل صريح فإن هذه الفئة من الرجال ونساء شيطانية للغاية وهم سرطان المجتمع اثنان بناء على كلمات إله سبحانه وتعالى ألاذي سيحكم عليه بإرادته وأو أمره وعلى من يفعلون جميع البشر ألاذين يعيشون على كوكبنا الأرض قد أعتوا أوامر ألاله عز وجلا ليحكم ويطيع ويفعل ويعيش بكلمات إله ألاله وليس فقط بالتعام وايضا إذا لم يحين بكلام إله تعالى فسيعاقب وإذا كانت ذانوه لا تطاق فلن يندم على هذا العالم بكلمات إله أهملها كما يراها جميعنا ونشهدها اليوم كل أنواع الأرض البشرية تسير في طريقها وتتمنى دنيويا ويسترشد بها سيد الخطيال شيطان ذه برجال ونساء الأرض إلى للطريق المظلم تاركين للطريق المبيء الذي أمره ملله به لذلك استبدلوا بقانون إلى شيطان بعد الصبر الذي طال انتظاره أقام لله سبحانه وتعالى على حكمه سمع كل لتوبة وكذلك الغطرسة التوبة في حس وقياس جميع على فعال البشرية من البداية خرجت كلماته حتى لان كيف يتوب لناس وكيف يحافظون على كلماته ويلتزمون بها وكيف أنكروات الماته المقبسة واهملوها لا أي مدى يذهبون وارغبتهم في الدنيا وما لا ذنوا بلا ترتكبوها ومدى عمقها تلهمت مرئيتهم وابراكهم بالكام البعض سماع اليمين واليسار ردو ذي الحجة أخيراً قدر لليه تعالى حكمه ويقر كتب هذا القرار الأولى وأعطي لجميع السكان كوكب الأرض في 7 من مارس 1998 لتقويم الأثيوبي اليوم كل دول هذا العالم تفعل كل شيء نيابة عن سيده من الشيطان المعطل قانوين على الجانب الآخر يقرر يقرر لليه عز وجلا بناء على شريعته المقبسة لذلك في كل مرة يقرر فيها لليه تعالى كل أعمالنا الشررة هذا هو لا سبب في ظهور الرسالة الأولى كما نعلم جميعاً ألا له أبانا أنتظر فترة طويلة من الزمن قبل أن يتخذ أي قرار الإلهي القدير يأخذ دائماً صبر لا حدود له يمكنا ذكر مثال واحد مع مرور الوقت كنا قد نسيناها زمن نوحن حكم شعب نوحن فراعن مصر بابل الإزتيك المايا روما اليونان الأصين كل هذه الممالك المتحضرة بالله تعالى الكلمات المقبسة ومحوها إلى لابدهل إلى عنادهم وانفسهم لتائبين عوق بوما تواتل ذلك أصبح تاريخاً واستراح في الجحيم لقد دفع ألا له تعالى ثمن المحبة ليعطينا الحياة الأبدية ومعاناة غير مرئية وموت مؤلم وقد قطع وعده لكن البشر لم يعتوها قيمة يوحن واحد تسعة واصلة ثمانية وعشرين تتوين اثنان ستة عشر واصلة سبعة عشر سفر إلى تتوين ثلاثة الكلا تتوين ستة سبعة جميعاً ألا له سبحانه وتعالى لا يضع قواعد بسيطة تحكمنا وتوجها حياتنا ولكن على العكس من ذلك أهملناه وأقلنا قانوننا الشيطاني الخاص الذي أعطاه لشيطان للأجناس البشرية ألا شيطان مليء بالحكمة جعل كل ما يكرهه لله إعمالاً شرعية وافردها على جميع أنواع البشر وعلمهم وانشرهم في جميع لام أصبح لزنة ألواط حقاً لكل شخص كما نشهده جميعاً في كل ما يسمى بالأمم المتحضرة يمارس يومياً أجيال اليوم هي عقيدة مدهشة مهماً كانت لنصيحة التبريس الإنذار والعقاب الخفيف التي ترتكب ضدهم لم يقبلوا بها أبداً كعقاب لله تعالى ولأحد يقبل كما يفعل لله تعالى احتفي أطار عملية العقاب ما زالت الأنواع البشرية مستمرة في أفعاله واخطاياه ويقولون كذلك كما لو إن لله عز وجل لا وجود له على الإطلاق رؤية كل هذه الأعمال من الأجناس البشرية ثم قرر ولدنا سبحانه وتعالى القرار لنهائي في سابع وعشرين من سبتمبر ألفين ألا تقويم الأثيوبي لكن الجنس البشري الفضل استمر في ارتكاب أفعال الخطايا غير المرئية ولم يطوب عملية الموت التي لا تطاق تلوح في الأفق الأنواع البشرية لا تزال ترقص يرتكب يوميا لزنا مثل وقت نوحن الذي فعله لناس عندما أمرت لإصدار الرسالة الثانية من لله تعالى ذاهلت عندما سمعت ذلك لا أي مدى غضب أبونا لليه عز وجلا وأشعل أفعاله الأخيرة من العقاب الشديد ومحوي كل صبره كما رأينا في الرسالتين الأولى وثانية التي كتبت إليكم تظهر الأعراض بوضوح ولكن رؤية ذلك لم تجعلك تتوب أشعر به حقاله سبحانه وتعالى غاضب جدا من أفعالك ما الكارثة التي استاخذت أنا لا يمكن أن أقوي أستطيع أن أقول شيء واحد فقط وهو أنك انتهيت بالكامل أنا نفسي لم أذهل من صدمة مرة أخرى أمرت بإصدار هذه الرسالة الثالثة من الأمر لتنفيذي لعمل وهو ما سيأخذك وأيضا يمحوك تماما لا أعرف ماذا أقول لقد انتهيت مامة مغلاق بابا الملاذ الأمن بالكامل من قبل لليه عز وجل وقد حصل محارب ولليه أيضا على أمر إعدامهم لذلك انقضى وقتك الثمين مثل لذلك دون استخدامه واحد لا ستئناف ولا رحمة ولا وقت مجرد لانتظار انظر وقبول تلك هي عملية الحكم والعقاب وتنفيذ الأمر الانهائي وأخيرا إلى نتيجة جميعكم من البشر لماذا لا تسمعون عمد ما نصحك لليه تعالى وأحاذرها وامرها لماذا لم تسمع لماذا أشعي ثلاثة وخمسين الكلة على العكس تسمع رفاقك لشيطانين الذين يحكمونك كما نعلم جميعا خافهم وأنت تطيعهم دون أي ملولك عندما يأمرك له عز وجل فأنت لستله أبدا بل تضحك عليه وتمازحه جاء العديد من أبنائه الموثوق بهم لتقديم المشورة لك وأظهر لك لطريق لصحيح ولكن ماذا فعلت عليهم نعم الجميع يعلم قتلتهم ولأحقتهم وعذابتهم واحتجزتهم أنت لمتقبل أبدا أي من همت بذال الكثير من الجهود الممل لطويل والصبر ولا شيء من التوبة المرئية جاءت من قلبك الحجر ببلا منذلك وصلت طريقك المسدود المظلمة الشيطاني بعد أن بذلت كل الجهود دون أن تترك أي نتيجة امر أبينا لليه تعالى بنقل رسالتيه الأولى وثانية بناء على أمره فأنا عبده أصدر الرسالتين تبعا لذالك ولكن لم يقبله أحد حتى أن الجميع لم يقرؤها تجاهلها ببساطة لذلك قمت بإشعال غضب لليه تعالى مرارا وتكرارا بناء على فضاذك وقد جاء الآن أمر لتنفيذ لنهائيه يجب عليك أن تنفيك أن نفسي بذلت قصار جهدي لإقناعك ولكن لم يسمعني أحد كل واحد منكم أغلق قلبك وأذنيت وعقولك يجب عليك الآن قبول الإجراء الحاسم وهو في طريقه لمواجهة كل جحيم القادم لم يسبق له مثيل ولا يمكن رؤيته إلى لا بدحق أنها فترة تاريخية مذهلة أنا مندهش ومتفاجئ في عصر نهذا ما يسمى قادة العالم والقيادة الرئيسية لوسائل الإعلام وما يسمى المجالات لدينية وقابها لمدة ثلاث سنوات ونصف لم يخبر أحد لشعبه عن هذه الرسائل كل واحد منكم أهملها ورمى بها تقمامة وكذلك ككوابيس رجل واحد هذائنا نهيك عن أننا جميعا سوف نشهد ذلك ما يعنيه قادة العالم بدون استثناء عندما يصلون إلى السلطة ويبدأون في حكم شعبهم فمن الواضح أنهم يقررون بشأن مصير حياتهم اليومية أنهم يحتجزون ويفرجون ويأممون وكل ما يفعلونه باسم العدالة يفعلون كل ما يعتقدون إنه يناسبه وكذلك بالنسبة لأولئك الذين يعتبرونهم أعداء يتصرفون لأنهم يعتقدون إنه العمل الصحيح عن إضماياتي الجميع للاسلطة يرث على الفور نفسي لاتجاه لهؤلاء القادة الذين هم بالفعل في لاسلطة ويصبح القاسم نفسه كما هو مذكور أعلاه ونعلم جميعا أيضا عندما يأتي الجميع إلى لاسلطة فهذا لا يعني إنه سيستمر طويلا كما يشاء ولكن بعد فترة من الوقت سيذهب إلى المدينة باحترام أو بعار مرة وإلى الأبد في مواجهة لليه تعالى فإن تلك الأنظمة والقوانين الشيطانية التي صنعها الإنسان كله لا تعمل وتدوم طويلا ولكن مهما أكانت فهي ملاجئ مقتع للجانب الآخر عندما نأتي إلى قوانين وأوى أمر لليه عز وجلا فهي أبدية وأنفاسه أبدي ويستمر إلى الأبد لذلك عندما نحكم عليه بكلماته وقوانينه فإن تأثيره يدون ألاله سبحانه وتعالى يحكم على جميع الأعمال البشرية بأوامره وإرادته وأوى أمره سواء كأن قائدا أو فردا من أي وضع اجتماعي فسيتم قياسه وقياسه وفحصه وبناء على النتيجة ستعاقب العقوبة وفق قوانين وأوى أمر لليه عز وجل لا أحد يحكم لليه العظيم لا يؤمره أحد ولا ينصح به أحد كل شيء خلقه له لخدمته لتكريمه هذا كل شيء أيها البشر يجب أن تعرف سواء أحببت مذلك أمل الحقيقة هي نزوح 32 جميعا شعية ثلاثة ثمانية واصلة خمسة عشر أنتم أيها البشر تخدعون كثيرا تذنون نفسك كما لو أنك خلقت كل شيء خاصة عندما يأتي المرء كزعيم لأمى بإرادة لناس أو بالقوة يعتبر نفسه مخلوقا فريدا بشكل عام يعاقب جميع قادة العالم وجنودهم الخاضعين لأمرهم وفقا لهذا الأمر لا تنفيذي كما تظهر لنا الأعراض علاماتهم للعمل الكامل للذلك بدون دواء ما يشاء لله تعالى أو أمره وكذلك تحقيق كل جزء من أمره حتى يتم ذلك للذلك لن يعود لروح القبس واحد ما هي كتالو في العالم في مواجهة كبيرة وكما قيلوا في الرسالة بدءا من الثاني عشر من ديسمبر ألفين لتقويم الأثيوبي ضخل العالم إلى المرحلة الأولى من طحن وتمشيت النار عندما يبدأ أي محرك للسيارة في تحريك لسيارة تتحرك لسيارة ببطء إلى أعلى سرعة لها وينطبق لشيء نفسه على هذه الرسالة من الواضح أن الإجراء بدأ بأعراض مرئية لذا فإن الأعراض هي مؤشر على التدمير الكامل الأعمق والكامل لقد أوضحت كل هذه الحقائق علامة الاضطراب على الاقتصاد والأزمة المالية والكوارث الطبيعية والأزمة الاجتماعية والأزمة السياسية أنهم مستعدون للعمل غير المرئي لتحقيق أمر لا له عزوجة لا تذكر أن كل ما رأيته حتى الآن مجرد أعراض بعد حصوك على هذا الأمر لا تنفيذي يجب أن تتأكد من أن جميع قوال تدابير المدمرة ستكون في بفاضة ستبدأ الحرائق المستهلكة المتعددة الوجوه للقضاء على كل الأشياء في متناولها لن تبقى ألات عسكرية على قيد الحياة سوف يذبلون إلى الأبد لن يتم منح وقت للتنفس لجميع الدول والأمام والمؤسسات المدانة والمليارديرات والمليارديرات بثرواتهم وضباط الأمن بأجهزتهم وكذلك المنظمات لدولية لا يهرب أحد إلى إذا تم تحديد هويته مختوم بنور إلا له سبحانه وتعالى لإنسان إن لم يكن على قائمة لرحمة يجب إن يكون متأكدا سيموت مؤلما ويتولي الموت ليأخذه من هذا العالم لا عائلة أو قريب يمكنك حفظه من أنات قبل أن تحاول إنقاذ أحباؤك يجب أولا أن يتم حفظ نفسك من سمع وقرأ وصدق الرسالتين وهذا الأمر لا تنفيذي لرسالة لثالثة وتباو دون إضاعة الوقت الممنوح لكي يجب أن تتأكد من أن حياتك مؤمنة مع عائلتك وأحباؤك بالكلمات الموعودة من إلا له عز وجل المهما كانت لأضطرابات أولئك لذين يرونهم برحمة لله تعالى يجب إن تعرف أنك في أمان لكن تلك ألزن سدون كذابون قادة قاسيون قتل كلهم يعتمدون بمعرفتهم ثروتهم دباباتهم نفاثاتهم ترسانة نووية سفن حربية وصواريخ بالتأكيد سوف يذهبون إلى الجحيم مع مصطلحاتهم العسكرية الموثوقة كلنا يجب إن نكون على يقين من ذلك ستكون لظروف القادمة كما ذكر أعلاه لمزيد من التفاصيل يمكنك رؤية مصير ومصير كل بلد موصوف في كل العنوين والمحتويات ثلاثة المؤسسات اللدينية ومصيرها في الحكم الشعية خمسة عشرين خمسة وعشرين خمسة الكاثوليك كما نعلم جميعاً يعتبر الكاثولي كأحد الديانات الرئيسية لكوكب نجلسها في إيطاليا كدولة ذات سيادة ويطلق عليها اسم مدينة الفاتيكان يقود دين الكاثوليك أكثر من مليار الشخص الهاتم العثور على تباع أساساً في أوروبيا وأمريكا لاتينيا وأمريكا لشمالية وغرب إفريقياً وجنوب إفريقياً والباقي في عدد قاصر في آسيا وأجزاء أخرى من العالم قيادتها تجلس بشكل دائم في الفاتيكان هذل رقم يسمى الباب واليقود الباقي الأساقفة والأساقفة إلخ ما هو الكاثوليك هذل؟ الإيمان هو أحد للتوائف الرئيسية للمؤسسة الدينية التي وقفت كمسيحي كما يخبرنا تاريخها أول كنيسة المسيح الحقيقية التي حي البروح البرثوكسي تودحي الوحيدة التي أقامها لليه تعالى بدمه والحمه واستند هذل دين بثبات على مبادئ لليه تعالى حتى أربعة مائة وواحد وثلاثين لتقويم لاوروبي والكناب داء من هذل عام في الأجنحة بدن خدم لشياطين في الظهور لشيطنة وزرع مؤامراتهم المهندس سيدان تخبى لشيطان تلاميذه نيسترس وأداته لرئيسية ألرائدة بذنه ذل شخص وقطع لشيطان قبالة فرع من شجرة إلى زيتون لرئيسية وهذه وتهدو برثوكس ألايمان ثم أطلق الفرع لزبدي نفسه على إنه كاثوليكي حزقيال اثنان وعشرين ثلاثة وعشرين واصل واحدة وثلاثين على الرغم من وجود المؤمنين الأرثوذكسي لشرقيين لشرقيين إلى أنهم يتأكلون أساسا من قبل هذا المهندس لرئيسي لشيطان وهو الكاثوليك ولكن في يوم من الأيام إن بميتيال وقت سيصبحون متحررين من أغلال الكاثوليكي في الأساسي من هذه الرسائل هو نقل أل رسائل بناء على القرار لتنفيذي الذي جاء من إلا له عز وجلت لنا يجب أن نعلم أن هذه الرسائل ليست مقدرا لفتح حجة أو صفحة حوار ذا يجب على كل من يقرأ هذه الأل رسائل أن يعرف أن رسالة القرار لتنفيذيه موجهة لتوضيح كيف سيتم تنفيذ الرسالتين لسابقتين وتنفيذهما كيف ترى الكاثوليك في وجه لليه تعالى ما هو المصير في دين نتها لليه تعالى دعنا نراه هذا الإيمان وهذا هو المذهب الكاثوليكي وقالت أنها أخضعت 1500 سنة من الجدل متوى دولب ثوكسب ألدين في الواقع الحقيقي وقاعدة من الذين الحنيف وفي عيني وله سبحانه وتعالى الذي أبين أن لليه عز وجل نصب وعززت لها بدمه لحمه صحيح وحقيقة أنه لا أحد ينكر أن الكاثوليك غير معروفين أو غير موجودين قبل أربعة مائة وواحد وثلاثين لتقويم لاوروبيق بالولادة الكاثوليك ألدين الحقيقيا الوحيد الذي أقامه لليه تعالى وأقامه وعززه كنايمان تهد والارثوذكسي قبل أربعة مائة وواحد وثلاثين ألدين الحقيقي الذي وضع لليه ثقته فيه كنايمان البرثوكسي تودو تودو الكنسب دفعت لثمن من دم ولاحم من خلال أبنائها الحبيب وقالت أنها قومت الهجوم لشيطان شرسة من الخارج وداخل من خلال تقديم كل ما لديها ألصورة سكمل شيطان لم يستطع قادرة على كسرانهس أنه شيطان تصميم نظام أخرق العثور على تباع الإيمان المتذبذبين داخل الكنيسة من خلال هذا التكتيك كأن لديه أضعف وغير مخلص من داخل الكنيسة ألام الكنيسة التوحيد يتلارثوذكسي قامل شيطان بتجنيدهم وشيطنتهم وتنظيمهم وتطويقهم داخل الكنيسة مع قليل من دوديستس الأرنست ويونغان قسم الكنيسة وذلك عن طريق القيام أنجزوه ومهمة قد أعطاهم الشيطان ضعيون نذكر بعض الخونة الرئيسيين للاعداء الأمامي وكذلك مبدعي الكاثوليك برياس نيستريس مردينسو منكيس مبيوريس أفتيكسن مرسيس ليان ومكينز إلخ جميع المذكورة أعلاه قطم المرشحين والمحاربين من ألشيطان التجريح خاب مهاجم والجناح لداخلي للكنيسة الأم الحقيقية ثيتوهدو أرثي دوكس اليوم كما نرى جميعنا سيطر الكاثوليك على العالم كله بقوة ثرواتهم وقدراتهم الفكرية وبدعم من ولدهم ملئة الحكمة الأفعال لشريرة التي تتقن الشيطان أنهم ذائب يخطفون الأغنام من داخل ألناس الشعية 47 واحدة واصلة 15 أرمية 17 خمسة ثمانية على لرغم من أن هؤلاء الخدام لشيطان يهاجمون بشدة مثلنا الكنيسة الكسفو بتوهدو البرثوكسب وكنيسة توهدو البرثوكسب المصرية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية الشرقية وغيرها أيضا على لرغم من قلة عددهم فقد وقفوا بحزم وقاوموا أعدائهم المتعددين قبل 431 أك كانت كنيسة المسيح وحدتك كنيسة توهدو البرثوكسب يمكن أن يشار إليها باسم العصر لذهبي في الإيمان المسيحي يمكننا أن نذكر بعض البابوات المتفانين الذين كدوكنيس توهدو الوود مثل فيليكس بيوليبس يوك بيليس ناتيلس وغيرها الكثير من 431 أك على العنابر هاجم سادة الإنقلاب الكاثوليك بقيادة زعيمهم ليون وأنشاء والكاثوليك الآن على لرغم من كل هجماتهم المتتالية من الواضح أنهم نجحوا في تفكيك الكنيسة الأمويت قسيمها الكنيسة التوحيدية الأرثوذكسية بما أننا جميعا نشهد الآن الكنيس بلكسخو بتوادو البرثوكسب وكذلك الكنيسة المزربة البرثوكسب توادو الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وجميعهم قاتلوا بشجاعة وقفة كنيسة ناتيو وهدو الأرثوذكسية الأثيوبية بلا تردد شكرا لله القدير وشكرا لمن العذراء مريم وشكرا لأنصارنا المخلصين الحقيقيين القديس جبرايل القديس مايكل القديس رفائيل القديس موريل الكديس فانويل الكديس رادويل وكفة كنيسة الأم بحزم وفي لنهاية دفع لثمن لمدة ألفين عام الكنيسة المتوهدو أرثوذكس مع أبنائها الموثوقين الحقيقيين ولكن اليوم طردت من الكنيسة من قبل الابئاب التي زرعها المتظاهرون والكاثوليك والحكومة الأثيوبية الشيطانية اليوم قاتلوا صراع لا هواد فيه مع قوى لظلام أيها الكاثوليك عار عليك بدن لك وكان لليه وطاريخ قد نسات لا لا أحد ينسى المعركة التي خاضتها لأكثر من ألف وخمسمائة سنة لقد فقدت لقد فاز في المعركة والمحاربون الروحيون الشجعان على لرغم من قلة عددهم وكنيسة أدولبرث وكسب في إثيوبيا واسلافنا لذا اليوم أيضا نحن أبناؤهم جئنا إلى هنا للمعركة الأمامية أنهم أباؤنا فعلوا ذلك بمحبتهم القوية له عز وجلا وخطمها بدمها ولحمها نحن وأبناؤهم ودماؤهم أنه والحرب بعونها مؤبين بعون لليه تعالى وضعوا حجر الإيمان الحقيقي ماشينا نحن أبنائهم عليه كنت المجرمين في أيام نهذه الكاثوليك هل تذكر كم من دماء أبناء لليه المسطوب ضمنانت واسلافك أنت تعرف حقيقة أن أسلافك فعلوا على أبناء لليه الحقيقيين في روما في جميع الدول الأوروبية اليوم يجب أن تعرف دمهم أمام لليه القدير يطلب منه تحقيق العدالة لذا حان الوقت وأخذك في المتسف أنت غير مستعد غير متوب لذلك حان الوقت لدفع مقابل ذلك لا حكمة إنسانية تجعلك تهرب من العقوبة القادمة الثيوب يا بلادي ليس لها تاريخ في تعذيب وقتل وتعذيب أبناء لليه تعالى ولكن أنت يديك مغمورتان بدم أبناء لرب دعونا نذكر بعض إيمان الحقيقي محرب تودو أبيون تكلحي منت البطريرك أبيون بسليليز أبيون بنتيليين أبيون لبنس أبيون لبنس إلخ لكنك لديك أي قيمة حقيقية لا ليس لديك بل على العكس لديك تاريخ من الظلام أنا سيادك الجأسوسين الذي أب معروفون بتاريخهما الأجرامي ضد نستنتو أدولبرث وكسبل أحد يساوي الكاثوليك من أجل عداوتهم تجاه ألت واحد لارثوذك سيتم تجنيدها الكاثوليك المحاربين لشيطانيين من صفوف العلماء سدوم الأزنى القتلى والخطى بألوان متعددة الأوجه يمكن رؤية وجههم الحقيقي بوضوح من خلال تصرفات أبنائهم بابل الولايات المتحدة والأوروبيلين والاستراليين وأمريكا لاتينية الذين يعرفون جيدا إتقانهم للفنون وارتكاب جرائم وخطايا لم يسبق رئيتها من الواضح أن كل شخص يرها كل يوم الكاثوليكا هم العوائق الرئيسية لجميع البشر أنها تدافع عن الحقيقة وبدلا من ذلك تقوم بتثبيت واستبدال قواعد مظلمة مصممة بشكل جيد ومدروسة بشكل مدروس وشيطاني يسمع الكثير من الناس الكلام اللاذيذ عن الكاثوليك وليس الحقيقة العارية غير الرقيقة أنها عدوى بإرادة لله تعالى وأوى أمرها جراء مك وخطاياكم ضد تعاليم المسيح الحقيقية أستمرار عملك الإجرامية ضد أبناء المسيح الموثوق بها من سدون ألا زنى الاعتماد على المعرفة ألا تجدي فعناك على لركوع والتوب لإرادة لله تعالى موقفك الوقح لا يزال قائما ضد إرادة لله لذا بناء على كل هذه الجرائم التي لا تعود ولا تحصى والخطايا التي تقوم بها بشكل روتيني فقد أثارت غضب لرب فقاس كلا له سبحانه وتعالى وحكم عليك لمدة 1500 عام تقريبا وبناء على لنتيجة مصيرك وضع على بوء الحكم حتى صدر القرار النهائي الفاتكان وأنتم أيها الكاثوليك تسمعون إنه ذا هو مصيركم القادم الذي سيقرركم لتنفيذ لنهائي كمؤسسة كقائد كمتابعين كفرد كيفما كنت سواء كنت على مستوى أعلى أو أدنى أي شخص قام بإيواء نفسه داخل الكاثوليك بالتأكيد سيتم تمشيطه بعاصفة النار لما تمتلكه مهما كأن لديك أو تثق به سوف تختفي من وجهك لم يبق شيء على حاله ولا شيء بقي من إلا دمار الكامل زيكيل 34 17 واصل 19 زيكيل 34 ليك ألباني لا يجب إن تتركك أبدا كما تأمل وتحلم به ستنقلب كل الأشياء التي في حوزتك رأسا على عقب وستصبح كل توقعاتك كوابيس تدميرك سيكون غير مرئي في تاريخك كبنال يسبق له مثيل من البداية حتى لن يبقى أي رمز حتى مثل لتاريخ لذلك ستصبح ماضيا منسيا كما نشهد جميعا العالم كله غارق في الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية والركود والانحدار الاقتصادي والبطالة والاجنون في القسم الواضح ننجميعها أعراض وعلامات أولية ما زلنا لم ندخل إلى لظاهرة المدمرة الرئيسية ولكن بعد نشره به الرسالة ستكون جميع قوال تدمير فضفاض سياتو إليك بسرعة وعلى عجل ليأخذت ويواجهك أينما كنت كما ذكر في الرسالة الأولى المكتوبة في التقويم الأثيوبي سابع من مارس 1998 وفي الرسالة الثانية المكتوبة في التقويم الأثيوبي سابع وعشرين من سبتمبر الفين لن تحصل على وقت لتنفس ستكون عقوتك فريدة ولن تتم رؤيتها من قبل أخيرا أريد أن أقول هذا لا نقاضي لطريقنا الوحيد هو أن تأتي زلتو برثي دوكس وأن تكون تحت حكم لباو الذي سيتم أعداده في أثيوبي لا توجد طريقة أخرى سواء تكون تحت حكم أثيوبي لا توجد طريقة أخرى يتم حفظها سواء كفردا أو كمجمع ولكن أذا كنت تصر على أن بقاء كما كنت من قبل لذلك أن تذهب لرئيتها لامفر لا داعي لي لانسحاب ولكن لمواجهة عمل لليه تعالى المستهلك حزقيال ثلاثة عشر سبعة عشر واصل ثلاثة وعشرين خمسة بالبروتستانت وجميع أنواع الأقسام ما يسمى بالمسيح المجالات في سياق البروتستانت من بين العديد من التواف دعنا نذكر ببحي الميكسب، ألبفنست، ميكينيسس، مولوينبذل، وللفت، هيوة وهكذا رجل ذلي ذكر هانشاه ذا لدين من الكاثوليك من قبل المحتج لثر المواطن الألماني أحتج ضد الكاثوليك والبابا وأخذ معه بعض المتابعين على الرغم من إنه عانى في أيدي رئساؤه في النهاية وقال إنه وضعت حجر لزاوية تأسيس البروتستانت يكما يدل أسمهم أنهم متظاهرون كما انفصل الكاثوليك أنتو دارث دوكس في أربعة مائة وواحد وثلاثين لتقويم الأوروبي، وقد تم فعل نفسي لشيء عليهم من الجنين الكاثوليك ولد البروتستانت، من البروتستانت أو المتظاهرين، مرة أخرى الكثير من المتظاهرين، ومرة أخرى من العديد من المتظاهرين، لذلك ولد المتظاهرون، هذه هي دورة حياتهم بطرح أو إصلاح كلمة لله، لا أحد يساوي البروتستانت، أنهم جرياء للقيام بأكثر الأعمال المحرمة لقد شتموا ولدتنا ومحامينا ومرتفعاتنا العذراء مريم حتى أنه مزيد من لقول أن أنها لن لا تسول، وطرح ونداء من أجل خطايانا لمن حلنا رحمة من الله سبحانه وتعالى يقولون أيضا لدينا، ألا له القدير، يسوع المسيح يطلب من وبظلق فإنها تتحلل له من الهنيس هؤلاء المجرمين غير المرئيين كما يقول، الملائكة هم مثل أي رجال علمانيين، واخدام، لذلك في فمهم الفاسد يهينون ملائكة لله تعالى، في هذه الرسالة كما قلت لك قبل عدم وجود مجال للحجج، ألا شيء الوحيد هو أن نقول لهم المتظاهرين ما هي العقوبة التي سيواجهونها البروتستانت هي الأدوات الرئيسية الشيطان بعارة الكاثوليك هما أعداء الحقيقة سيدنا الكواكب بابل الولايات المتحدة دين إلى دولة هيست دارة الولايات المتحدة الأمريكية، فيمعاير لتوظيف لسرية الخاصة بها وضعت سبعة نقاط، من هذه النقاط إلى سبع التي يجب أن تكونها بروستانيتية، ما لم يكن أو أنها بروستانيتية، فإنها لا تسمح لأي من مواطنيها أن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس الشيوخ أو عضوا في الكون غرس علاوة على ذلك لا يوجد منصب ذو مكانة عالية في القولون الشيعيات تسعات، ثلاثة عشر سبعة عشر بما، من بابل الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر آثم في العالم في نظر لليه تعالى، فإن لدين بروستانت الهم أم جميع الذنويبلذا، جميع البروتستانت أينما كنت في كوكبنا، هذا هو قبرك وحكم لليه عز وجل كما قيلوا في الرسالة الأولى وثانية، قلوا لك خطاياك، وكذلك العقوبات ولكن في هذه الرسالة سوف ترى، كيف يمكن للجهة معاقبة من لليه سبحانه وتعالى، ويأخذ ويدمر لك هذا هو الإجراء الذي سينفذ عليك سوف تجتاحك بحر إلى نار بالكامل، حتى تبيد بالكامل لن يبقى شيء منه، حتى أثر واحد منك حتى تنتمي بها الجلسات لماذا لا يكون لديك الكلاب أو القطط كل ما يملكون أو لمساً، والممتلكات الخاصة بك مع عائلاتكم وكلها سيتم تدميرها تماماً، يجب أن تكون من أنك سوف تصبح لطاريخ كلما أي شخص يفكر في أنت، سوف يرتجف لن يتم ترك مساحة هروب لك، في أي جزء من أجزاء هذا العالم أي شخص يتعاون معك، سيرى أيضاً أنت في جميع أنحاء العالم سيكون مصيرك في الجحيم لذلك سيتم مسح نسمك جميع المؤسسات وإن شاءكما سيتم محول صورة بها معي أثر يقم بالقاء لن تترك رحمة لك الإسلام، أنتم أيها المسلمون تفكرون بعمق ليس مرة واحدة بل عشر مرات لؤنكم تنتقلون بالفعل إلى تدمير أنفسكم تنتصميم كتابك بالكامل وصاغه لشيطان، ومن المعروف أن المؤلف كتابك شيطان لذلك يجب أن تكون متأكداً منه إنه عندما يذهب لشيطان إلى الجحيم فسوف تحذو حذوه أيضاً في الرسالة الأولى وثانية تم إخبار مصيرك بناء على ذلك والطريقة التي تصورتها وعالجتها يتم رؤية الرسالة حتى الآن انتهى وقتك لنهائي لذلك يجب عليك أيضاً أن تسمع تنفيذ مصيرك النهائي حزقيال 22 واحدة واصلة خمسة لقد أمنت بقتل البشر لمجرد انتشارك لديني البسيط وكل شخص قادر يعرف أفعالك البربورية التي تقوم بها دائماً أنت منال لواط وزناء والقتلة البربورية كما أنك تدعم وتعزز إعمال لشر من ثروك جميع أعداء الحقيقة وخاصة الدول الفقيرة هي حقائق واضحة لإتباعك لشيطاني لين وأنت سيدهم يعتقدون إنه يجب سحق جميع الأديان برصاصك لذا سيكون ما يليهو مكافئتك النهائي جميع متابعيك المتحمسين وأنت قائدهم جميعاً من الأعلى إلى الأسفل ستجرفهم أنواع عديدة من الكوارث الطبيعية جميع آلاتك العسكرية المتراكمة ستكون أدوات لسحق الخاصة بك لا يبقى أحد على حاله سوف تنهار كل ثروك تلك البقايا ستكون أنت أيضاً أفقر لناس على وجه الأرض سوف تفقد كل شيء كنت تمتلك لم تتوبى من القلب وأيضاً إعطاء يديك زغطهدو الإيمان الأرثوذكسي وللمملكة التي تحك من المباركة التي سيتم إعدادها في إثيوبيا أذا تابعت بعناد كما تفعل الآن سيتم تدميرك تماماً بدون أي مخلفات أولئك الذين يبحثون حقاً عن الله تعالى سيبقون سيعطون سلامهم بعد أن يعتمدوا وأمنوا بلتي وحدوا لدين الأرثوذكسي بعضن يحصل على لنور والمسار الحقيقي سيتذكرون حياتهم المظلمات الماضية تحت حكمل شيطان ويشعرون أيضاً بالخجل من هاتلكل دولة التي جعلت الإسلام ديناً لدولة ستعاقب بشدة حتى لا تستطيع أن انتقف كدولة دقية مسيرك القادم اقرأ عن المحتوى الوصف لدول البوذية كيمفيسيس سينتويزم تي او غاي اس ام والأديان الأخرى ذات لصلة هؤلاء الأتباع لديانات المنتشرة على نطاق واسع والمؤمنون معروفون ويعيشون في لصين وفيتنام واليابان ولاويس وتايلاند وكمبوديا وبواما والنيبال ومنهوليا وغيرها هذه الأديان لها توائف عديدة واحترامها طفيف ولكن في المذاهب الأساسية كلهم متشابهون ويعيط قبن اتباعهم أكثر من ثلاثة مليارات وغمزهم هو لاتنين أساساك ما يتذكر جميع سكان العالم في للعبة الأولمبية لعام 2008 عرضوا منزل لاتنين وصور لاتنين جيدة لتصميم على شاشة التلفزيون كل يوم حتى انتهاء لعبة هذة الأمم تتعبد ألا شيطان بلن تنطر وبتعرى يغمنون به من القائد إلى قاع كل شخص في لام وجميعهم ملتزمون بالتنين وهذه الدول مبنية ولا تزال بناء تمثالا لتنين بهم في هذه الدول يعبد لاتنين بدون غطاء وكايمان صحيح بهذه الأفعال الشيطانية تلهب هذه الأمم غضب لليه عز وجل وبالتالي سيتم محوها تماما من على وجه الأرض حيث يعيشون عليها وكل شيء يعتمدون عليه سيكون جهنم بالنار ان ارتفاع قوة زلزال الأرض سوف يأكلها بالكامل وكذلك المطر والعض والعاصفة وجميع المحاربين التبيعين سيكتسحونهما تماما لم يبقى لهم شيء ولا أحد يهرب ما تبقى من مصيرهم انظر في كل ولاية تصف لصفحة خمسة الهندوسية كما يدل لعصم فإن هذا الذين قائم بشكل أساسي في الهند يامر على الأقل 800.000.000 مؤمن ومئيديا من هذا الإيمان بأنواع كثيرة من الأصنام الحيوانات مثل الأبقار إلخ يمكن الإشارة إلى هذا الذين كما أفعلنا الفلسطينيون ألا سابقون أماليكا والأشوريون وهم يعبدون الأصنام التي تي اسم إبول في بول إيج سي إيجي الأمم عمياء تماما عن القواعد الشيطانية المظلمة هذه الأمم تحت حكم لشيطان المذملك في لتقدم المادي يتقدمون مثل لسين واليابان أشعية إثنان إثنان عشر إثنان وعشرين إرمية عشرت إثنان خمسة عشر كما كأن مقارل شيطان الرئيسي في المملكة العربية السعودية هنا في الهند والسين على لتوالي لديها مراكز قيادته المرئية الرئيسية هذه الأمم معروفة بجريمتها واسفك دماء رجال لليه القدير مثل القديس جوريشترا هذه المعتقدات بعيون عارية كل يوم يمارسها ويأدون تقوسهم لروحية الشيطان يا آذى هذه الأمم مغطاة بالكامل بحكم لشيطان المذم وستكون ألا تدابير لتالية هي مصيرهم لنهائي للأصنام واخدامهم وأيضا مع المؤمنين لن يبقوا على قيد الحياة أبدا سيذهب الجميع إلى الجحيم مرة واحدة وإلى الأبد قد يبقى عدد قليل جدا على قيد الحياة يجب أن يقبل العدد لضا إلى المتبقي من المجموعات أو الأفراد قاعدة لضا التي سيتم تأسيسها في إثيوبيا وتيستستندنزليال بنالكسفو بتوى دولبرثوكسي إكسي إي لم يقبلوا وقدموا نسيتبينسفليول وأيضا سيتم إعطاء أي لسلام أيضا ستجرف هذه الدول بعيدا حتى تغرق بالكامل في البحر والمحيطات حيث يسمونها باسم المحيط الهندي أرثدوكس ألشارقي هؤلاء المؤمنون بالدين وإتباعه موجودون إلى حد كبير في روسيا وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وإستونيا ولاتفيا وجورجيا ورمينيا وعدد قليل جدا في الهند يؤمن هذا الأيمان بغل الصعوبات ويديمه مثل لاثيو بيتيهد والارثوذكسي في وطنهم يتحدهم الكاثوليكا والبروتستانت ولا مسلم وينكما يفعلون في جميع أنحاء العالم هم أنفسهم ضعفاء من خلال تطلعاتهم الخاصة إلى الأمور الدنيوية فقد ذاهبوا بالفعل إلى أعمقوا بكثير من الخطايا هذه الأمم أيضا سوف تنغمس بيد لله القدير بعضن يمرون بالتصحيح بالمار سيعودون إلى الكنيسة البتواذرثدوكس ويجب عليهم أيضا تسليم أنفسهم إلى مملكة إثيوبي المباركة واخدام لله القدير الذين سيحكمون العالم كله ككل رؤيا ثلاثة واحدة واصلة ستة كل غير مهم بالأرقام الأديان كل هذه العقائد الصغيرة ترى وتفحص من قبل لله تعالى لذلك بناء على خطاياهم التي ارتكبوها وكذلك عدم لتوبة فإنهم أيضا سيحصلون على الرحمة والعقاب ألا دين توادو أرثدوكس ألا دين الحقيقي الوحيد ألا دين الأساسي أبان لله عززه بدمه لحمه مر اليوم العديد من الأديان المرقمة ولكن لا أحد يساوي لله أحباء الكنيسة الأرثوذكسية توادوه صامد في وجهل شيطان في كل عصورها وحافظت حتى الآن على كلمة الهذل دين الوحيد المحبوب من الله عز وجل قاوم ووقف كل قوال شياطين التي عذبت لها واحتجزت وقتلت وتأردت جميع أبنائها لقد دفعت ثمنا لا مثيل له ولا تزال تدفع وفي كل عصورها احتفظت بكلمة الله عز وجل كما علمها ولدنا لروح القبس لم تفعل ذلك أبدا وطرح إضافة تصحيح ولا تعليقات مدرسية ولكن كل ذلك يتم حفظه وفقا لنفس لله عز وجل مع عدائه في أقصى حد الحاكم الرئيسي للإذلام لشيطان يفعل ما بوسعه مهما كانت لشرور في متناوله وقوته المحار بين الحقيقيين الذين قتلوا من قبله هؤلاء لرسل الشجعان الذين شنقوا بسبب أفعاله البربورية وعاذب أيضا وطحن لحمهم وقد فعل كل شيء في متناوله فماذا تركه لما يمكن القيام به قد تم القيام به من قبل لسيد المظلم الشيطان عبر جميع الإعمار كانت نيستوهدو البرثوكسد التي تمرن عبر الفرن المملوء بالنيران المنصهرة واقف لا تتزعزع جميع المؤمنين ألا توحيدون الأرثوذوكس ولا سيمة بالبتوهدو الكنيسة الأرثوذوكسية قد والحرب على جميع قوى الظلام وقد خبت كنيسة يوهدو الأرثوذكسية المصرية والأرثوذوكسية الشرقية معركتها الخاصة أيضا وقد تم قياس كل صراعات إلى نور ضد الظلام دون انقطاع من قبل لليه القدير حفزتك نسب الكسفو بتوهدو البرثوكسب على شرف والدتها وأحبتها العاذراء مرمو بحبكس من بتوهدو المحبوب مكسسنو ألا له عزي وجلا مع موقف لا يتزعزع عبر جميع العصور وكذلك في آلاف السنين لإقداح بتكنيسة تيوهدو الأرثوذوكسية أعلى ملائكة لليه تعالى وكرمت بها وثقت بها سانت مايكل وسانت غابريل سانت رافايل وسانت فانويل سانت ذريل وسانت ردولم هو لدين الذي يحترم ويحب الملائكة الموثوقين والمحبوبين لليه تعالى باستثناء كنيسة تيوهدو الأرثوذوكسية في أثيو بيعن بمنواجها جميعا عرش لليه تعالى لدينا شهود راسخين مثل الملائكة المحبوبين والعذراء مريم من يستطيع إن يتكلم مثلنا بجرأة أبان لليه سبحانه وتعالى رأى كل شيء منذ البداية حتى ألان قام بقياس وقياس وتخذ قرارته النهائية حزقيا الأربعة وثلاثين خمسة وعشرين واصل واحدة وثلاثين أشعيا أربعين تسعة واصل أحد عشر فاز أيمن يا الحبيبتي وهدو الأرثوذوكسيين حب مخلصها لليه سبحانه وتعالى كما فزت بحب أعلى الملائكة وحب الأم العذراء مريم أعطى لليه تعالى كلمته أقسم باسمه المقادس هذا هو زفوبياكنيس بلكسفوبيتوادوولبرفوكسيب هو ابنه الذي لا مثيل له والمحبود له يشتم صلاة التبحية يسمع أغانهم التي تشيد باسمه وتدفقها المستمر للأغاني المعروفة جيدا بلياسم ملت كدس وعروض أخرى للكنيسة الإله القدير يشم أفضل عطر كان لليه سبحانه وتعالى مسرورا من جميع الإعمار من خلال جميع الصلوات التي تمتل ولا يزال راضيا عن عدد قليل من أبناء نسط العالم باسره استمع وأفتح إذنيك وكذلك عينيك لقد قرر إلهن القدير لإعطاء كل شيء على كوكبنا لأبنه المحبوب إثيوبية وكنيسة أدو الأرثوذكسية في إثيوبية استمع جميع دول العالم كليه يتم منحك لأثيوبية كهدية لقد قرر لليه عز وجلاء من أبنائه المحبوبين سيحكمون على إثيوبية ليحكم العالم كليه باركهم وأقسم باسمه المقدس وقرر أيضا نقعهم بنعمته النهائية آذهل تم اختيار جميع دول كوكبنا ذا البلد الفقير والأكثر فقرا إثيوبية كملك لملوكه لتعرف من سيتحدى بلدي الفقير أثيوب يتذكر هذه الحقيقة أولئك الذين هم في المستوى الأرضي على غطاء محرك إلى سيارة لنابضة بالحياة سيرة فعون وأولئك الذين هم على مستوى عال بدعم من الشيطان سوف يذهبون أيضا إلى مستوى الأرض أو الجحيم أيها المواطنون الأثيوبيون لقد ربحت المعارك الروحية بمساعدة فرد ظنميري وأكثر الملائكة المحبوبين مثل القديس الدبريل والقديس ميكال والقديس روفيل والقديس فانوال بيكيو ويأدباك نسبالكسفو بطوادوالبرفوكسد كل هذا لم يتم تحقيقه من خلال جيل اليوم ولكن من خلال التزامنا المخصص للأباء بدفع ثمن حبهم لله العظيم تذكر أجيال اليوم لقبعاش أباؤنا وأجدادنا من أجلنا ودفعوا كل شيء حتى حياتهم ليجعلون نعيش ونكتسب محبة لله القدير لذا فهم يستحقون أن نحصل على كل ما لدينا اليوم وسوف نكتسب المزيد غدا على الرغم من أنهم ليسوا معنا وقد ذاهبوا إلى إلهن الحبيب يجب أن نتذكر ونتبع طريق همبلدي المحبوب الكسفو بطوادوالبرفوكسية الإيمان مكرسة المحاربين تكون على أستعداد تنشوال بكبودان إلا له تعالى يأتي إلينا إثيوبيا بسرعة مع ولدتنا المحبوبة فيربضين ميري واملاؤكتنا المحبوبة بين سينت ذابريل وسينت ميتل تذكر أن تطهر توبة من ذانواك من القلب أولئك الذين هاجروا احتجزوا جوعوا ينهضون من نومكم أيها الإخوة والأخوات والغزلان يستيقظون انتهى الوقت من أجل إحياء روحي أولئك الذين يجعلونك تعاني وسوف يدفعون لثمن أبداً لا يخطأون من قبل أمر الحريق بالفعل وخرج للعمل المقط أشعية أربعين ثلاثة واصلة أحد عشر أشعية اثنى عشر الكلا واصلة لا أتركهم بدون عقاب شديد وبقية للنقاط يمكنكم القراءة من الصفحة المكتوبة على إثيوبيا أربعة القارات وامسيرها كما هو ملخص ستة أمريكا لشمالية أرمياً واحد وخمسين الكلا تم العثور على هذه القارة إلى الغرب من أوروبا مع منتصف المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ في الشمال في هذه القارة نجد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ولا مكاسيك في هذه القارة يمكننا أن نجد ألوات لا مثيل لها ألزنا المجرمين ألدم المتسرب ورجال الجشعين لا مثيل الهاكما نعلم جميعا إلى جنوب وشمال الولايات المتحدة الأمريكية بابل نجد المكسيت وكندا كحراس بوابة البريطانيون والأيرلنديون الذين فروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية الآن هما أول من هبطوا وثاني إلى الهنود الحمر دمروا وأزالوا وجعلوهم عبيدا وأخذوا كل شيء كامل كاتهم ولكن في وقت لحق استولى الفرنسيون على الجزء الشمالي واستعمروا مع قتال ضار مع المستعمرين البريطانيين تلهم خاض حروبا مريرة لسيطرة على الأرض أخيرة كما يخبرنا لطاريخ استقر الفرنسيون في كندا والبريطانيون في الولايات المتحدة الأمريكية حتى جاءت الحرية الاصطناعية يستعمر المكسيكيون أيضا أسبانيا بعض اجتياح لسكان الأصليين كأن الأمريكيون في الماضي 200 عاما قبل قد حصلوا على دولتهم الخاصة بهم لذلك عاد البريطانيون إلى ديارهم في وقت لحق استخدمت الولايات المتحدة لسود في غرب إفريقيا كعبيد واليوم نشهد رؤيتهم مختلطين مع أسياد العبيد على لرغم من أن أوروبا هي مصادر لزنى وأكثر نللوات صغير المرئية وصناعي الجنس إلى أنهم نمى مع تجاه لا مثيل له في الولايات المتحدة متجاوزا أسيادهم الأولينيليوم ورثوا أسمهم لنبوي بابل خمسة بي أمريكا لاتينية مع فيهذه القارة نجد البرازيل والأرجنتين وفنزول وبيريو وكولومبيا والأكوادور وبوليفيا وغواتيمال وتشيل سلفدر وهند ورأس وبليز وجمايكا وهيتي جزر البهامان سومترا الفرنسية غيانا وتريني دادي وتباغ كل هذه الدول باستثناء عدد قليل منها كانت مستعمرة لأسبانيا ولبرتغالغالبيا هذه للغات هي لأسبانيا المروثة من المستعمر غرينادا سانت فانسانت بربادوس ماراتيني يوك فرنسا بابلوب فرنس إخبار سانت كيتاس انتيه بربادوس انتيه المملكة المتحدة جزيرة فيرجن المملكة المتحدة كل هذه الجزر الصغيرة كلها تقع في لشمال شرق أمريكا لاتينية كل دول هذه القارة ودوها لديها تقريبا نفسال تركيبا المفسي وبطبيعة الحالهما أغنى من جميع القارة تولد لهم كمية جيدة من الأمطار تسقط على جميع حجم السكان فوق مئتين مليون نسمة ولا بيان لسائدة فيهذه القارة هي الكاثوليكا والبروتستانت والإسلام فيهذه القارة نرى للواط الازنة صناعة الجنس الجرائم المنظمة تهريب الهيروينت لهذه تعتبر ممارسة روتينية لذا وبناء على كل هذه الجرائم والخطايا ستواجه هذه القارة أشد العقوبات تدميرا ستتج على شرق الأوسط تقع هذه شبه القارة الواقعة شمال إفريقيا وجنوب غرب آسيا وجنوب أوروبا لازمة الإنسانية والحرب في هذه المنطقة هي سيناريو يومي مع في هذه المنطقة نجد المملكة العربية السعودية سوريا العراق اليمن إسرائيل لبنان ألتارك عمان قطر الأمارات الكويت دبي ولا بحر في هذه المنطقة كل العلاقات مليئة بالأزمة باستثناء إسرائيل كلهم اتباع أسلام يونوي قدر عدد سكان المنطقة بأكثر من مئة مليون نسمة العقيدة الإسلامية في هذه المنطقة لها طائفتان واحد الجماعة الشيعية إثنان المجمعة تلسين يتهدها التواء في الجماعات الإسلامية تقاتل دائما دنخل نفسها ولكن في حالة إسرائيل يقفون دائما مع لسب الأساسي لكل صراع في هذه المنطقة هو وجودا أسرائيل وقضية الفلسطين يعتم ضاق صاد المنطقة بشكل رئيسي على الوقود في هذه المنطقة كلها القوى العظمى لديها عملاءها المظلومين السياسي الولايات المتحدة وارويا وإيران والأصوليون هم اللاعبون لرئيسيون في المنطقة ويتركز المغناطيس الأسلامي في هذه المنطقة لذلك سيتمم سح هذه المنطقة بالكامل من خلال عاصفة من النار غير المرئي وقد يكون لليه سبحانه وتعالى سوف نفعل ذلك سيترك أدغال لاسمنت الخاص بك لمعرفة مصير كل دولة راجع عنوانها الذي يمنحك لتفاصيل ستة دي أوروبا كما نعلم جميعا يعتقد أن هذه القارة هي مركز جميع القارات داخل هذه القارة نجد الدولة لتالية إنجلترا فرنسا أسبانيا البرتغال ألمانيا إيطاليا ألبانيا اليونان تركيا ألنمسا بولندا هولندا بلجيكا المجر رومانيا يوهوسلافيا شيك كرواتيا بلغاريا استونيا لاتفيا ليتونيا وبيلنروسيا إلخ كل هذه البلدان هي أم جميع الجرائم والخطية في هذه القارة نجد أقسى المسط عمرين مثل المملكة المتحدة وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وألمانيا وبيلجيكا كما أن أوروبا هي مركز كل الفلسفات الشيطانية يمكن أن نذكر بعض الملحدين البارزين مثل كاري الماركس وتشارلز داروين إلخ وأوروبا هي أيضا مركز العلم والاعتكارات ويجب أن نكون على يقين أيضا فقد ارتفعت جميع الشرور من هنا أبعد من ذلك فإن أوروبا هي العدو الرئيسية للإيمان الحقيقي لقد ولدوا العديد من الأديان المتأثرة فلسفية مثل الكاثوليكا والبروتستانت والأنجليكان تتشابك هذه الدول مع سجينهم يوسي بابلن بلاشتراك يستغلون ويقمعون ويخضعون وكلهم محرومون من الحكم القاسي أنهم مبدعوا ما يسمى بالديمقراطية ويجبرون الآخرين على أن يحاذوا واحدهم آذا حرمهم يهاجمون بشكل منهج كل خط حياتهم يعاقبون على أقصابهم ما زالوا يمارسون هذا العمل الشيطاني كسلاح في الخضوع لحكمهم لديهم آلة عسكرية تسمى لناتو والتي ترؤسها الولايات المتحدة الأمريكية أن الأمم المتحدة هي أيضا أداتهم فهي تضع ميزانيتها ومن الحقائق المعروفة أيضا أن جميع المنظمات العالمية المعروفة تحت قيادتها أنها حقيقة عارية أن أوروبا حاضنة لجميع الخطايا مثل سدوم والازنة وصناعة الجنس والفلسفة كلها مصنوعة هنا في أوروبا سبيربذمي أبرامبذ بفلس بمونيزيكس لجميع الدول الأخرى على لرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر مصادر لها وثانية إلى الولايات المتحدة هي أوروبا أشعي سبعة وأربعين واحدة واصلة خمسة عشر أرمية خمسين أربعة وعشرين اثنان وثلاثين بشكل عام فإن هذه الولايات المرقمة البالغ عددها أربعة مئة مليون حليف للولايات المتحدة والأمم المتحدة هي أيضا أداة تنفيذ لسياسة الخاصة بها فهي تضع ميزانيتها لسنوية أبعد من ذلك كل منظمات العالم المعروفة تحتقياتها بشكل عام ستدفع هذه الدول التي يبلغ عددها أربعة مئة مليون نسمة أكثر الأسعار غير المرئية مع قابتها فوق كله به المنطقة ستدمر بالكامل سوف تجرفهم قوال الطبيعة وأكوام مخزونها العسكري ومرافق الإنتاج مع جميع مستخدمها سيختفون مثل الغبار لذلك سيتي سبح بلادهما مناطق تكاثر الحيوانات البرية ولن يعيش عليها أي نوع بشري ستة آسيا هذه القارة واسعة ولها مساحات شاسعة من الأراضي ولا بحار نجد في هذه القارة رويسيا أفغانستان الهند بأكستان توريكيمانستان إيران كزاخستان أوزباكستان قيرغيزستان طاجيكستان بوريما تايلان كمبوديا فيتنام الأصين ماليزيا اندونيسيا الفلبين لاويس هونغ كونغ تؤيوان كوريا الشمالية كوريا الجنوبية اليابان ومنغوليا وسنغافورة ونيوبل وسيرلانك أو أرمينيا تضم هذه القارة نصف سكان العالم ولذي يتجاوز ثلاثة مليار نصفه لا إلا ناس معروفون على نطاق وسع بعبادة أي دولي الصين والهند وتايلاند وكمبوديا ولاوس وفيتنام والنيبال كل هذه الدولة تعبد بوذا وأشكال أخرى من اللاصنام والنجد أيضا بالملايين من المسلمين والاصولين في هذه القارة يعتقد أن أكثر من مئتين وخمسين مليون مسلم يعيشون ومن المعروفا أيضا أن أكثر من مئة مليون شرقي أرثوذوكسي يعيشون في رويسيا داخله هذه القارة عدد كبير من كما يعيش الكاثولي كولابرويتستانت هناك أيضا عدد كبير من غير المؤمنين وبوجه عام تحتوي هذه القارة على ثقافات متعددة ومعتقدات وإعدادات سياسية وأيضا مظاهر اجتماعية أخرى ستعاق بهذه القارة حتى يتم تدميرها بالكامل وتتحول إلى سلة قمامة والباقي ستجد الحقائق والعقوبات لتفسيلية في الفصلة الوصفية لكل وليب ستتجي إفريقيا هذه القارة معروفة على نطاق واسع بفقرها لديها ما لا يقل عن سبعة مئة مليون شخص في هذه القارة لا يرى استقرار بهذه لا طريقة أو غيرها فيك المكان تستمر الأزمات للاجتماعية والسياسية والعرقية والاقتصادية والحقيقة المتكررة هي أن جميع الحكومات هيؤدى للمصلحة الأجنبية بدلا من خدمة شعوبها فهي تمثل القوى لا جنبية الماذا يفعلون ذلك أنها حقيقة واضحة تماما يتم تثبيتها جميعا بواسطة قوى خارقة بدلا من أن يتم انتخابها من قبل شعوبها ينظر إلى الأمم على أنها تمويه لما يسمى لديمقراطية لجميع هذه الفضائع فإن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وايطاليا ودويتش مستعمرون ومحرضون معروفون ألاهم من ذلك كله المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هم أكثر المجرمين في العالم الحديث اليوم الذين يتدخلون ويخضعون جميع الدول اللضعيفة في العالم وخاصة الدول الإفريقية اليوم كما يعلم الجميع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هما ملكا صانعي عصرنا لقد تدافع الأوروبيون على إفريقيا وجميع الدول الفقيرة الأخرى على كوكبنا وأخضعهم لمعانا غير مرئية حتى العقود الأخيرة كما أنهم يتابعون نظام الاستعمار الجديد نجد اليوم في قارة إفريقيا للدول التالية مثل إثيوبيا ومصر وسودان والجزائر وليبيا والمغرب وتونس والسومال وموريتانيا ومالي والنيجور ويتشاد وإفريقيا الوسطى والكاميرون والسنغال وغامبيا وغينيابيساو وسيراليون وليبيريا وساحل العاج وغانا وابنين نيجيريا، الغابون، أنغولا، غينيا الاستوائية، زامبيا، ناميبيا، بوتسوانا، جنوب إفريقيا، ليسوتو، سوازيلان، مدغشقر، ملاوي، مالي، تنزانيا، كينيا، أوغندا، بورونديو، رواندا، الكونغو، إلخ كل هذه الدولة الإفريقية، بعد الحصول على اسمها لأستقلال، بل أيضا الحدود التي أعطاها أسيادهم لاستعماريون أفريقيا هي مكان حيث تم تحلل كل استعمار سيد أستعماري لهذا الكثير من الذين الهابطة الأوروبي أنحاء إفريقيا مثال على ذلك وافريقيا ليس لديها سياغة سياسة مستقلة بل كل شيء يأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومن الواضح أيضا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية جميعهم يتخلصون من سلعهم في إفريقيا اليوم كما نراها جميعا ونعلم في جميع الوجوه دول العالم أثيوبيا هي أفقر الجميع من حيث لتقدم المادي والدنيوي نعم نحن الأثيوبيون هم الأفقر على الأطلاق لكنا أصبحنا لديانا الوحيدة المختارة لدين الحقيقي وأثيويا سوف تتحكم في مصير جميع سكان العالم سيكون لدى إثيوبيا القبرة على حكم العالم كله من خلال السلطة الممنوحة لها من قبل لليه القدير ست ملك في جميع دول العالم والباقي يمكنك قرائته من الفصل الذي يتناول إثيوبيا ستة أستراليا هذه المنطقة تضم جزيرة ضخمة أستراليا وجزار صغيرة أخراهم أستراليا ونيوزيلاند وبابا وغيني الجديدة وفيجي وبعضهم هذه القارة مستعمرة من قبل المملكة المثبول بمبردينسبل بفيت من قبل المستعمرين البريطانيين بشكل من تضم ليزالوا لرجال البيدهم الحكام ويسيطرون أيضا على جميع الاقتصادات والأمن والآلات العسكرية بطريقة أخرى نطلق على أستراليا اسم الوجه الآخر للمملكة المتحدة عند مصيرهم القادم من الأفضل أن ننترى الفصل الذي يقدم وصفا تفسيليا لهم خمسة مصير البلدان بالتفسيل أرمية واحد وخمسين واحد ثمانية وخمسين أرمية خمسين أربعة وعشرين اثنان وثلاثين بعضا البلدان لديها نفس الإيمان وتركيب لنفسي وثقافة نفسها بسبب كل هذا التشابه مع بعضها البعض عندما تقرأ هذا الفصل يجب أن تعرف شيئا مهما واحدا هو أنك سترى مصير بلد واحد في محتوى واحد أو دولتين أو أكثر من بلدين في محتوى واحد يتم ذلك بسبب علاقاتهم المتبادلة لذلك سيكون لديهم نفس المصير سبعة واصلة واحدة أمريكا بابل كندا سفر إلى رؤية ثمانية عشر الكل في هذه الصفحة سنرى بطريقة مفصلة مصير بابل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أمريكا كما نعلم جميعا لديها اثنان وخمسين دولة مناسبة لا أحد غير مبال بشأن الولايات المتحدة الكل يعرفها أسواء كأن متعالما أملا الجميع يعرفها ولا جميع لديه مصلحة في العيش والعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في ذهن الجميع يعني لا ذهب إلى الولايات المتحدة ننتصبح شخصا ثريا وغنيا من حازب مثل هذه الأطلالات تذهب الكثير من النساء حول العالم إلى الولايات المتحدة للولادة وكذلك للحصول على حق المواطنة لطفلها المولود في الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح أيضا أن لكل دول العالم علاقات تجارية وإدارية وثقافية وعلاقات عميقة الجذور مع الولايات المتحدة بالمعنى الحقيقي الولايات المتحدة هي سيد محدد في مصير كل الولايات من تثق في أنها تدعم إذا لم تفعل فسوف ترمي حكومتها المعارضة أي حكومة حتى لو أمرت بدعم للشعب فهي لا تغير للسياسة الأمريكية لذا إذا قالت أي حكومة لا للقيادة والسياسة الأمريكية فسوف تسحق بقوها العسكرية أو عبلاتها أمريكا في كل مكان لذا يجب على كل دول وحكومات كوكبناء تلتزم بإطلاع كبسولة ديمقراطية من صنع أمريكا بطريقة أخرى يمكننا القول أن الولايات المتحدة هي أله الكثير من دول العالم وبابل الولايات المتحدة الأمريكية هي سيد كلا ألل وأطوأ لزناء وصناعة الجنس وهي أيضا مصادر لجميع خطايا لارتوزعها على جميع الدول كشكل من أشكالنا العلاقات ألا ثقافية وكذلك كجهة تتصال للعلاقات التجارية معظم جرائم الأرض تنبع في الغالب من الولايات المتحدة الأمريكية دولة واحدة من الاقتصاد الأمريكي تعادل واحدة من اقتصاد لدولة الأوروبية تقع جميع الدول الأوروبية مثل اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والدنمارك وهولندا والبرتغال والاقتصاد والكيان السياسي تحت إقدام الولايات المتحدة تقول أنهم يفعلون ويطيعون هذا ما آذى عبسات فإنها تعتص أيضا وهي أيضا حقيقة واضحة وحقيقة معروفة من قبل الجميع جميع الدول الفقيرة تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية بجانبها هم أيضا عبيد الاتحاد الأوروبي والسينيين والروس واليابانين أنهم مستعمرون جدد في العالم بجانب الولايات المتحدة الأمريكية مركز القيادة الرئيسية لشيطان متجذر في الولايات المتحدة كما تم إنشاء مراكز قيادته الثانية في الدول الأوروبية واليابانية والولايات اللصينية والهند أيضا كما إنباقي دول العالمية مقيادتها من مراكز القيادة الرئيسية وهي من الولايات المتحدة الأمريكية بشك العام يخضع سكان العالم بالكامل لحكم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأوروبية ودول الآسيوية الشيطانية أمريكا هي مركز كل الأفعال لشريرة مثل صناعة الجنس ولواط، ولزنة، والحرف، الساحرة، وإتقان الأبراج والعديد منال أشياء الأخرى التي يجب ذكرها كما نعلم جميعا جميع الجرائم مثل العنصرية والقتل البربرية وكذلك الجرائم غير المرئية تتكأثر في بابل الولايات المتحدة كما نعلم جميعا فإن أمريكا هي مركز الأمم المتحدة والصحيح إن الميزانية إثنان ثلثين للأمم المتحدة تغطيها دائما الولايات المتحدة وحلفاءها لهذا لسبب نقول جميعا بابل أنا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم العالم على حافة لدمار الذي يمكن أن يكون سببه الأطفال التجريبيون المعروفون بها القوى العظمى كل هذه القوى لديها ترسانات نووية نيوترونية بيولوجية وكيميائية قادرة على تدمير كل الكائنات الحية على الأردليس مرة واحدة لكن يمكن أن يدمر عشر مرات في كل هذه القوى العسكرية الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العالم ودولة رائدة في كل الأمور الدنيوية بجان بالولايات المتحدة هي روسيا والسين والفرنسية والمملكة المتحدة وإسرائيل وبأكستان والهند وكوريا لشمالية كلهم أيدي الشيطان ما أنها قوة رائدة في ترسانات لدمار الشام قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتخزين عدد غير معروف من الطائرات ودبابات وسفن الحربية والسواريخ والقنابل الأنواع المختلفة والأقمار الصناعية المصنفة على الأسلحة وينطبق لشيء نفسه على جميع اتباع سجينتها كما أن الولايات المتحدة تسيطر على ويلث ألف ثروة العالمية وهي أيضا مكتب رئيسي أو مركز لدين مختلف مثل البروتستانت والكاثوليك والإلحاد الإسلامي واليهودية والبوذية والهندوسية وغيرها وهذا يعني أن جميع ديانات الكوكب لديها مكتب في الولايات المتحدة الأمريكية من ألا سهل أن نقول أن أمريكا مكان حيث يتدرب كل شخص على كيفية العيش في الجحيم تفتخر الولايات المتحدة الأمريكية بنجاحها في الأنجازات العلمية والاجتماعية والسياسية وبسبب هذه النجاحات المادية قامت بمسح قانون لليه تعالى تماما وفي الوقت نفسه جرفته جميع قوانين لليه عز وجلة من كل أجزاء نيلارد استبدلت بالقاعدة المظلمة الشيطانية لهذه القاعدة المظلمة وقفت ومازالت تقاتل من أجلها الديمقراطية الغربية لقد صنعت جميع الأبناء الحقيقي لين ألا له تعالى إلى حافة الأختفاء من خلال مهاجمتهم في تكتيكات وأنظمة متعددة الشعية 34-1-15 إلى كل هذه الجرائم غير المرئية التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية على أساس جميع جرائمها وخطاياها التي لمثيلها في 7 من مارس 1998 ميلاد لتقويم الأثيوبيو أبانا ألا له عز وجلة أصدر أنفاسه الأولى في حكمه قدم تحذيره الحاسم الأولى لجميع أنواع البشر وخاصة بابل الولايات المتحدة الأمريكية الآن لم يعتها أحد قيمة بل ضحكوا لذلك رأى لليه تعالى كيف تعامل لنوع البشر مع كلماته ثم التفت إلى انذاره الآخر يوم 27 من سبتمبر 2000 ألا تقويم الأثيوبي بعد عامين ونصف من السبر هذا الانذار لنهائي لثاني ينقل من خلالي لقد فعلت ذلك كما أمرني لليه عز وجلمر أخرى ضحكة البشرية والعنيدة ومزحة على هذه الرسالة لنهائية الأفضل إن أقوالها الفرصة لنهائية ولكن كما رأينا جميعا لم يستمر لضحك أكثر من ثلاثة أشهر بدات الأعراض بالظهور أولا في الولايات المتحدة وتلاها الأوروبيون والأسيويون لقد مهد انهيار الدول الحقيقية للطريق ثم بدأت الأزمة المالية تليها الأزمة الاقتصادية أو الأنهيار الاقتصادي والبطالة ووأزم سوق الأسهم والأزمة الصناعية وما إلى ذليرك في انتزاع ما يسمى بثروة لدولة المتقدمة ولكن كل هذه الأعراض تظهر إن إلى دمار الذي لا ينقطع في طريقه ليأخذك بقوة غير مرئية جنون ألا طاقس القوى للطبيعية لصرأخبة للقضاء علاوك في نفس المسار لمحوط لذلك يجب إن تتأكد من إن كل شيء ليس في نظر لله تعالى يستمع العالم رئيسك الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية على حافة الأنهيار بصد حكمتها المادية وثروها كنت تعبدها وتمدحها وتحاسبها على أنها الهتلذاس يدفع إلهاك الولايات المتحدة لثمن لذي تستحقه وايضا ستكون سلة غبارت للجرائم والخطايا التي ارتكبتها سبحانه وتعالى سوف يدمرها بتوفان غير مرئي من النار وستدمرها قوة لطبيعة المدمرة بقوة غير مرئية سنرى كيف تعيش الولايات المتحدة الأمريكية أي مخبئ سيخفيها أو أي جيش قد يقاومها الجميع سيرها في قط كيف يمكن إن تحتوي على توفانها المؤلم والصاخد من الموت كما ورد في الرسالة لن يتم إعطاء وقت لتنفس لجميع الدول المدانة أنت الولايات المتحدة بن لشيطان على لرغم من أنك تدخل في عملية موتك فإن لسانك لن يموت أذا أخذتها قوال له القوية لساحقة ما زلت تخدع مقاومة يدل له عز وجل أنت تتحدث كثيرا بل ستذهب أيضا لتقول أنك ستتحدى له عز وجل ولكن يجب إن يكون واضحا لك إن كل جهد بذلته وكل تكتيك استخدمته لن يفعل شيئا بل سيجلب لك الكثير من الدمار الإضافي ألا ذي سيمحوك تماما من على وجه الأرض أنت أمريكا كيف يمكنك استقبال توفان النار مستهلك ذا سوف يتدفق عليك من غضب إلا له عز وجل أيها الأوروبيون أنت أيضا ماذا ستفعل كيف تستقبل الجحيم القادم عليك عندما يتم استهلاك سيدك الولايات المتحدة الأمريكية يمكن رؤية إلى دخان الذي يرتفع في جميع أنحاء العالم أولئك الذين سيبقون على قيد الحياة لن يعودوا إلى وعيهم بسهولة بعد الحفاظ على السدمة كما أنهم فجأوا بالوضع وهم لا يفعلون شيئا الشعية 47 الكلا كل ما يتم تخزينه لأن عضلاتها العسكرية ستذبل مثل الضباب صديقتها وحليفتها دول الاتحاد الأوروبي سيكون لها نفس المصير ألا نووية والبيولوجية والكيميائية والنيوترونية والقنابل والطائرات والسواريخ والسفن الحربية والأغواصات ستضمر الأقمار الصناعية المقصودة بالحرب كل طرساناتك العسكرية وعضلاتك المخزنة بالكامل دون ترك أي أثر سيتم تدمير كل قاتل اللواط الأزناء الذين يفتخرون بمعرفتهم وجميعهم بمواد خدمتهم سيتم اجتياح جميع القادة المحافظين الصناعيين الرئيس التنفيذي المليارديرات الكاثوليكا والبروتستانت القادة مع إتباعهم قادة الإسلام مع إتباعهم جميع أفراد الأمن والعسكريين الذين هم عضلات الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي الاسيوي الاتيني بعيدا عن عاصفة النار سيتم تطهير أرضنا من البرار البشرية أي كأن ما يعدونها لتدمير الآخرين ستصبح موادهم المدمرة الخاصة بهم أولئك الذين تراهم بعيون لله لرحم لرحيم سيعيشون من خلال كل عملية مدمر يجب على أولئك الذين سيبقون كفرد أو مجموعات اتخاذ القرار لتالي أي أنهم يجب أن يقبلوا أن أيمان تهدواء الأرثوذكسي من القلب ويجب أن يعلم الجميع أن المأوى الوحيد كدولة سيكون أثيوبيا لذا يجب على الجميع لامتثال لحكم إثيوبيا أثيوبيا هي الأرض الآمنة الوحيدة لجميع دول العالم للبقاء على قيد الحياة يجب أن يحكم العالم كله أثيوبيا ولم ملكة المباركة التي سيقيمها له عز وجل في إثيوبيا كما نعلم جميعا أنت الولايات المتحدة الأمريكية أنت المركز المكتب القيادي لشيطان ولكن على العكس من ذلك إثيوبيا هي مركز وجلوس عرش لليه تعالى حيث سيملكون عبيده وأبناؤه أولئك الذين يريدون ويحتاجون إلى رحمة إلى الورد يجب أن يركض للحصول على مأوى يمكنك العثور على الملاجئ في بلدك في حكناك ستوادو البرفوكسيب في أثيوبيا سيطلد من كل كنيسة أرثوذوكسية إثيوبيا في بلدك أن تحميك حتى قدرتها أبعد من هذا لن تترك أرض أمنة لن تظهر أي أرض لم تمسها عاصفة لنار القوية ألم وداخل وتوادو كنيسة إثيوبيا في بلدك يجب على رأس الكنيسة تسمح أن التأمين لدائم والملزم على حياتك هو الأنحناء وركوع إلى مملكة لنور التي ستنشأ بأمر إلا له تعالى في أثيوبيا مزمور 93 جزءا من 94 واحد واصل 11 أشعي 24 1-13 أنت هالم يبقى لك بديل آخر إذا كأن لديك خيار يمكنك الانتقال إلى الحل الخاص بك فالطريق مفتوح لجميع الخيارات تذكر أنك لست مجبرا على لركوع فقط ولكن أيضا يجب عليك أن انتو من بلكسي من الكسفو بتوادو البرثوكسي ولكن تعمد وتعلم جميع مذهبها وقوانين خدماتها بعض القيام بذلك ستصبح ابن الأثيوبيتي وهدوى الأرثوذكسي وابن الههال القدير سيكون لديك أيضا أم حقيقية لا تدعك تخرج إلى العالم الذي يكرهه لليه ويخطئه هيفيرد ذنمري بيبليو بيويد سيكون لديك أصدقاء ملتزمون وموثوقون مخلصون لإرادة لليه تعالى وكلماتهم أنهم أكثر الملائكة كرامة مثل القديس ميخايل والقديس جبرائيل والقديس رافائيل والكديس خنوال والكديذوريل والكديس رادوال والكديس طويل لجانب كله به سيتم دعمك أيضا من قبل جميع ملائكة لضوء وسوف يكون معك أيضا وسيحميك من هذا العالم الشيطاني من يجرأ على لمس شعرك الوحيك ما قلت لكم جميعا العذراء مريم والملائكة لأكثر تكري ما سوف تتوصل إليكم لكي ترواب عيون لليه لرحم لرحيم وأيضا سيقودونك على لطريق لصحيح هذه هي ألا نتيجة بعد أعقاب لنا يجب أن نكون على يقين من أنه للكسيتم أولئك الذين يرونهم إلا له عز وجلها محقا محظوظون لمواطن إثيوبي يعيش في بلد أجنبي ولم يتخلقت عن جنسيته الأثيوبية ويؤمن أيضا بدين تيهد الأرثوذكسيين أينما كأن يعيش يجب عليه أن يخدم الناجين بطريقة إثيوبي صابقة لتضفق القيادة ونظام من أرض أمك إثيوبي يجب إلى تهتم أبدا سيتم إبلاغك كما يتم إطلاعك بشكل متكرر على جميع الأشياء التي قد تحدث وقد تحدث في جميع أنحاء العالم بشكل عام الولايات المتحدة وحلفاؤها فإن الاتحاد الأوروبي وآخرين سيتم لتعامل معه بنفس المستوى الذي تحصل عليه الولايات المتحدة الأمريكية كمدا كجار للولايات المتحدة الأمريكية وجزء لا يتجزن من كل شيء على حد سواء الوقوف معا من أجل أي شيء رغب في وجهه حتى أنها لسي سوف نشارك في مصير الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك هي أيضا جنوب الولايات المتحدة مثل كندا تقوم به في احترام لوسي المكسيك تقوم به أيضا نفس الشيء يقفون على كل شيء مع الولايات المتحدة الأمريكية أنهمنا اللوات والازنى وعلماء المخادرات وأمرا الحرب القائمة على المخادرات والمجرمين المنظمين واصناعي الجنس وليس لديهم فرق مع الولايات المتحدة في كل شيء باستثناء الحكمة العسكرية فإن المكسيك ستتحمل نفس المصير الذي ستقابله الولايات المتحدة يعرف كل من المكسيك وكندا جيدا لدى الجميع حيث أنهما مستقلتان أسميا ولكنهما من الناحية العملية والمعنى الحقيقي هما 53 ود و 54 من أمريكا ميزيمور 91 جزءا من 92 سبعة واصلة ثمانيات عاموس تسعة ستة واصلة سبعة أنت الولايات المتحدة الأمريكية بابل صناعة الأفلام الخاصة بك التي تنتج الكثير من الأفلام المرعبة والتي تعلم وتشجع سدوم ولزنى وصناعة الجنس والحرب العرقية والفوضى والبلطجة المسلحة وما إلى ذلك كل هذه هي لا شياطين إلا شيطان لذلك ستسقط عليك كل سليبياتها سيتم تحجيمها وقياسها وسيعاق مثل ما يسور الفيلم كل ما أعددته للوقاية من الخطر القادم لن يحميك أبدا بل ستجمع مات زرعه مع كل ذنوبهم تشارك روسيا والسين والهند واليابان وغيرها أيضا العقوبة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لأفعال خطاياهم التي تم قياسها وقياسها سيتم محو خدمة الاستخبارات الخاصة بك والعمل الأصافي لجميع الاتصالات وجميع الأسلحة ألا نووية وجميع طرسانات ألا دمار لشامل خارج الكوكب معكم جميعا ألا ذين هم العمود الفقري لنظام كما نرى ونشهد جميعا فإن مستودع العالم كله مليء بالطرسانات العسكرية وليس لطعام أو لدواء لقد تعلمت كل شيء من رؤيسك الشيطان لقد جعل الشيطان الذي تثق به كل ما تريده وتعتمد على شيطنته لذلك عندما يأتي لدافع من اللي صحيح إنه يجب عليك مشاركته بالتساوي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي سياتو الأناتو الاتحاد الإفريقي اتحاد اللاتيني وجميع المنظمات العالمية المعروفة كلهم قبل لدولة الشيطانية الولايات المتحدة الأمريكية الحكم على وعلى ذلك تعدها الولايات المتحدة كربك الجميع يسمع ويحترم أوامر الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من الإنسياع يا إلهيون أنت تطيع خادم ديمون الولايات المتحدة الأمريكية يا هذي هي الحقيقة التي نشهدها أكل يوم فقط للفعل الروتيني الرسميك للكاثوليك جميع البروتستانت المسلمين البوذيلين جميع اتباع الهندوسية وجميع الأتباع الدينيين الآخرين يقولون شفها أنهم يعبدون الإله القدير ولكن هذا ليس صحيحا أنهم يطيعون ويركعون للولايات المتحدة لأبن لشيطان الموثوق به والاتحاد الأوروبي وبقية الدول القوية بشكل عام تم قياس جرائمك القديمة وقياسها والحكم عليها من قبل لله القدير في 7 من مارس 1998 لتقوين الأثيوبي تم اتخاذ القرار الأولى وتم إعطاؤه لت لكنك لم تشعر بها أبدا ولم تعطها قيمة ومرأة أخرى في 27 من ستمبر 2000 ألا تقويم الأثيوبي تم إصدار الحكم الأخير وثاني لك ولكنك لا تزال صامتا وتضغط على فمك أخيرا جاء أمرني لتنفيذ النهائي وقرار الإجراء هنا ولذي لن يتم تفاديه على الإطلاق ما لم يتم تنفيذه وفقا للإرسالتين الحكم والقرار دعي لشيطان الذي تثق به يخلصك وأيضا المخبئ الذي بنته والجيش الذي نظمته وسطو الذي تبنيه والاقتصاد الذي دبرته من أجله والحكمة التي تفتخر بها دع كل ذليك ينقذك ويحميك من الجحيم القادم عندما ترى جميع الرسائل لثلاث في واحدة إن متأكد من ذليك أنك لن تعطيها أبدا قيمة مكافئة لفلس على وعلى ذليك سوف تكون مليئة بالضحك أكثر من هذا أيا كان أقول لك لا أحد يتوقع استجابة إيجابية من إطلانك ما بناء شيطان وأمام شيطانية حتى أنك تحص بنيك رجل نفسي من أجلك نعم ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى إن خادم بسيط ومتحدث برسائله بشكل عام بغضل نظر عما تقوله وتفكر به أو تعتقده فإنه لا يغير شيئا كل ما تراه في الرسائل سيتم القيام به وفقا لكل نقطة تقرؤها في هذه الرسائل لا ذلك تأكد في فترة زمنية قصيرة سترى كل شيء كيوبة، نيكريدوة، دوتيميلة، إلسالفيدر، كيستيريكة، هندواراس، جامايكا، بانما، وهايتي، وبعهاما كل هذه الولايات جزر تقع بين القارتين الأمريكيين شمال وجنوب أمريكا داخل هذه الجزر، الكاثوليوك، البروتستانت، المسلمون، الشيوعيون إلخ همى الأديان السادة باستثناء لرستفاريين يعبدون ملكنا لسابق الأمبراط ورهايليس لا سيتهيم على كل هذه الدول خطايا ولزنة، ولواط، والجرائم المتعلقة بالمخدرات وجميع هذه المناطق تغرق بالكامل في بحر الخطايا فإن عيون لليه تعالى تحجبهم بعمق واستنادى إلى جرائمهم وخطاياهم فإنهم سيقترون من عاصفة إلى نار الجزر الصغيرة الأخرى التي تقترب من المذكورة في سبعة واصلة إثنان جزر فيراجن، أنغوية، أنتيغو بارون، باربادو، سانتيكياتاسنيفيسن، جودلوب، مارتينيق، بربادوس، سانت بربادوس، سانتيفينتيس، غرينادن، غرينادن، تورنداد وتوباغو لا تزال كل هذه الجزر تحت الحكم البريطان بقياه هذه الجزر لا تزال تحت حكم الولايات المتحدة وفرنساهم أيضا سوف يتم فحصهم وسيتم قياسهم كما سيواجه أسيادهم سبعة واصلة أربعة فنو وزوالا كولومبيا، سومترا، الفرنسية جوينا، أتوادور، بيرو، البرازيل، باراغواءيو، بوليخيا، توشيلي، الأرجال وأوروغواءي، تقع هذه الولايات داخل قارة أمريكا اللاتينيا يهيمن على هذه الدولة في الغالب دين مثل الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين والملحدين وأيضا الجرائم المتعلقة بالمخدرات نشطة في هذه القارة، الأزنى، الألواط، صناعة الجنس، والجرائم المنظمة المتعلقة بالمخدرات وهي خطايا عميقة الجذور لا ذلك بسبب كل هذه الجرائم غير المرئية، يتم فحص هذه القارة وقياسها بعمق من قبل ألالها القادر، بناء على النتيجة التي تم إصدارها بالفعل لذلك سوف يتم تقطيرها بعواصف نار غير مرئية، وسوف يعاقبون بيدعقاب مستمرة من لله عز وجل، ذا يجب على جميع دول هذه القارة أن تعد نفسها، للا لحكم النهائل من رأاه عين لله لرحم لرحيم، يجب أن يخضع لحكم لله المبارك المملكة الأثيوبية، وكنيسة تيهدواء الأثيوبية الأرثوذكسية، وذا لم يطيع ويخضع لحكم المملكة الأثيوبية، وكنيسة تيهدواء الأرثوذكسية، فلن تكون لنتيجة توقفا عن القضاء الكامل على وجه الأرض والطريقة الوحيدة للأمان هي لركوع لإرادة لله عز وجل، سوريا وإيران، تخضع هذه الدول بشكل كامل لإحكام لشريعة الأسلامية، كما أنهم معروفون بإراق دماؤهم، ولا سيما أبناء لله تعالى ليون، كما نشاهده جميعا، فإن هذه الأمم أعداء متوسون حكك ألميتي ددئم إن الواضح مثل الكريستال إن إن هذه الحالات تخضع بالكامل لحكم الظلام وهي دول شيطانية بالكامل، فما هو مصير هذه الدول في نظر لله تم العثور عليهم، مثل أعمق المجرمين، لذلك سيتم مسحهم بالكامل، أولئك الذين سيبقون على قيد الحياة من اللدمار سيكونون قليلين وغير مهمين في عددهما لا أجمالي، وسوفي النظر ليهم على أنهم من حسن الحظم سير هذه، الدول يجب إن يلقى في فرن الغليان ولن تترك لهم أعراض لهذه الدول الوقحة، وكل أجهزتها العسكرية، واقتصاداتها، ومساجدها، ورموها الأخرى، سيتم القضاء عليها جميعا من على وجه الأرض، سيصبحون لطاريخ المملكة العربية السعودية، كوية، الإمارات، دبي، قطر، عمان، البحرين، كل هذه الدول التي يهيمن عليها لسنة تحكمها لشريعة الإسلامية بالكامل كما يخبرنا لطاريخ نشاء الإسلام من هذه المنطقة بالذات بواسطة للنبي محمد، في كل عام يذهب ثلاثة واصل خمسة ملايين متابع من المسلمين إلى هذا المكان ليصبحوا مباركين، ولكن بمعنى الكلمة إن يتم شيطنتهم من قبلها لشيطان وركوع لهذه الدول غنية تنبال مفتوان شال شيطان أحد مراكز قيادته في وسط هذه الدول، وهو ما يسمى مكا في هذه الدول لا يوجد مكان للعبادة المسيحية لهذه الدول معروفة أيضا بممارساتها فيالة وأطوأ لزنة وصناعة الجنس السريا ماذا سيكون مصير هذه الدول كمات بميرها الكامل تلوح في الأفق، وهذه القادمة لدمار، لا يمكن تصورها شديدة بحيث يمكن أن الأفضل أن نقول ونسأل، وهناك يكون ألا ناجي، أو من هذه الدول، هل سيكون هناك أي شخص يخلصه هم مصيرهم أنهم سيصبحون القاريخ من الواضح أيضا إنه سيظل هناك عدد قليل جدا، لذا فإن هؤلاء الناجين القلائل سيعيشون حياة أكثر فقرا على وجه الأرض إسرائيل، تشكلت هذه الدولة كأمة بمشيئة لله تعالى وعبه لا إلى ناس هم أمة مباركة من لله، على لرغم من أنهم طردوا، هم أبن أبراهيم، وهم من نسل موسى ويعقوب واسحاق ومن هذه الدول كأن لدينا أكثر الأنبياء المحبوبين، مثل آي إس إي آي إي إيج، وأرميا، زيكي الإلخ، لقد كانوا ولدوا لرسل المحبوبين لقد جاء يسوع، منهم أيضا، على لرغم من أنهم قتلوا، إلى أن انعقابهم وارحمتهم محفوظة في أي دلاله القدير بعد فترة سيعرفون ويبركون من شمق والفا، نظرنا الأسلوبهم المتميز وموفهم، سيكون القليل جدا محفوظا لرحمة أشعية ثلاثة وثلاثين تسعة واصلة إثنى عشر أن يدل له القادرة على العقاب لن تفوتهم أبدا، ولكن هذا سيكون ألا نتيجة إن أسرائيل ستكون الأخ الأصغر لا أثيوبيا، ولديهم هذا الأمتياز سيديرون أنفسهم وعموا ما سوف يكون الإرشاد لروحي من إثيوبيا، لبنان والعراق والأردن، هذه الدول معروفة بأزماتها لاجتماعية لداخلية المررامجة معاتهم منقسمة ودولة مستعبدة بشكل مصطنع لبنان، هذه الدولة تضم بشكل أساسي ألا شيعة والسنة ولا فلسطين والمسيحين الموارنالفا، فإن هذه الدولة هي مزيج من الكيانات الوطنية المذكورة أعلى هذه الدولة هشة مثل القينلان، مع صراع بسيط قد تنهر وحدتهم، كل هذه القوميات المقسمة عرقيا مسالحة فوق الحكومة الرمزية بلضافة إلى ذلك، فأنالل وأطوأ لزن والعديد من الجرائم المتعددة الأوجه متجاذرة بعمق لذلك سيتم تمشيتهم مع تدفق لا ينتهي من إلا نار، حتى يتم استهلاكهم بالكامل العراق، كما نعلم جميعا، فإن هذه الدولة في حالة من الاضطراب الحادة، والجماعة الشيعية، في جانب وسنة في الجانب الآخر، وكذلك المجموعة الكردستانية التجاه هاتين المجموعتين، وما وراء ذلك هناك أيضا الأمريكيين المناصرين، لذلك ألاله من هذه الشروط يجعل هذه الدولة كما لا تفكك حالة الفوضى، أنهم مغمورون تماما بخطايا عميقة ودماء الأبرياء، لذا فإن تدميرهم لا يقاس ولا يبقى أحد على حاله، سيتم محوهم ثمانية واصلة سبعة تركيا، تقع هذه لدولة غرب أسيا وهي نفسها في أسيا غالبية لناس ميسلمون أنا دارتها، علمانية في نظامها في هذا البلد لزنأوال وأطوال عديد من الجرائم الغربية متجاذر بع مقهضه، ألا دولة هي أيضا عضو في الناتو ما هو مصير هذه الدولة، ذلك تدمير الوطني لا يختلف عن أوروبا والولايات المتحدة حتى يمد يدهم للمملكة الأثيوبية المباركة، لن يتوقف تدميرهم أبدا أوروبا، تدم هذه القارة، دول العالم المعروفة في الغالب، مثل المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، إيطاليا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، اليونان، تركيا، إلخ وبالإضافة إلى الأعضاء الراحلين في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا، وتشيكيا، ورومانيا، وبلغاريا، وهنغاريا، وكروأتيا، ولوتينيا، ولاتفيا، واستونيا، وغيرها هذه القارة، معروفة جيدا بمنظمتها المتشابكة بشدة التي تسمى الاتحاد الأوروبي والعضلات العسكرية الموحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية المسمى تلناتو وثاني أكبر اقتصاد بجانب الولايات المتحدة هو لاقتصاد الأوروبي في جميع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وأيطاليا وهولندا وبلجيكا ومعظم ومعروفة الأديان مثل الكاثوليكية والسورة، ولبرويتستانت، ولانجيلين، والإسلام والبعض الآخر في وضع جيد كل هذه الأديان ما أعداء الأثيوبيين الأوروذوكس في تيواد ظهرة من هذه القارة هم أعداء الحقيقة الأكثر شهرة لقد قتلوا، وشووا، واحتجزوا، وطاردوا، وعاذبوا، الكثير من أبناء له تعالى ولرسل قبسح قوة، ودمر وأأل دين الحقيقية هدواء الأرثوذوكسيين، وجعلوا أنفسهم كمسيحيين حقيقيين، جعلوا أنفسهم فوق كل شيء، لقد باركوا سادة لأستعمار في بلدهم بعض الحصول على موافقتهم، قام المستعمرون في بلادهم بغزو وسحق الأمم الملونة في إفريقيا وأمريكا لاتينية، حيث أصبحنا جميعا شاهدين على الحياة، اليوم أصبح أثر عملهم الاستعماري القاسي مرئيا بالحقائق الحية جميع السلالات، الكاثوليك والأنجليكان والبروتستانت، الذين لديهم العديد من الأتباع في إفريقيا وأمريكا لاتينية، معروفون جيدا بعملهم الإبادة الجماعية وحقنهم بقوة حكمهم الشيطاني متعدد الأوجه، في كل دولة ضعيفة هؤلاء ما يسمى سادة الاستعمار، مع حكمهم الوحشي الذي طالأ مدهم دمروا وسحقوا وقتلوا وعذبوا كل نوع بشري باستثناء أعراقهم البيضاء، يتم حساب بقية كل نوع بشري كحيوان تمنشاؤه لاستخدامهم بسهولة اليومة كما نعلم جميعا، من خلال إخفاء طبيعتها الحقيقية، ما زالوا يخدعون العالم من خلال الوعظ بالديمقراطية، ومن خلال رشوة وتثبيت الحكام لضعفاء، ما زالوا مجرمين ملتزمين وتاريخيين وشيطانين أن اقتصادهم مبني من عرق ودماء الفقراء الأفارقة والاتينيين، الذين يعرفهم أسيادهم الاستعماريون بالعبيد اليوم، أوروبا من دعاة الديمقراطية، ولكن كما يخبرنا لطاريخ أنهم مصاصون لضمك ما إن أوروبا معروفة، جيدا بقتلها وتعاذبها لرجال لليه عز وجل تقريبا كلا ألا رسل قتلوا وشنقوا في أوروبا لذا من الأفضل إن نقول ونطلق على أوروبا مصاصل دماء لذا من الأفضل إن نقول إن أوروبا ذا أب، يجب إن يحاكمه لليه تعالى تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تعد أوروبا المركز الثاني لقيادة الشيطان كما تم الحكم عليها، وتم عرضها مثل الولايات المتحدة الأمريكية ماذا سيكون مصيرهم سوف تجتاحهم جميع القوة على الطبيعية تماما، وستصنع الأسلحة غير البنيوية التي صنعوها، لتدمير البشر الآخرين، قوتهم لذاتية التدمير لن يبقى أحد على قيد الحياة، حتى لو كأن عدد قليل من الناس موجودا ويمكن إن يكون موجودا، فستصبح حياتهم الأكثر بأساب عد انتهاء الحصيلة، لم نرسوا قرية أقل، سيتم تحويل جميع طرساناتهم العسكرية المتراكمة إلى آلاتهم المدمرة، الخاصة بهم الحيوانات البرية فقط ستعيش وتتكأثر على أربها من أجل البقاء والعيش سوف يستجدون كل شيء أنثراء اليوم سيختفي تماما إلى الأبد، من كل ذل دمار، سيحسب أولئك الذين نجوا على أنهم ثراء للهروب من المحرقة القادمة، هناك مخرج واحد فقط حيث يجب على الجميع إن يركعوا ويخضعوا لحكم المملكة لا في وبيت المبارك أعلمانهم لن يفعلوا هذا القبول واقبلوه، حتى يتم تدميرهم بالكامل، عندما أعني إنه يجب عليك لركوع، فهذا يعني أنك يجب إن لا تعطي نفسك لفظية، ولكن يجب إن يكون من القلب، مما يعني قبول لدين الحقيقي، لم تفعل هذه الفرصة فقط، فلا مزيد من الوقت ولا مزيد من الرحمة، لن تنجو أبدا، سوف تختفي تماما ستغثر عليك جميع سلبيا تنال الطبيعة، وسيتم لتخلص من جميع المواد المضادة للبشر التي صنعتها بنفسك، وستأخذ كالا الأبد، المملكة المتحدة بريطانيا العظمى مزامير، ثلاثة عشر جزءا من أربعة عشر اثنان واصلة ثمانية كما يدل اسمها، فهي أعظم أمة في الماضي، بعد انقضاء العصر الروماني، نشأت الحضارة الحديثة من المملكة المتحدة، مدعومة بثروتها المسروقة، فقد تراكمت عن طريق الخطف من مستعمراتها، أصبحت غنية جدانفرا لأتساع أمبراطوريتها، لا من جميع العالم وقالوا عنها، ألا شمس لن تغرب أبدا على أمبراطورية المملكة المتحدة، المملكة المتحدة هي واحدة من القوى العظمى الخمس، وهي أيضا شخصية رئيسية وعضو في الاتحاد الأوروبي، الأديان لسائدة على أرض المملكة المتحدة هي، الأنجليكان والكاثوليك والبروتستانت والاسلامت لهذه، الأديان منتشرة على نطاق واسع لا تزال هذه لدولة تعمل كمستعمر، كما نرى، تتدخل، في لشؤون لداخلية في زيينبابوي مازالوا يعتقدون أنهم مستعمرون كما أنهم يسيرون جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكل عمل، في كل مسألة، مهما كأن الخطر الذي قد يواجهونه أو يتكبدونه معا المملكة المتحدة هي واحدة من المركز الرئيسي للملحدين والفلاسفة، مثل تشارلز داروين، حيث أقامت المملكة المتحدة التي مثال لتكريمه وهي أيضا إحدى الدول التي تفتخر بنجاحها المادي وتطورها العلمي المملكة المتحدة هي أيضا واحدة من المركز الرئيسي للمركز المالي، وكذلك حارس البوابة للولايات المتحدة الأمريكية واهتمامها في جميع أنحاء العالم الممهضة ألا دولة متجاذرة بعمق في أعمال ألل وأطوأ لزنى وصناعة الجنس ماذا سيكون مصيرها؟ فيك الشيء لا تختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، في كل شيء يقفون مع الذفاء مصيرهم هو نفسه أن لا ثروة وذهب وثروة التي تراكمت لديها ستختفي تماما سيتم تدمير جميع أجهزتها العسكرية بالكامل، مع جميع جنوبها تلطرسانات لدمار لشامل التي جمعتها ستدمر نفسها سيتم القضاء على جميع الأشياء التي كانت لديها، باستثناء تلك المفيدة للاستخدام البشري السلي أو لئك الذين قد يبقون من كل هذا لدمار يجب أن يخضعوا، وأن يسلموا أيديهم لقاعدة بارك لله العظيم مملكة أثيوبيا، ذا هو لشيء الوحيد الذي يجب عليك القيام به، إذا كنت ترغب في العيش على قيد الحياء أنت المملكة المتحدة، تذكر أنك لشخص الذي سيتوسل من أجله رحمة من مملكة إثيوبيا المباركة كعضاء في الاتحاد الأوروبي، تشتهر المملكة المتحدة بإدفاء لشرعية على للواط، ونسوية، ولزنة، وصناعة الجمس لا ذلك يجب عليك دفع الثمكما أنك سرقت جميع الآثار الأثيوبية مثل ما فعلت الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أثيوبيا سوف تعيدها بعد دفع لسعر الأعلى فرنسا، فرنسا، عضو دائم آخر في الاتحاد الأوروبي هو أحد أساتذة لأستعمار، بجوار المملكة المتحدة، في كل الجرائم والخطايا لأستعمارية والاستعمارية الجديدة ضد جميع أنواع البشر فرنسا ليست أقل من المملكة المتحدة، وهي أمي، ألواط، ولزنة، وصناعة الجنس وما إلى ذلك مع امتلاكها لآلات عسكرية وسعة وهي أيضاً واحدة من القوى العظمة وهي تتعامل مع مخزونها من الأسلحة لنووية ونيوترونية والبيولوجية والكيميائية والأسلحة وأيضاً لديها سواريخ وطائرات وصفاً حربية وغواصات وأسلحة أخرى متقدمة سيطر على هذه الأمة ديانات مخط الفابشك الرئيسي من قبل الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين والعديد من الأديان الأخرى لصغيرة العدد ولا حجم كان ميناء جيبوتي البحري الخاص بنا مستعمراً لمدة تسعة وتسعين عاماً بعد انقضاء كل هذه الأسنوات حولوه إلى الاستعمار الجديد من خلال منحهم الاستقلال الأسمي كما أسسوا قاعدة عسكرية وخلفهم المستعمرة الجديدة في القرن الحادي والعشرين من الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت حصتها من القاعدة العسكرية في زمن الاستعمار كانت إيطاليا والبريطانيان أحد أعدائنا لذين خطف ريتاريالان ولا صومالين لذا فإن كل ما يسمى بغلدول الغربية قد ارتكبت ولإتزال ترتكب جريمة متعددة الأوجه بدبل بمصر لمصر حتها على العربي ولباقي ودول الغربية لمصلحتها العامة على بلدي لا تزال ملتزمة بنفس ألة اكتيكات وقت لا استعمار لقد جعلوا بلدي دولة غير ساح ليلفى في كل هذه الجرائم سيدفعون لثمن الذي يستحقون دفعه سيتم لتعامل مع فرنساك دولة مع عواصف لنيران غير المرئيال يتوقف لتدمير المستهلك أبدا حتى تنجرف تماما كل لطرسانات العسكرية والمواد المصنفة من الأسلحة سيتم إزالتها أيضا سيتم الحكم عليك في دولة إثيوبيا المباركة بسبب عملك الإجرامي الذي لا ينتهي بالامس إيطاليا اليوم أنت تباشير بلدي أنت أيضا تباشير حتى تتلاشأ وتختفي من على وجه الارب لم يبقى لك شيء سوف تبقى بقاياك ويجب أن تصل أيضا ويجب أن تطيع وترضي المملكة المباركة لبلدي إثيوبيا ميخا 2-1-13 واصلة واحدة آسيا هذه القارة واسعة وواسعة مقارنة مع القارة وتحمل بشكل رئيسي روسيا والسين والهند واليابان وغيرها دعونا نبدأ من الدول القارية الرئيسية لرقم عشرة واصلة إثنان روسيا هذا البلد له تاريخ طويل من سعود وهبوط تمتلك مساحة شاسعة من البحر والكتلة الأرضية على لنحو المناسب تمتلك روسيا الكواكب آلات عسكرية قوية وضخمة في المرتبة الثانية بعد الولايات المحددة من اسكانها ما يقدر بنحو مئة مليون شخص من اتباع والمأمنين من الكنائس الأرثوذوكسية الشرقية يجب أن يكون واضحا أن هذه العقيدة ليست في تشابه كامل إن في إلتوادو أرثوذوكس فهي تميل نحو الكاثوليك من خلال أعمالها المتقاربة الأتباع الأرثوذوكس الآخرون الذين انضموا الآن إلى الاتحاد الأوروبي هم من بين الأتباع لكنهم اليوم جعلوا أنفسهم خادما وموضوعا للكاثوليك روسيا هي واحدة من القوى العظمى الخمس أنها قد تقود قوة عسكرية ضخمة إلى الولايات المتحدة لكنها من الناحية الاقتصادية أصبحت ضعيفة بسبب انفصال العديد من دولها الغرب يعليل رغم من إنه أصبح جدا وهي الآن تحاول وجعل عيود تلتقي دموانها الآن في موقف سياسي في وضع جيد مع وجود في هذا البلد لأيضا إعدادها إلى منال شيوعين راسخك ما نرى في الولايات المتحدة الأمريكية نفس لشيء صحيح في روسيا الحنكد سودي ميتيز ألزنا الجريمة المنظمة وسطوى والمواقف الشوفينية وكذلك جميع أنواع الخطايا هي طريقة حية هل لإهمالها إلى لتحذير وقرارات وله سبحانه وتعالى أنها في طريقها ألا دفع هذا لثمن والتي كانت تستحق الفعسيل من الفيضانات من العديد من أنواعنا العواصف لنارية التي ستبيد كل ما لديها من أسلحة نووية نيوترونية بيولوجية كيميائية دبابات طائرات حربية سفن حربية سواريخ مهاجمات الأقمار الصناعية وكل أجهزتها العسكرية التي تراكمت لديها لم تسمع روسيا أبدا بنصيحة غلله تعالى وتحاذيره وبدلا من ذلك فانها تتبع رغبتها الخاصة بصد شدة العقوبة فإن تباع الأرثوذكسي لشرقيلين بعد تكبدهم للعقوبة سوف يتعلمون أخطاؤهم وأخطاؤهم التي يرتكبونها ويعودون إلى الإيمان المتفان الأرثوذكسي بعد الإسرار على العمل الكارثي المدمر وعقابله تعالى يجب على الأمة وقادتها والجنود بشكل عام إن يطيعوا ويقابلوا ويركعون إلى حكم مملكة إثيوبي المباركة في كل الحياة الروحية والعالمية رمي رابعة وست وعشرين دقيقة صباحا واحد وثلاثين حزقيال اثنان وعشرين واحد خمسة أذا استمرت في الإنكار فأن مصيرها سيكون مثل بابل الولايات المتحدة الأمريكية تتلك الدول المنفصلة مثل بولندا وأوكرانيا وشيك وكرواتيا والبوسنة والمجر وبلغاريا ورومانيا ودولة أخرى انفصلت عن روسيا كدول مستقلة وانضمت الآن إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك الجناح المسلح للاتحاد الأوروبي أي حلف شمال الأطلسي لذلك فعلوا ما أظهر لهم لشيطان إن يفعلوه بناء على اختيارهم سيتم قياسهم وتوسيع نطاقهم حيث سيتم قياس دول الاتحاد الأوروبي وقياسها جميع الدول التي اختارت الاتحاد الأوروبي تعني أيضا أنها اختارت الكاثوليك والبروتستانت والأقليات والازنا كرئيتهم للغطاء لنابضة بالحياة في المستقبل كما ذكرت عن الاتحاد الأوروبي فإن دول أوروبا ألا شرقية هذه وثقت بمعرفتها وثروها وتقدمها لتكنولوجي وهي تؤمن بها وهذا يعني إن المعرفة ونجاح المادي وثروة هي لها والنفس ألا شيء صحيح بالنسبة لدول أوروبا لشرقية ألا ذي سلمت نفسها للااتحاد الأوروبي لذلك سيكون قبرهم مع الاتحاد الأوروبي وسوف يجتاحهم عاصفة لنار مع إخوانهم المختارين لاتحاد الأوروبي لا الهروب من كل هذه المصائب هناك مخرج واحد فقط وهو إنه يجب إن تعطي نفسك للمملكة المباركة القادمة من أثيوبي يمكنك القيام بذلك كأمة، كحكومة، كمنظمة، حتى كفرد كدولة الملاذ الآمن الوحيد هو أثيوبيا كملجا إذا كانت هناك كنيسة تهدو الأرثوذكسية في بلدك فيمكن إن تكون كمأوام أقط عشرة واصلة ثلاثة طاجيكستان، قيرغيزستان، أوزبيكستان، توريكمانستان، جورجيا، كزاخستان وروي البيضاء تقع هذه الدول فيوط أسيا واصبح ومستقلين بعد انفصالهم عن رويس يهذه الأمم لديها أيضا أنواع مختلفة من الابيان مثل الإسلام والكاثوليوك، والبروتستانتن، والبوذيين، والأرثوذكسي الشرقيين فإن هذه الدول تستهلك الكثير من الغازات الطبيعية داخل هذه الدول يكون من الدرام اليومية دائما رؤية النفس لزنى ولواط والجرائم المنظمة وجميع أنواع الخطايا لذلك بناء على جرائمهم وخطاياهما سوف يعذابون بالنار وسوف يتم تقطيرهم بها وبشكل عام فإنما فعلوهما يفعلونه سيطبعهم عشرة واصلة أربعة أرمينيا هذه الأمة لصغيرة دولة مستقلة وإيمانها لرئيسية هو الأرثوذكسي تهدو على لرغم من أنها هي نفسها لإيماننا في مجتمعهم تسود الجرائم والغفران الغربية نفسها لذلك بسبب هذه الأعمال لشريرة سوف تمرن أيضا من خلال نار مقطرة عشرة واصلة خمسة أفغانستان وبأكستان ومنغولية أفغانستان أفغانستان هذه لدولة معروفة بإسلاميتها لساسيا أن الدول الأفغانية عاقدة العزم على الإسلام كما ويدعو العالم لهم ويعتقد فهي تربية الإرهاب لذلك لا بد من سحق القوة العسكرية ولكن بالنسبة لي حتى أنهم مخطؤون في جميع الأفعال والمواقف من الواضح أيضا أنهم يقاتلون من أجل حقهم في الوجود وأيضا من أجل استقلالها واليوم كما نشهد فإن حلف شمال الأطلنطي والولايات المتحدة وبأكستان متحالفان كمحور غربي يحارب هؤلاء الأشخاص ذوي العزم على أراضهم ولكن كما نراها بوضوح يقاومونهم ويقاومون أيضا ولكن من حيث الجرائم لشاملت بأرادة غلله هما لذين يجب معاقبتهم بسبه سوفت اجتاحهم إلى نار وليس فقط أولئك الذين يقاتلونهم سيختفون معهم أيضا بكزن سيحكم هذه لدولة عن طريق البحر من إلى نار لأنهم أيضا لديهم أسلحة نووية الأمر الذي يجعل منهم إن يعاقب مع قدر يساوي لأولئك الذين تمتلك أسلحة نووية لذا سيتم سحقهم حتى لا يتمكن مناء الوقوف كأمة أو دولة أو جماعة مو صفر انجي او الاي اي هذه لدولة المستقلة بين القوتين العظمين رويسيا ولصينهم أيضا سيحاكمون بحسب الخطايا التي يرتكبونها ويمارسونها لذا فإن نار الحقيقة ستقطرهم عشرت واصل ستة دلسين هذه الأمة كبيرة في عدد سكانها وعسكريين واقتصاديين أنهم إطودون بوبيليس مسكن العالم وهي أيضا واحدة من خمس قوى خارقة وتدير آلات عسكرية ضخمة وفي القطاع الاقتصادي تتطور أيضا بسرعة وتسعى لتأثير على اقتصاد العديد من الدولية من سكان اللصين وهم إلى حد كبير البوذية والكونف والشيوسية والطاوية وشينتو إلخ كما تؤمن بالعديد من الحيوانات البرية وشعارها تنين من هذه الأمم من الممل أن تجد رجلا حقيقيا لليهت على أرميا خمسة وعشرين خمسة عشر واصل ثمانية وثلاثين أن ألصين بعدد سكانها الهائلة غنية بل الشيطان كما أنهم يعتمدون ويثقون في معرفتهم وثروتهم وعدد سكانهم في مواجهة لليهتعالى تم تحجيم اللصين وقياسها وفحصها بعمق لذلك لا يوجد شيء ذو قيمة قد يجعلهم يرون بأعين رحمة لليه سبحانه وتعالى لذلك يجب على السينيين أن يعرفوك وأن أفعالك مكروه فماذا سيكون مصيره ذهلام منه لصينيين لناس لا شيء سيبقاك ما ما سيبت عدون عن وجه الارب سيكون من الصعب العثور على الشخص المتبقي والمجتمع لات الحرب التي تراكمت لديها وكل ما لديها من قوات عسكرية قد بنتها مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وارويا ستدمرها عاصفة من النار ما سيتم القضاء على جميع رجالها المسالحين من القيادة إلى لرجال الخدمة جميع القوى العظمى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وارويا والسين والقوى العظمى المتزايدة أيضا كلهم سيصبحون لطاريخ مثل المايا والانكة تدميرهم سيكون سريعا وبطيئا ثبات الأعمال هو كسر اعتمادهم على معرفتهم وثروتهم وقوتهم العسكرية وإهمالهم لكلمة لليه عز وجلويه ضف بطاء الأجراء تالى إطالة أمد معاناتهم ومعاناتهم أن تعني دونجدال يبقى أي شيء سحقا وتدميرا تماما أحد عشر واصل واحدة بوريما تايلان كمبوديا فيتنان لاويس كوريا لشمالية كوريا الجنوبية والنيبال هذ هالدول لديها تقريبا نفس لنفسي مأكياج والأيمان نفسه مثل البوذية والطاوية ولشنة يالديهم نفسي لثقافات باستثناء كوريا لشمالية مني تبع على الشيوعية يوجب أيضا عدد قليل من الكاثوليكا والبروتستانت والمسلمين في كوريا الجنوبية لكن دقية لسكان يتبعون لسلالة لصينية الكونف وشيوسية التي تدرس البوذية والطاوية وشينتوكا دينهم الرئيسية بالأمس وضعت تايلاند وكمبوديا على شفى الحرب ولا يزال الوضع قام ما سبها أنهب ذا المعبد منذ فترة طويلة الذي أوصلهم لا صدام نتذى المعبد الموجود بين حدود لدولتين جعلهما يصطدمان مثل ذا الصراع الشيطاني لا يتوقف ولا يمكن حله قريبا وقفت ذه الأمم ضد إرادة إلا له تعالى ووامره يعبدون الأصنام رسميا ويوقدون يوميا ألا له عز وجل غضب حتى تجتاحه مع صفة النار قد يعيش عدد قليل جدا أمن الأشخاص أحد عشر واصل إثنان ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتؤيوان وسنغافورة هذه الدولة هي تقع في وسط المحيط الهنبي غالبية لا سكانها ما من اتباع الديانة الاسلامية كما أنها تضم العديد من الجزر الصغيرة يعتقد أيضا أنه ذهل دولة هي أحدى حصون الإسلاميين الأساسيين وإلى جانب المسلمين يمارس عبدة الأيدو العقيدتهم العمياء أيضا بلضافة إلى ذلك كثيرا ما يمارسه ذلزنة ولواط وصناعة الجنس صناعة الجنس هي ممارسة حية مثل أوروبا والولايات المتحدة لذلك تتم هذه الخطايا والجرائم بشكل روتيني سيتم القضاء على هذه الدول من خلال بحرى النار أو لئك الذين تمكنوا من الخرار سيكونون قليلا جدا في إعدادهم وهم محظوظون الهند وسيرلانكا الهند دولة آسيوية لديها ثاني أكبر عدد من سكان كوكبنا يبلغ عدد سكانها واحد نقطة واحد مليار نسمك ما يتطور اقتصادها مثل الصين أنهم يكافحون أيضا مع هذه الدولة من أجل تأثير السوق يقدر ألا ديانة الهندوسية بنحو ثمانية مئة مليون متابعين وكذلك مئتين مليون مثلا مويت بعضقية لسكان أنواعا مختلفة من اللاديان يعتقد أن هذا البلد ملطخة بدماء العديد من الريس الهضه الأمة مغمورة بعمق بالزنى ولواط وصناعة الجنس وعبادة لاوثان أشعي أربعة عشر الكلة تمتلك الهند آلة عسكرية مسلحة نوويا كما أنها تكدس العديد من أنواع لطرسانات حيث تسعى جاهدة لدفاع عن أي عدو محتمل ومهاجمته ما هو مصيرها سوفي يجرف كل عابدي الأوثان بأصنامهم ستخط في كل قوتها العسكرية الموثوقة مع جميع جنودها ما لم تطيع هي ودول أخرى في العالم وتقبل حكم إثيوبي المباركة دون تردد في قبول لنظام الوارد أذا لم يفعل ذلك فسوف يعانون بشدة مع وجود عدد قليل من المتابعين الأرثوذوكس في الهند إذا تم العثور على كلمة إلا له سبحانه وتعالى فسيهربون من الجحيم القادم وصدم ما بعدها سر إلى النكا البلد الملتخ بالدم يواجه المصير نفسه الذي تتكبده الهند اليابان تشتهر هذه الدولة بمنتجاتها لصناعية المتقدمة تقنيا مثل الإلكترونيات وسيارات والآلات والأدوات المتطورة للغاية وما إلى ذلك أشعي تسعة وخمسين ثلاثة واصلة تسعة تقع إلى شرق آسيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية وهي أيضا جزيرة التي تحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد بجانب الولايات المتحدة اليابان ليس لديها إيمان محدد مثل سيدها الولايات المتحدة هنا في اليابان تسود جميع أنواع لاديان بل أضاف إلى جميع الأديان الملونة فهي مغمورة بعمق في اللواط والازنة وصناعة الجنس وجميع أنواع الجرائم ولا خطاياه ذهحية يومية في اليابان في نظر لليه تعالى ماذا سيكون مصير ههي الوجه الآخر للعملة أو الولايات المتحدة الأمريكية لذلك في كل عمل سيتم كيسم فلالولية المتحدة الأمريكية كما سيتم تكرار كل عمل وعقاب سيتخذ على يوسف اليابان ستظهر لهم يد لليه تعالى الغاضبة مدى غضبهم منه واصلة لقد تراكموا ثروة طيلة عقود جعلتهم يشعرون بأنهم فوق لليه لذلك سوف يرون أنهم ليسوا في نظر لليهك لما هو مفيد للإنسان في الحياة اليومية سيبقى لبقية الرجال ونساء لليه تعالى سيتم تحديد طول كارثتها من خلال بطأها لركوع لقرار لليه عز وجلاي جبن يمد يدهم لحكم عباد لليه المبارك الذين سيحكمون ويقيمون في إثيوبيا 12 واصلة واحدة أستراليا ونيوزيلندا وبابا الغينيا وفيجي تقع هذه الولايات في جنوب آسيا في وسط المحيط الهندي والمحيط الهادئ لا تزال أستراليا ونيوزيلندا يسيطر عليهم ويسيطر عليهم المستعمرون المتحدرون البريطانيون ولهو المضيون كل من هذه الدول كبيرة وجزر لا يزال لسكان الأصليون الحقيقيون خاضعين لحكم أسيادهم الاستعماريين هاتان لدولتان أستراليا ونيوزيلندا لديهما تحالف عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية لذا فإن هذه الدول بطبيعتها هي أيضاً الوجه الحقيقي للولايات المتحدة ويمكننا القول بشكل أفضل أنها طليعة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مارس هذه الدول بشكل كامل فعل أوروبا والولايات المتحدة هم ألواط ألزنى ويمارسون ويمارسون الجنس كسناعة وحتى من خلال تمريرهم يضعوه بمجاب قانونهم كممارسة قانونية لذلك سيتم مواجهتهم بالنيران الكاسحة غير المرئية والفيضانات والعواصف حتى يتم استهلاكهم بالكامل يجب على الفلاحين أن يمدوا أيديهم للملك الأثيوبي المبارك لليه تعالى هذا لم يمتثل لهذا الأمر فسوف ينجرفون من على وجه الأرض ثلاثة عشر أفريقيا يمكننا أن نجد هذه القارة الموطن المعوز في وسط التوكب في كل جانب من هذه القارة تتعرض لقمع وقمع من جميع الأنواع من قبل الأوروبيين وكذلك من قبل الولايات المتحدة ضم هذه القارة 52 دولة مستقلة استعمر الأوروبيون إفريقيا حتى لسنوات الآخر الملكة المتحدة الهولندية فرنسا بلجيكا إيطاليا البرتغال ألمانيا وأسبانيا كانت سادة لأستعمار الرئيسية لأفريقيا والصحيح أيضا إن إفريقيا كانت محكومة بالكامل تحت حكمل سادة البيد لقرون وايبا سيد العالم الولايات المتحدة الأمريكية أصبح في هذه المرحلة على حساب العبيد الأفارقة السود مع عدم وجود أي شخص يمكننا إن نقارن القوت وتحمل لجميع أنواع المعاناة مثل أفريقيا قد تكون أمريكا الجنوبية مساوية لها غرب أفريقيا المغرب موريتانيا الجزائر السنغال كيبي فيريديا غامبيا غينيا بيساو غينيا سيران لون ليبيريا ساحل العاج بوركينا فاسو جانا توغا وابنين يقع هذا الجزء من أفريقيا في غرب أفريقيا في هذا الجزء من أفريقيا كما يخبرنا لطاريخ إن العبودية الأكثر قصوة وأقبحا كانت مارس وايضا في هذا الجزء من أفريقيا المغرب موريتانيا الجزائر والسنغال يهيمن عليها العقيدة الأسلامية تخضع جميع دول غرب أفريقيا بالكامل لسياسة وأوأمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في جميع هذهها لدولة ألزمي سيدوميزين صناعة الجنس تمارس الجريمة المنظمة وذنوب جميعا في شكل أوقح وأبشع الهاتات جميع الدول الغربية إلى هناك سائحين لزرع وتوزيع ثقافتهم الفاسدة ستم معاقبته به الدول أيضا حيث ستتم معاقبة دول الشرق لاوسط داله العقابية ستستمر حتى تنجرف تماما بأرواحهم العميدة والغير نادمة ولخاطئة أولئك الذين سيبقون سيكونون قليلا جدا في أعدادهم لاست عادس لهم يجب أن يقبلوا حكم المملكة الأثيوبية المباركة وأيضا يجب أن يعرف كل شخص إنه لن ترحم الكاثوليك المتظاهرين والمسلمين والأوثان المصالين 14 واصل واحد شمال إفريقيا يقع هذا الجزء من القارة في الجزء الشمال مصر وليبيا وتونس هي الدول الرئيسية ويسيطر الدين الإسلامي على جميع سكانها بالكامل أنهم يعيشون تحت حكم الإسلام لشريعة الإسلامية 14 واحد مصر كما نعلم جميعا مصر لها تاريخ طويل حياتها تعتمد بالكامل على جيون عبايه نهر ذا النهر أطعمها لألاف السنين مع حدوث العديد من ألا ظواهر ألا تاريخية في مصر كما يخبرنا لتاريخ كانت مصر ذات مرة تحت حكم مملكة الأمبراطورية الأثيوبية المملكة التوشية وكان لتاريخية حقيقة إن جميع الملوك في مصر كنل سبن من قبل ملك ملوك في أبيان زيكيل 29 واحد بسبب نهر أبي مصر فعلت وهي أيضا تقوم بجريمة لا تعود ولا تحصاد دابليبيا لرغم من أنها دولة مأهولة بالسكان يعتقد عدد قليل النمو من تودو البرثوكس يعيشون بقية الجماهير من المسلمين لقد ارتكبت هذه الأمة ولا تزال ترتكب خطايا الخطايا التي تتمداء مضضب البيئة في وبيا لذلك يتم الحكم عليهم وهنا عقابهم نار الجوع والفيضانات والعواصف والحرب وكل أنواع لدمار ستي ستيهلك هاسي بقى عدد قليل جدا يجب أن يكون هذا المتبقي يجب أن يقبل حكم المملكة الأثيوبية المباركة هذا لم يكن كذلك فإنها ستختفي تماما من على وجه الأرض أربعة عشر واحد بي لبيا هذا البلد بشكل كامل في ظل حكمل شريعة الإسلامية وشيريا ليبيا خارجة تماما عن قانون لليه عز وجل ذلك مصيرها هو نفس مصر اثنان الكراتيل سبعة عشر سبعة واصلة ثمانية عشر أربعة عشر واحد تونس هذه الدولة ليست متطورة مثل زملائها مصر وليبيا مثلها الأصحاب أنها أيضا تخضع بالكامل للقانون مسلم وشيريا سيكون مصيرها مثل مصر وليبيا خمسة عشر واصلة واحدة إفريقيا الوسطى هذا الجزء من القارة الإفريقية يحمل نيجيريا أنجولا تشاد الكونغو النوجر الغابون الكاميرون تشتهر هذه المنطقة بكونها منطقة سراع فيه غنية بالموارد الطبيعية ولديها الوقود والكاكاو والابنى والعديد من أنواع المعادن يعتمد اقتصادهم على تصدير الموارد الطبيعية توجد في هذه المنطقة ديانات مختلط مثل الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين والوثنيين وعبادة لاوثان هذه الدولة هي أيضا مثال جيد على أنها بمثابة ثقافتها الخاصة لكنه مال يومي مليلون إلى الثقافة الغربية لرغم من أن العالم كله في أزمة هوية فإن هذه الدول هي الأكثر تبرى لواط والزن والجريمة وسطو تتجلى بشكل روتيني الكثير من الخطايا ستتم معاقبة هذه الدول بشدة مع حريق تصفية غير مرأي لا يمكنهم الوقوف كذو لا يجب على هذه الدول أيضا أن تعرف إنه للهرود من الأبعاد الكامل يجب عليها إن تخضع للمملكة الأثيوبية المباركة لليه القدير شرق إفريقيا نجد في شرق إفريقيا مثل إثيوبيا وسودان وجيابوتي وأريتريا وريواندان وبرودي وتنزانيا وسوماليا وأوغندا هذا الجزء من إفريقيا معروف بأزمته التي لا تنتهيك ما أنهم يسيطرون على الاقتصاد الأكثر إطراء في كل جانب هذه الدول أقل من ألطوكيت تيهم أفقر جميع الدول على كوكب الأرض في هذه المنطقة نجد تحدي لدين الرئيسية أدول برثوكسب إيكس إن إيبغا متجاذرة بعمق في بلدي الأم إثيوبيا وهناك أيضا أنواع مختلفة من الأديان مثل المسلمين والكاثوليك والبروتستانت والوثنيين هذه المنطقة معروفة بصراعاتها العرقية سوفي تجتاح هذه المنطقة لنار بسبب خطاياها العميقة الجذور بعض العقوبة سيتم دمجهم كجزء مناسب من أثيوبيا والسيتي الصبح إثيوبيا مركزا لجميع الكواكب التي تقود أنشطة الحياة الروحية والدنيوية لار بن سوفي يحكم لله القدير ويقيم عرشه المبارك في إثيوبيا والمنطقة المحيطة بها بعض العواقب سيضع أبناؤه الموثوق بها من على العرش في إثيوبيا لذلك من هناك من خلال عباده المحبوبين سيحكم العالم كله بكلماته وصاياه وأوأمره وقوانين الأضواء زكريا أربعة عشر تسعة إثيوبيا أردي إثيوبيا وهي تقع في هذا الجزء الشرقي من أفريقيا ليون هي معروفة من قبل شعبها الجائع هذا كأن العالم بأسره يذكر عن طريق الخطأ الجوع والمجاعة يشار دائما إلى إثيوبيا كمثال لما يقرب من سبعة آلاف وخمسمائة سنة عانت من القمع وتمليز والحرب ودمار والجوع والمجاعة والأمراض وجميع أنواع المعاناة التي ألقاها عليها المهندس الرئيسي الشيطان هاجم لشيطان إثيوبيا باستمرار من خلال رجال خدمته الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم كما يخدمه مواطنون وآخرون تحت حمايته يعذابون إثيوبيا حتى لا نسلم مئة وتسعة وعشرين جزءا من مئة وثلاثين لقد عاشت إثيوبيا من قبل قانون لليه سبحانه وتعالى منذ البداية وما زالت تعيش من خلال قانون لنور الذي تحداه الشيطان وقفت إثيوبيا وما زالت تقف ضد العالم الشيطاني سعب لدي إثيوبيا هي موطن أكثر المحاربين الروحيين تفانيا في كنيسة لليه عز وجل الإيمان على لرغم من أنها أجبرت على لارتقاء إلى أكثر لسفن لسلبة المغرية فإن هؤلاء الغرباء والمتفرجين أحسبوها على أنها كره هلله مضللين بالشيطان ما يسمى بالأمم المتقدمة جعلوا أنفسهم أتباعا حقيقيين للمسيح حيث أثيويا كم أمنى مضلل ومضلل لكن الحقيقة ليست إن المضللين وغير الموثوق بها منهما من أعدائها مثل الكاثوليكا والبروتستانت والمسلمين وغيرهم لقب دفعت إثيوبيا القيمة التي ليس لها مثيل وقياس وهي لا تزال تدفع برؤية كلهذا الهنى القدير كرمت أحببت كنيسة الحقيقية الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية ونتيجة لذلك قامت جميع قوى هذا العالم الشيطاني بقيادة سيدهم الشيطان بداء الكسفو بين البروتستو دو إفلون كل فعل شرير بأقصى طاقتهم كما فعلوا توالى 7500 سنة الماضية عدو بلدي والأثيوبيتيه دولار فوذكسي قد تصدق أو لا تصدق ولكن هذا صحيح وحقيقة من الآن فصاعدا يتم ترقيم أيامك ما زلت لا تتوب بل تتابع بفعلك الشيطان إلى ذلك لا تهتموا سترى لا سعر الذي ستدفعه ساقو لكم وتأكدوا ألا سعر الذي ستدفعه يتجاوز خيالك اليوم كما نرى جميعا بأعيننا المجردة فإن أعداء إثيوبيا كثيرون ومتعددون الألوان من فرد إلى العديد من المؤسسات لدينية الملونة والحكومات التي تسمى المنظمات لدولية وقفت جميعها ضد أبناء لليه تعالى دفع باؤنا قيمة الوقت للازم لقد قاوموا بقوة عدو بلادهم وأيضا دين حمتوا دول برثوكسي من التدمير مثل العديد من البلدان ألا ثمن الذي دفعه هو لدينهم الحقيقي وكذلك لبلدهم ولكن ليس مقابل لتنظيم الشيطاني الذي يسمى لتنظيم الديني مثل الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين وكذلك للمصلين الأيدول أو السحرة أو سادة الأبراج لذلك قاوم أباؤنا كله أولئي أعداء دينهم ووطنهم من جميع الإعمار من البداية وحتى الآن بلنهواد اليوم كما نشهد جميعا فإن أعداء الدين الحقيقي تهدو أرثوكس مثل الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين على حد سواء الذين هم الآن على رأس قوة العالم لا يزالون يبذلون قصار جهدهم لزعزعة استقرار لدين الحقيقي هو الإيمان الأرثوذكسي الأثيوبي صفنا يا ثلاثة واحد عشرين سلام مئة وخمس وأربعين لقد قام هؤلاء أعداء مطمي بأرض إثيوبيا بتثبيت العملاء ودماء في كل مناصب حكومية وبفعل ذلك أخضع جميع دول إثيوبيا للحكم لا استبداد وبذلك ما زالوا يفعلون إرادة الشيطان أذن ماذا سيحدث في أثيوبيا يجب أن يعرف الجميع إن إثيوبيا بلد مبارك لذلك سيتم لتعامل مع كل فعل شرير من زعيم إلى جنوده أو لئك الذين هاجموا بلدي وأيما أننا تهدو لن يتم تمرير لدين الأرثوذكسي أبدا دون عقاب شديد أيا كان لن يهرب أحد من العقوبة كل مذنب ما لم يتوب في وقت معين لن يترك بلان عقاب لمما رسل لزنة ولو أطوأ لسطو والجرائم الأخرى ذات الأصلة سيدفع لثمن أيضا وفقا لقلوبه الحجريك ما نراه جميعا اليوم فإن حتوتنا تقف مع أعداء البلاد مثل الأصوليين والكاثوليك والبروتستانت من خلال غطاء ألا دستور وأخيرا أود أن أخبركم جميعا إنه يجب عليك أن تتذكر شخصا واحدا لعمل لشروال كلمات التي وجهت ضد إيماني الأثيوبية البرثوكس توادول يترك دون عقاب إثيوبية بلدي الحبيب إثيوبية قاعدة وموطن الذين الكيك توادو أرثي دوكس إثيوبية مكان يضيء فيه نور لليه العظيم عليها وأيضا كرسي عرش عباد ألاله المباركين حيث ستحكم جميع أجزاء العالم كله في كل مسألة روحية ودنيوية أثيوب يا هو المكان الذي وميتي يبارك لليه يخف ويشف لكل الجنس البشريح بقوق ثلاثة اثنان واصلة تسعة عشر حزقيال أربعة وثلاثين ثلاثة وعشرين واصلة واحدة وثلاثين كل فرد دولة حكومات في العالم كله ستعطى وتوجه إلى أساسيات الذين الحقيقي تودرث دوكس وسوف يشربونه يوميا مثل مياه لنابي عبال نسبة لبقية الحقائق أنصح الجميع بقراءة كل كلمة بعناية سبعة عشر جنوب إفريقيا ناميبيا زيمبابوي زامبيا موزنبيق مدغشقر ليوسيتو مولاوي بوتسوانا موريتيوس جزور القمر هذا الجزء من إفريقيا وتتداخل المنطقة بكل ما فيها من مجملها الأنشطة ولهيكل في هذه المنطقة تظهر آثار الأسياد الاستعماري لينالبيد في كل مجال من مجالات الحياة لا يزال أبناء الأساتذة الاستعماري لين يمارسون ممارسات أبائهم المكروها مثل الواط الازنة صناعة الجنس الجرائم المنظمة ولا سطوم عظمهم من اتباع الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين والمعتقدات الثقافية الآخرى في جنوب إفريقيا إلى حد ماي مارس تولد أرثدوكس عاقب هذه المنطقة بسبب الفيضانات وعاصفة لنار ويجب على الباقين الذين يهربون من الكارثة بأكملها الخضوع لحكم مملكة إثيوبيا المباركة إذا أن تاروذليك فلن يتوقف تدميرهم أبدا ثمانية عشر ألاسكندنافيون الساويد فنلندا النرويج جيرينالان الدنمارك أيسا لندن أييرلندن توجد هذه الولايات شمال أوروبا شمال شرق الولايات المتحدة شرق كندا شمال غرب رويس يانفراليان المنطقة تقع على طرف النورث بول فإن أكبر كتلة أردية منها مغطاة بالفلش يغطي البروت استانت جميع السكان تقريبا واقتصاديا هممت تورون جيدا وبسبب ذلك يعيشون حيا الكماليات بسبب هذه الحياة المريحة أصبحوا مرتعا جيدا لجميع الخطايا لذلك هم غارقة بعمق في اللواط ألزن صناعتها الجنس وجعلوها كعمل قانوني ويعيشون معها هذه الدولة تفتخر أيضا بمعرفتها وثروها هما أيضا كدوى ينسون خالقهم إلا له عز وجل سيتم محوي هذه المنطقة بالكامل من قبل جميع القوى للطبيعية للكوارث لن يتم رؤية بقايا الفروة المعرفة كل لثروات المتراكمة سيتذب الجميع صناعهم وقادتهم وجنرالاتهم وجميعها المستعمرين البارزين لن يبقوا على قيد الحياة في المجتمعات سيتم القضاء عليهم بكلاء للواط ولا زنوى الخطاسي تم طرحهم في المحيط من الأعلى إلى الأسفل سيتم تمشيك كل هذه الدولة بنيران غير مرئية بعض انتهاء الأحداث يجب عليهم أن يطيعوا ويخضعوا ويسجدوا أيضا للمملكة الأثيوبية المباركة ولا بديل ولا وسيلة أخرى للهروب تسعة عشر جميع أنواع البشر الاستماع بعناية ودقة ما الخطوات التي يجب على كل شخص إن يتخذها مزمور ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين بعد قراءة جميع الرسائل وفهمها جيدا ثم بناء قرأتك على الرسالتين السابقتين يجب أن تقرأ هذا القرار لتنفيذي الأخير الذي ينفذ رسالتين أوليتين بعناية بعد أن تفهم كل الرسائل يجب أن تفعل ذلك وفقا لإرادة وأمر وأمر لليه عز وجلال صادر في جميع الرسائل جميع الرسائل هي نظارات عيون لجميع الذين يريدون حقا معرفة الحقيقة حول المصير القادم لارد ناسي جعلك ترى بعمق كل حقائق وحقائق لليه عز وجلال إذا كنت قلقا بالفعل بشأن مصيرك فهذا هو المخرج الوحيد يجب أن يكون لديك هذه الرسالة وتفهمها بعمق حافظ على سلامتك وساعد الآخرين على الحصول عليها وكذلك الحجم والحكم على ما يجري في عالمنا أنظر أيضا كيف ينفذ محارب ولله عز وجل أمر أبين القدير وقراراته كل المساحات التي يصل إليها لرجال وكل البحار والمحيطات والكتل الأرضية سيتماء التعامل معها وفقا لقرارات لرب الموضحة في جميع الرساء المزمور ثمانية عشر تسعة عشر ثمانية واصلة تسعة سيحاكم ويفحصت لقادة العالم كل أمم من العالم كل غني وكل فقير على ذو إلا له عز وجل لذلك استمع بعناية من القلب ما الخطوات التي يجب على كل شخص اتخاذها يجب أن يحصل كل نوع بشري من عالمنا على لرسائل لثلاث في شكل كتيب واحد بعض الحصول عليها يجب عليك قراءتها بعناية وفهمها بناء على فهمك يجب أن تشرح لآخرين يجب عليك أيضا أن تعطيهم هذا هو التزامكم أمر من الله عز وجل أبين يجب على كل واحد منكم من المؤمنين الأرثوذوكس فيتيو وهدو المساعدة والقيادة وأظهار للطريق الصحيح وجعل كل شخص قابلته في طريقك لمعرفة الحقيقة ومساعدته أيضا على الإيمان والتعميد ويخضع نفسه لم شيئة لله تعالى ويحفظ نفسه من كل الذنوب أنت نفسك يجب أن تبتعد عن جميع الذنوب وتتقبس أي شخص ليس أثيوبيا ولكنه آمن ويعيش فيتيها دواء الأرثوذوكسية أريد أن أقدم لكم نصيح بعض أن تحصل على لطريق لصحيح لخالقك لله عز وجل يجب أن تخبر لله عز وجل والصلاة بهذه لطريقة يجب أن تكون لصلاة من القلب وليس من لشافتين وكذلك يجب أن تتوب وتطلب رحمته من أعمى قلبك بعد ذلك يجب أن تجد أثيوبيا ومن ضلبنا البرثوكسي تهدو بدحصوك على ذلك يجب عليك جمع المعلومات اللازمة بالإضافة إلى ذلك يجب عليك أيضا العثور على معلومات إضافية من حتوتك بعد القيام بكل هذا يمكنك لقدوم إلى أثيوبيا تذكر نقطة رئيسية واحدة كلهذا سيحدث في حالة الاضطراب وأيضا بعد العواقب هنا في إثيوبيا ستصبح الحكومة الشيطانية الآن تاريخا قديما بدلا من ذلك سوف تجد وتلتقي بمملكة إثيوبيا الأساسية لجنس بشري غير نفسه من القلب حر والطريق إلى إثيوبيا مفتوح أيضا يجب على كل مواطن إثيوبي مقيم على متن الطائرة مساعدة الأجانب من خلال مساعدتهم على توسيل الرساء العنب ما تبدأ كل قوى لتدمير في لتدفق على جميع أنواع البشر من المحتم أن تملأ جميع دول العالم ألا ذعر ولا يمكنها الحصول على مأوى لذلك سيصبحون يائسين وليس لديهم مكان لذهاب أو الأختباء لذلك يجب على كل الأثيوبيين أن يريهم المسار الحقيقي كالشخص يقدم خدماته من أجل المال لن يرحم وسيعاقب كل زعيم دولة وزعيم ديني وضباط عسكريين كبار وجميع ضباط الأمن وأعضاء مجلس لنواب وأعضاء مجلس لشيوخ وقادة المنظمات لدولية وقادة المنظمات غير الحكومية وجميع المنظمات وجميع الأشخاص المسؤولين يستمعون بعناية لهذه لرسائل الحاسمة ج ستقيس لرسائل كله مسؤولية يتم اتخاذها كمجموعة أو بشكل فردي لذلك كل شخص لديه مسؤولية أي كأن وضعه يجب عليه أن يخبر مرؤوسيه عن الرسائل إذا فعل ذلك فسيكون حمله من خفضا ولكن إذا لم يقل الحقيقة فسيحصل عليها بن بشكل خاص قادة لدولة وأعضاء مجلس لشيوخ وأعضاء مجلس لنواب وغيرهم أيضا ممن يجب أن يتحمل المسؤولون مسؤولية توضيح ذلك لشعبهم ومساعدة الأمة في الحصول على المعلومات المناسبة حول الرسائل بأكملها ويجب عليهم أيضا تقديم معلومات فعالة بالنسبة لأولئك الذين يريدون المجيء إلى أثيوبيا لذلك يجب أن يعرف الجميع ذلك يجب أن يحصل على معلومات كفية عن إثيوبيا يجب أن يعلم كل قاض وضباط أمن ونواب عامون وجنود أن كل سلطاتك لن تساعدك أو تأويك لذا أفعل ما تؤمرك به ألا رسائل ذي كل زعيم دولة يحمل أو يخفي المعلومات المتعلقة بالرسائل سيعاقب بشدة ويجب أن يعلم أيضا إنه لن يتم منحه أي رحم لنه يخدع ويقاوم لناس من الانتقال إلى ملاذ أمن لذلك لن تمنح له لرحمة بناء على فضاظ أسلوبهم فإن جميع المسؤولين المسؤولين سواء كإن وافي وضع عال أو منخفض سيتم قياسهم وقياسهم والحصول على ما يستحقون الحصول عليه جميعكم الذين يحجبون الرسائل الرسالة الأولى المكتوبة بتاريخ 7 من مارس 1998 الرسالة الثانية المكتوبة بتاريخ 27 من ستمبر 2000 وأخيرا هذه الرسالة الثالثة من الوصول إلى جميع الأنواع البشرية سيدفعون أعلى سعر يمكن للمرء إن يتصور لا سيما تلك الوسائط والإذاعات ومحطات لتلفزيون والمطابع والمجلات والصحف وخاصة محرريها ألذين أقسم على قول الحقيقة كما تخبرنا أخلاقيتنا لصحافة لم تفعل كما كان متوقعا لم يخبروا أبدا الحقيقة لكل الأمم كما يقولون من شفاههم أنهم يخدمونهم حتى الآن لا يوجد رجال إعلام لم يجرأ أحد على أخبارها أعلن لأم ميلارد وهذا يدل على أن جميعكم الذين يخدمون في وسائل الإعلام والمطابع هم عملاء لقادة ومنظمات سياسية عمض ما يتنفسون أنت أيضا عندما يعتصونك تفعل نفسي لشيء أنت أقسى المجرمين في العالم أنت تحمل الحقيقة وبدلا من ذلك تتحدث عن الخطأ كحقيقة لذلك أنت أبشع المجرمين في عصرنا أنت تشجع على غلل وأطوأ لزنى وصناعة الجنس من خلال الموسيقى والأفلام والصحف ولمجلات لكن رؤية كل هذه الأفعال من الجرائم الخطيرة تكسب إرادة وأوامر ألاله عز وجلا جاءت هذه الرسائل لنهائية على نطاق واسع وقياس فكيف يمكن إن تترك بدون عقاب أنتظر سوف ترى هامرة أخرى أؤكد لكم أنك لن تترك بلن عقاب من خلال تجاهل هذه الرسائل وحسابها كم قال نفسيا أعلم أنك لن تعطيها أبدا قيمة مساوية لسنتك الصديقة في جيبك أكثر من ذلك قد تكون مليئا بغل ضحك هذا ما أتوعه منك أنت فخور بمعرفتك وثروة وقوك العسكرية واضطراباتك لاقتصادية ولكن يجب عليك لتأكد من أنك ستصبح مزبلا لم يتبق أي أثر وستصبح تاريخا فارغا وأولئك منكم والمعروفين باسم المؤسسات لدينية والمجموعات والمنظمات والأفراد والجنرالات وما يسمى بالعلماء والقادة لشيطانيين وللواط ولزنة والمجرمين الملتزمين يجب أن تنتظر مصيرك القادم الذي وقف عند عتبة باب كلم لديه تخلت عن المجرمين المذكورين أعلى هوتوت أيضا وأتت لا نرن الحق يجب أن لا تغادر فقط ولكن يجب عليك أيضا عدم التعاون والطاعة على جميع أشكال أفعالهم الإجرامية أي أكانوا فيؤيع قد يجلسون فيه أيامهم معدودة وهم محجوزون لنار الأكلة القادمة كل جندي يخدم في كل دول العالم أيًا كأن وضعه لاجتماعي يجب أن يفهم إنه ملتزم بإسلامة الأشخاص الذين يخدمهم ليس لهؤلاء المجرمين المذكورة أعلى عندم يبدأ للاضطراب وتتحرك لنار إلى اكتساح غير مسبوق يجب أن تتصرف وفقا لرسائل على كل إمير وانسيحة وقيادة لذلك يجب أن تقود لناس إلى الحقيقة وتبلغهم بما يجب عليهم فعله هذا ما هو متوقع من الجميع حيث سيتم إخبار حكومة بلدي بما قد يفعله وما قد يكون مصيره بعد أعقاب ذلك أو في أطار عملية العقاب بمأن كل دول العالمية مقياسها وقياسها وفحصها فإن الحكومة الأثيوبية الحالية ستمر أيضاً عندما يبدأ ألا دمار الذي يلوح في الأفق في اجتياح الكثير من أمم الأرض يبدأ في لتدفق إلى إثيوبي البلد المبارك أو وطني أي كل إثيوبي أفراد منظمات مجتمعات مدنية ولا سمك نستي البرثوكس التوادو ووزاراتها ككل وأيضاً جميعاً الذين إكرسون التوادو والبرثوكس الحقيقيين على لرغم من قلة عددك فاستعدوا ستواجه عبءاً ثقيلاً من الخدمة سيكون تدفق لناس من جميع وجوه الأرض غير مرئي ولن يمكن رؤيته في المستقبل لذلك يجب عليك أن تفعلك ثيوبي مع ثقافتنا من الصدق والكرم ولحنك ولامتلاء الحقيقة وكذلك مع حب والدك ألاله القدير ومع حب أمك العذراء التتزوج ومع أصدقائنا الملتزمين والحراس والمساعدين والمأيدين أولئك من أعلى الملائكة مثل القديس ميخايل والقديس جبرائيل والقديس روثائيل والقديس فانويل إلخ لي عندما يحين الوقت قد تحاول تغيير الأعمال مثل الأنشطة كما فعلها المختفون تذكر أنك لن تفوتك بدون عقاب ومرأة أخرى أحاذرك إنه لن تكون هناك رحمة ولكن بالنسبة لأولئك الذين هم بالفعل في الأعمال التجارية يجب إن تفعل ذلك بالعدل ولا تهذيب تذكر والخطاط الذين عاشوا من أجل الثروة ولكن الذين ذاهبوا إلى الجحيم لذلك يجب إلى تنسى ذلك ولا تكرر أخطاؤهم عشرين بعد انتهاء المباراة ما هو المصير العالمي وما هي بنية المملكة الروحية والحكومية العالمية العالم على وشك رؤية عقاب إلا له القدير لهذا العالم المجرمين والخطى سيتم القضاء عليهم ومحوا من على وجه الأرض وسوف يبتلعهم بالنيران الشرسام قاوم جميع أنواع البشر ستكون حلولاً أو حلولاً جديدة لا تحدي عقاب إلا له القادر على العقاب سيتم سحق جميع المقاومة وسيتم تدميرها أيضاً دون ترك أي أثار لذلك بدلاً من النظام العالمي الحالي سيظهر النظام العالمي الجديد سيقام نظام عالمي جديد ستنشا وتقام مملكة جديدة تحكم مملكة مباركة مع ممالكه لفانوية بإثيوبيا ستصبح رائدة العالم بمملكتها المباركا وسيتصبح زعيمة العالم في كل الأمور لروحية والدنيوية جستغ من جميع دول العالم ويجب عليها أن تؤمن بإيمان واحد هو الكسفو بتهدو الأرثوذكسي ويجب أيضاً تعميده لذلك سيكون جميع الناس بألوان مختلفة ولكن شعب واحد دي ستستخدم جميع دول العالم اللغة واحدة هي الأمهرية حيث يستخدم العالم كله اليوم للغة الإنجليزية لكن كل اللغات ستكون ثانوية بينما الأمهرية ستصبح اللغة متميزة للجميع هي المملكة التي بركها لليه تعالى سيجلس في أثي وبيا وسيت نشئ نظام حكم عالمي جديد في جميع الأجهزة القضائية والإدارية والاقتصادية سيتم إعداد كل شيء كنظام جديد وسي ستخدم العالم ولديه نوع واحد من العمولات وسيكون دينتيها دواء الأثيو بالأرثوذكسي أيماناً وقائداً لجميع دول العالم لذا ستدرس وستقود بالتوجيه لروح القدس بناء على عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية لذلك ستكون لنور العالم كله زيمة تقديم آباء الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية توهدو وباردة لروح القدس وبركاتها سيتم تعيين جميع آباء إلا له المباركين في جميع أنحاء العالم في جميع أنحاء العالم سيتم وضع الأنشطة الروحية بأكملها على أسس عقيدة الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية تيهدو والنظام ولا جراءات سيتم بناء وبناء جميع الكنائس تحت تصميم وأذن من الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم سيتم أيضا إعادة التعيين الحدود التي وضعها الأساتذة الاستعماريون من خلال مراعاة اندماج الأشخاص والمكياج لنفسي والإنصاف لدار سيتم مسح جميع آثار سادة لأستعمار الماضية ملاخي ثلاثة واحدة واصلة سيتة ملاخي أربعات الكلاء كل نشاط دنيوي لن يسمح به إلى تقانون فقط إذا لم يبتل القوانين والأوامر الروحية يجب أن تخضع أرضنا والأمام بشكل عام لقوانين الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية المنبثقة عن الدستور الوحيد للعالم وعن عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية لا ثيوديال يسمح بألا ظهور أو لا تصرف بأي شكل من الإشكال بأي شكل من أشكال نفي لدستور وقوانين كنيسة وحدوال وحيدك سيتم فحص كل القوانين والأوامر الإقليمية أو تغيير حجمها أو خطمها أو محوها أو إصلاحها هنا في وسطة الثيوبية لسيتم إنشاء الأمن العالمي والقضائي والأنظمة الإدارية وفقا لدستور وعقيدة تيهدو الأرثوذكسية لا ثيوديا سيتم تعليم كل الأشياء ورجال الخدمة كما سيتم جعلهم منضبطين للغاية في طريقة حشوام الكامل وأخلاصهم لأبيهم إلا له عز وجل وإلى قوانين وإحكام المملكة وجميع أممنا العالم لن يسمح بتراكم ثروة جميع الدول في مكان واحد أو بأيدي الأفراد بدلا من ذلك سيكون توزيع لثروة العادل والمنصف فعالا دون إنكار الحقوق الفردية الأملكية الممتلكات نعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حيث إن كلاهما سيدان أساسيان في إفساد العالم في لا ذنوب غير المرئية لذلك سيتم التعامل معها بكثافة عالية من التدمير وعندها فقط سيعرفون ما تعنيه كلمات إلا له عز وجل وأخيرا سوف يركع جميع قادة العالم الذين هم مصادر الجرائم والخطايا كل ليلة دينيتها المقررات جميع الصناعين ليرا لبنانيتها المنظمات الدولية كل بيت ومجالس لشيوخ زعماء العالم النظام العالمي كل اليوم من أركان الحكومة وجميع المصادر الخطايا والجرائم سيقدم إلى العدالة لمواجهة مسارات هنا في إثيوبيا سيواجهون عرش المملكة الأثيوبية المباركة وسيشهدون العدل والإنصاف عجميع الخطايا التي أفسدت العالم كله والتي يحرمها إمر وكلمات إلا له تعالى ستمحى وسيتم تنفيذ القوانين المناسبة للقضاء عليها ومحوها من على وجه الأرض كأن الدستور الوحيد في العالم لن يعطي فرصة أبدا لجميع الخطايا والجرائم التي وقفت ضد إرادة إلا له تعالى وأوأمره 21 ماذا سيكون مصير جميع لطرسانة العسكرية المتراكمة في جميع أنحاء العالم جميع الآلات العسكرية المتراكمة بغرض لتدمير لشامل ستتم إزالتها من على وجه الأرض بالإجراء الذي سيتخذه لله عز وجل لأن هذه الأسلحات عديدة بإعدادها في نظر لله تعالى فهي ليست بشيء لذلك ستبتعد مع أولئك الذين صنعوها ولذين ينوون استخدامها ولذين يديرونها ويخزنونها ويحافظون عليها كلهم الذين يخدمونهم سيزالون من على وجه الأرض ميخ الخامسة وعشر دقائق صباحا خمسة عشر أشعية أربعة وعشرين واحد ثلاثة عشر كل دولة في العالم وكل دولة قامت بتخزين أكثر الأسلحة تدميرا مثل الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والنيوترونية والسفن الحربية والغواصات والطائرات المقاتلة والقاذفات والدبابات والسواريخ والمدفعية والقنابل والأسلحة المصنفة والأسلحة التي تخدم الأقمار الصناعية وجميع أشكال الأسلحة المدمرة سيتم القضاء عليها جميعا سيتم لتخلص أيضا من جميع الدول والأمام التي قامت بتخزين الأسلحة المذكورة أعلاه من جميع وجوه الأرض حزقيال ستة وعشرين سبعة وعشرين كله اثنان وعشرين من سيقود العالم كله وأين يمكن أن يجلس ستقود العالم العالم المبارك من الفقر أثيوبيا سلبارك لله تعالى قيادة العالم لدائمة في أديس أباب أثيوبيا لذلك سوف يحكم لله القدير على إثيوبيا ببعد العواقد استقبل أمم العالم حكم أثيوبيا المباركة ثوعا أو قصرا بدون بديل جي العالم بقيادة لله سبحانه وتعالى ملك الملوك وعدد من الملوك الذين سيملكون في جميع أنحاء العالم بقيادة ملك الملوك صيحات ملك الملوك بكبار لسن ورجال لله المختارين المباركين سوف يقدمون لنصيحة ودعم ملك الملوك والملوك دف الأمور الروحية سيقود العالم أبا واحد وهو رئيس الأباء الأثيوبيا المتهجينة واحد والأرثوذوكس وكذلك عدد من الأباء المباركين حيث سيقودهم جميعا إلا له عز وجل أبين لروح القبس وهذا يعني إنه سيتم تعينهم جميعا بمشيئة لربه في جميع أنحاء العالم أبناء صحيح لله سبحانه وتعالى ولفه بالتهدو سيتم إرسال الأباء الأرثوذوكس والمخصصة للمهام الرسولية ويخوى لواله تعالى لروح القبس في جميع أنحاء العالم من الأعلى إلى الأسفل سيقود كل مناصب المناطق الإدارية كلا من الأباء الروحيين وكذلك الأمور الدنيوية مع إداريين ماهرين مهنيا مع سلوك مواحدة بقيادة لله سبحانه وتعالى ضمن أطار القانون أباء القبس الذي يؤدي ويحرص على ودول الحياة الروحية وسوف يكون قوة متساوية لجميع مشرف بالتوازي مع وضعهم وسيتم تنظيم جميع الأمور لدنيوية والإدارية على أساس لدستور المبارك للعالم كله سيتم فحص كل العادات والعادات التي تم تطويرها بالوسائل المعتادة وأولئك الذين يبطلون لدستور المبارك سيتم لتخلص منهم من جميع وجوه الأرض وتلك التي لا يمكن أن تكون ضد لدستور سوف يتم رفع لدعوة مع لدستور فقط ألمبورك بزيتفيريا أربعة خمسة ليك ألباني ثلاثة وعشرين المناطق الإدارية ومكان جلوها في كل أنحاء العالم سيتم إنشاء جميع أنواع الهيكل الإداري على لنحو لتالي ثلاثة وعشرين إفريقيا ستقسم هذه القارة إلى أربعة أجزاء واحدة شرق إفريقيا جنوب إفريقيا جشمال إفريقيا دغرب إفريقيا وسيتم تعديل الجزر وفقا لأقرب جزء من القارة اثنان في كل أنحاء القارة وأباء زفوبين تهدوا الكمسب الأرثوذكسية سيتم تعيين وأسبغم على سلطة المملكة كاملة ولا نظام قرار لا دارت سيطون تحت حكم المملكة ويتناسب معه ثلاثة جميع المناطق الأربع من ملوك القارة الإفريقية سيتم تعيينها وأدارتها أيضا منقبل ملك الملوك الذي سيكون مقاره في أثيوب يسيكون للأجزاء الأربعة من القارة الأفريقية أربعة ملوك وأربعة آباء روحانيين ثلاثة وعشرين بن أوروبا سيتم تقسيم هذه القارة على قسمين واحد غرب أوروبا واثنان شرق أوروبا سيكون لكل من هاتين المنطقتين ملكان ووالدان روحانيين وسيتم تمكين كلاهما من المركز الرئيسي لأثيوبيا من قبل ملك الملوك والأب المقدس لعالم ثلاثة وعشرين جن الأسكندنافية ستضم هذه المنطقة ملكا واحدا وأبا مقدسا وستكون بقية التعديلات للهيكل مثل أوروبا وإفريقيا ثلاثة وعشرين دي أمريكا لشمالية سيتم تقسيم هذه القارة أيضا إلى قسمين لشمال والجنوب كل شيء سيتم وفقا لما سيتم تنفيذه في أوروبا وإفريقيا أربعة وعشرينه جميع جزر أمري تسعة كوكل هذه الجزر المحيطة بشمال وجنوب أمريكا سيكون لها ملك واحد وأب مقدس وسيتم تنفيذ بقية الهيكل كما سيتم في أوروبا وأمريكا خمسة وعشرين و أمريكا لاتينية سيتم تقسيم هذه القارة إلى قسمين ستضم هذه القارة أيضا ملكان وأبان مقدسان وسيتم تعديل الهيكل المتبقي كما سيتم في أفريقيا وأوروبا ستة وعشرين جن لاسيا سيتم تقسيم هذه القارة إلى سبعة أجزاء مع سبعة ملوك وسبعة آباء مقدسين وسيتم تنفيذ الهيكل المتبقي كما سيتم تعديله في أفريقيا وأوروبا سبعة وعشرين حد ألا شرق الأوسط سيتم تقسيم هذه المنطقة إلى قسمين وسيقودها أيضا ملكان ووالدان مقدسون وسيتم تعديل بقية الهيكل مثل أوروبا وفريقيا مزمور مئة وواحد وثلاثين مئة واثنين وثلاثين ستة واصلة ثمانية عشر ثمانية وعشرين أنا إسرائيل ستمر إسرائيل أيضا بالاضطراب وبعد انتهاء الحرب سيبقى أولئك لذين سيدقون لابن الأصغر بجانب لا ثيوب وستكون إدارتها مستقلة لكن القيادة الروحية سيتم تعيينها ومراقبتها من إثيوبيا تسعة وعشريني ماذا ستكون لنتيجة الإدارية وروحية للحياة بعد الحادثة استمع أيها الآباء والأمهات المحترمون وأيضا إخوي وأخواتي أنت مستنير بأبينا نعمة لروح القدس وتعاليمة لديك إذن وعين أي إن ترى وتسمع لكن أولئك المكفوفين المطويون والصم على طريقة الحياة الروحية يجب إن يعرفوا أنهم محتجزون لنار القاتلة القادمة الجميع منكم يجب إن تذكروا أنفسكم إنه لا تقيسوا الأيام التي غارقة فيها الخطايا في كسب الرزق مع الرزق القادم لأنهم مختلفون تماما عن الحياة التي يحكمها لظلامة ما ما سيتم تطهير العالم كله من جميع الأوساخ والخطايا لن تترك أي بقايا من جميع أعراض الخطايا ستمحى من خلال عملية لتقطير فإن أولئك الذين هم مهذابون ومخلصون من القلب المكسور ولذين يحبون بإخلاص إلا له العظيم سوف يمر عبر الاضطراب مع أحباءه لكن بقية أولئك الذين هم قسا خطا ولذين وقفوا ضد أرادت وأوامر لليه تعالى سيذبلون بعض كلا أجراءات ألة تنظيفة التي تماتخاضها سيتم تكريم العالم كله من قبل لليه عز وجل في ذلك الوقت كل الأمم تحب بعضها البعض وسيح صل الجميع على ما يحتاجه إذا تكبد أي نوع من المشاكل فسوف يصلي من أجل والده المحبوب ويسمع له لرب على الفور ويشفيه أيضا لأغنية شكرا لأبا ينال له عز وجل ستكون من القلب ورائحة طيبة له جميع الحجاج ما يسمى الصراعات ستختفي سيكون الجميع تحت مزل بطن سيكون للعالم كله نوع واحد من العملات نقول قوية وضعيفة سيتم القضاء على العملتك للتعليم وصحة وشؤون اجتماعية وعدالة سيتم في يونيس وثقال دستور الواحد ثلاثينك سيتم تحديد موقع كل الملوك في جميع الأوقات القادمة ألا دستور في جميع أنحاء الأرض سيكون لكل زعيم إقليمي الملك مدينته المختارة بشرف كامل للمملكة واحد وثلاثين ما الذي سينظر إليه مثل لتوجيهات لروحية للاثيوبيلين الكنيسة الأرثوذكسية تودوم لكسي ثلاثة واحدة واصلة ستة كما قيلوا في الفقرات اللسابقة فإن جميع أجزاء العالم سيحكمها ملك واحد من الملوك وكذلك عدد من الملوك المرؤوسين الذين سيباركهم إلا له ويعززونهم سيحكمون العالم كله بتوجيه وإراد وأوى أمر لروح القبس فيظل حكم الملوك سيكون لكل أجزاء مناطق الكواكب رأساؤها ورؤساء الوزراء والوزراء والمحافظون والإداريون وكلها ستكون مفاوضة من قبل لدستور المبارك الكنيس بلكس خوبط ودول برثوكس بقيادة الأب الأقدس ستضع هيكلها كما ستفعل الإدارة يجلس الأب الأقدس المبارك دائما إلى جانب ملك الملوك جميع القرارات التي تصدر عن ملك الملوك ستتم مناقشتها والاتفاق عليها دائما من قبل ملك الملوك والأب الأقدس لكل أميرنسي حكمه ملك الملوك الهيكل المادة الروحية والدنيو يتبعهم نفس المأسي يكون لجميع الملوك الذين سيتم تعينهم في جميع أنحاء العالم الأب المقدس جانبهم تله الهيكلين سوف ينزلان على هذا المأسي تحديد جميع الألقاب الروحية لصاعدة والهابطة من قبل لسينودس بقيادة الأب الأقدس على بساس كبالكسفو بطوهدو البرفوكسب وخطوط الإرشاد كل قوة إدارية دنيوية ستعمل لتعمل في يونسي من العقيدة الروحية المنبثقة عن الكنيسة الأثيوبية البرفوكسب سبت بدوء إن يسمح لأي قوانين ولا قرارات أو إجراءات أدارية بأبطال قوانين ومذاه بكنيسة تيهد والارثو ذكيسيا في كل سلطة إدارية يقيم الأبل الروحي على قدم المساواة أي قرار بدوء لن يسمح له أبدا بأن يكون قانونا أو ينفذ سيتم إعداد كل نظام قضائي بنفس الطريقة والقياس 32 بعد العقوبة بعد العملية أين يذهب الأفراد الجماعات الدول المناطق المؤسسات إلى أين سيذهبون ما سيكون خط القيادة ومن أين بعض وقوع الحادث يجب إن يأتي كل نوع بشري رحمه لله تعالى إلى إثيوبية أو إذا لم يكن بوسعه يجب عليه الاتصال بممثل إثيوبية في بلده أذا قراء شخصا المجيء إلى إثيوبية فيجب عليه إن يعد نفسه ويحمل كل ما هو ضروري لو قد انتظاره يجب إن يحصل على المعلومات اللازمة من السفارة الأثيوبية أو المواطن الأثيوبي المقيم في بلاده جميع المتحدثين باسم لرسائل سيعطون في المستقبل العنوان المناسب والبريد الإلكتروني والفاكس ديبليوبي أو بوكس والحتف الذي يجب على الحكومة الأثيوبية أن تساعده لأولئك الذين يريدون عنواننا بعد مجيئك إلى هنا ستحصل على رقصة غوي المناسبة ما يجب عليك القيام به في عقيدتك الأرثوذكسية الكسخوبة تهدوه وكذلك في حياتك لدنيوية ملاخي أربعات الجميع ثلاثة وثلاثين جميع الذين يضعون عقبات أمام كل إعمال لله تعالى التي لا تقاوم لن يعامل بلا رحمة جميعكم حكام الولايات والقادة وقوات الأمن والعديد من القوة والمجموعات اللاسلبية لذلك فإن العديد من المؤسسات الدينية وكل من لديهم مواقف وأنشطة سلبية لن يتم تمريرها بسهول بالتاكيد يجب إن يعرفوا كأن من الأفضل إن يموى وقبل إن يأتي الجحيم أربعة وثلاثين كل من عنيد ومستمر بفعله الشيطان يسيوع في نار مستهلكة وإطلاع والباقي سيتوسل الموت لياخذهم ولكن لن يتم منحها بسهولة وعلى الفور لأولئك الذين هم محظوظون لرؤية كل ذل دمار سيكون عرضا مذهلا لقوالله سبحانه وتعالى خمسة وثلاثين كل واحد منكم جدير بالثقة في الرسائل يجب إن يطيع كل الأشياء التي تتوقعها بعد تدفق عقاب يجب إن يعرفوا أنهم حصلوا على رحمتهم بعدم تكرار الجرائم والخطايا كما فعل للسجناء الذين لقوحت فهم يجب إن يكون لذين توفوا قدوة لهم يجب إن يتذكروا ما حدث له أولئل زملاء الذين لقوحت فهم الذين ذاهبوا مع أفعالهم الشيطانية إلى الجحيم ستة وثلاثين بالنسبة للحكومة الأثيوبية اليوم يجب إن تعرفوا جميع التفسيرات والأوامر للازمة في الوقت المناسب سيتم إعطاؤه ضمن رسائل لطبعة الأمهرية وأيضا بأوامر أولية عندما أمرني لله سبحانه وتعالى بذلك ولكن بشكل عام يجب إن تعرف إنه من المتوقع إلى تكون ضد أي من الأوامر والقرارات التي تتدفق وتتدفقا للعالم كله لكي ترى أمام لله تعالى يجب عليك أن تتجنب أخطاؤك لسابقة والحالية إذا واصلت على نفس الأفعال الحمقاء وذات التوجه فكري وبتكتيكات شيطانية فلن تمنح لك لرحمة وأيضا العقوبة ستكون شديدة لدرجة أنك لا تستطيع تحملها مزمور مئة وأربعة وعشرين مئة وخمس وعشرين واحد أستير يقرأ الكل خاتم جميع رجال ونساء الأرض أنا تماما من أنك قد قرأت جميع الرسائل بعناي لانه يقرر حياتك ومصيرك للرسائل التي يشاهدتها أخبرتك بكل شيء الرسالة الأولى التي تمت كتابتها بتاريخ 7 من مارس 1998 لتقويم الأثيوبي أو في رابع عشر من أكتوبر 2006 لتقويم الأوروبي جيسي الرسالة الثانية التي تمت كتابتها في 27 من سبتمبر 2000 لتقويم الأثيوبي أو في مايو 2008 لتقويم الأوروبي جيسي ولا رسالة الثالثة التي تقرؤها الآن صدرت مع الرسالتين السابقتين كما يفهم كل واحد منكم إن متأكد تماما الفعل لتالي سوف يتبعك بالتاكيد ولكن بالنسبة لأولئك الذين يخشون لله تعالى ستكون لنتيجة نتيجة ممتعة على لرغم من أنها ليست دراما فإن الفعل قد يجعلهم مذهلين وخائفين بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون إيمانا أبدا أو لديهم إيمان بدون تطبيق في معيشتهم سوف يهملون أو لا يقرؤون هذه الرسائل مصيرهم الحكيم قد تكونوا مليئة بالضحك نهيك عن إنه من حقهم إن يقولوا كل الكلمات لسلبية إهانة أو أي شيء يريدون قوله دعهم يقولون يجب إن يكونوا على يقين من أنهم سيدفعون لثمن الكامل أليك الذين سوف يقرؤون جميع الرسائل من واحدة واصلة ثلاثة بعناية أنصحهم بشيء واحد هذا هو مجرد كل هذا ثلاثة في شكل كتاب واحد رسائل لليه سبحانه وتعالى وستخدامك مرجعك اليومي كله شيء أمامك سيكون واضحا يمكنك القياس والقياس والحكم وفقا لرسائل التي لديك في يدك الآن أنها عامية تظهر لك الأشياء البعيدة مما يجعلها قريبة منك وتكون مرئية لرؤية ولا فهمك ما نشهد جميعا وشاهدناها فإنما فعله البشر لا يزال يفعله طوال كل عصوره الحقائق فهو لا يقبل أبدا إلى نصيحة وتحذيرات لكنه ببساطة يتابع ما يفعله داء ما وقد أظهر ولدنا لليه عز وجل علامة على بعض إعمال لتمرين على لرغم من أن غضبه قد أزعج إلى إنه لم يتخذ أي إجراء حاسم أبدا بل تخذ إجراء قد يجعل البشرية التعاود لا يده المدود لكنا لم نأخذها في الاعتبار أبدا لقد رفضت البشرية العجيبة كل جهود لليه عز وجل واستمر العمل كالمعتاد وفشل فيها لتعامل مع كل الجهود مزمور 105, 106, 13 واصل 40 جميع الأعراض التي نشاهدها يوميا هي علامة واضحة على عمل شامل يجب أتباعها لرغم من تجاهلها كل البشر لواحد منها ينتقل إلى رغبتنا الخاصة وكان لا شيء يحدث ويأتي إلينا كما رأينا في أستراليا هاجمت الحرائق البرية الجنوب الشرقي حيث أخذت الفيضانات الشديدة على جميع المنازل في الشمال الشرقي في نفس الوقت غطت الثلوج في جميع أنحاء أوروبا بالثلوج البرية تقريبا لا تزال الأزمة لاقتصادية متفاق مسيس بحال ركود أكثر حدة وأعمق سترتفع البطالة بسرع سوف تتضاعف الحوادث سيفش الكل حال مفترض وستتبخر كل الجهود إذن ما هو رد فعل قادت اليوم المنطق بسيت أنهم يلومون بعضهم البعض وحزاب واحد مع لطرف المعارض ومؤسسة حكومية مع مؤسسات حكومية أخرى وشركة واحدة مع شركة أخرى وما إلى ذلك لا يزالون يقدمون حلاً ولكن دون جدوى فإن قادة الإعمار لدينا مليئون بالأسباب والحجج لتقول جميع قادة العالم اليوم أمام ما يسمى قادة مجموعة إلا ثماني أو اللنامية أو المتخلفة هما كأذبون لا مثيل لهم الذي لا يعرف الخوف من إلا له عز وجل أشعر بحزن عميق لأقولها ولكن الأمر يجب أن أقولها كل الأجناس البشرية تستمع هذه هي لرسالة الختامية لتنفيذ الإجراء الختامي بناء على الرسالتين السابقتين جميع القوى لطبيعية عواصف من نوع مختلف يمكن أن انتسب بكارثة غير مرئية أنواع مختلفة من الأعاصير بسرعة عالية ستكتسح كل شيء في متناولهم الزلازل الأرضية ذات الحجم الكبير التي لم تكن مرئية من قبل ستحدث في وقت واحد في أماكن مختلفة دفعة واحدة وبشكل مستمر وأيضا إلى زلازل التي تحدث ستسبب دمارا غير مرئي وغير مسجل على الأجناس والمواد البشرية تعميق شديد مع تغطية عالية من الجليد والضباب كما ستحدث الأمطار الغزيرة غير المرئية من قبل استخدق حرائق برية عالية إلى سرعة للغاية ذات طاقة استهلاكية لا تقاوم في كل بلد ومدينة رياح قوية غير مرئية يمكنها أن انتحل محلها وتدمرها وتجعلها تنهار في كل مباني لسماء كاترين وتسونامي وجميع أنواع العواصف مع قوة غير مرئية وغير مسجلة ستظهر أيضا بشكل متكرر أمواج المحيط غير المرئية إن هجوم الحيوانات البرية والحيوانات غير المرئية سيأتي بقوة شرسة بشكل عام ستعمل جميع القوى للطبيعية جنبا إلى جنب مع قوة تدمير غير مرئية والتي ستبيدك تماما جميع الاضطرابات لأقتصادية سيذهر الانهيار الاقتصادي والأزمة الاقتصادية والأزمة المالية والعجز الكبير غير المرئي وانهيار الاصادرات والواردات وزمة الغذاء والجوع غير المرئي والذي لا يقاوم في جميع أنحاء العالم ستظهر أمراض مميتة وتهاجم الفيروسات القاتلة مع طاقة استهلاكية عديدة في جميع أنحاء العالم الأزمة لسياسيتك لدولة سواء كانت متطورة أو غير متطورة أو أن تكون مجموعة إلى ثماني لا مزيد من الوحدة في الفكرة ألا سياسة خطة العمل إلخ حزقيال 26 ثمانية واصلة 21 جميع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي الأمم المتحدة سياتو لتين الوحدة الجامعة العربية وشأن غأي كورب وريش جميعهم سيملؤون الخراب والظروف المتناقضة الحادة لن تنجح أي جلسة استماع لبعضها البعض وستفشل كل خطة وبرنامج مكن وستكون ألا نزاعات الحادة ظاهروا لن يتمحلها ستسود كل هذه المشاكل مع أعضاء لدولة الأساسيين وأيضا سوف تؤدي به ما لا كاملا العضوية الأزمة السياسية والعسكرية والاقتصادية التي لا يمكن حلها نشبت الحرب وحرب أهلية ولا يمكن لأي حكومة انتحل مثل هذه المشاكل وسوف تسود الفوضى وتسود في كل مكان ما مندول وشعوها تسمع واتطيع زعيم دولتها أو قانون لدولة وانظامها لن يعمل القانون والنظام لا خوف من الأمن والقوات المسلحة الجيش وقوات الأمن أنفسهم لن يطيعوا الحكومة كل شخص من الرتب والملف سيذهب إلى طريقه الخاص سيكون الهروب حادا حتى أكثر سيقالبون ضد قائدهم وقادتهم سيت بخر ألا سلام في كل أنحاء العالم الأزمة الاجتماعية سيت انشى البطالة واليأس كما لم يسبق له مثيل ستنهار كل الخدمات القائمة على المجتمع سترتفع الأضطرابات العرقية فيكالمكانكما ستفشل لرعاية لصحية سوفي ينهار ألا نقل، سيارة، قطار، طائرة، سفن كلها ستصبح خطرة على استخدامها أنها تخلق حوادث عالية لتردد حتى يشعر الجميع بخطر استخدامها كل شيء نستخدمه يوميا سيكون نادرا الكهرباء، وسدود، وأنظمة الاتصالات ستفشل جميعها، وتسبب الفوضى ودمار كل هذا سيحدث في كل أنحاء العالم زمور ثلاثة وعشرين، اثنان واصل سبعة سيتم تدمير جميع القوى العظمى التي تراكمت لديها أسلحة لدمار لشامل، وسوف يهلك معهم، لن يهرب أحد، ولن يتم تركئي أخفاء لهم سيتم القضاء على جميع القادة ورجال الخدمة بالطرسانات أو الأسلحة التي معهم ستستهلك جميع الأسلحة لنووية والبيولوجيا والكيميائية والنيوترونية والهايدروجينية والأسلحة لتقليدية حاملها لرئيسية وستختفي معها وسائل لنقل لن تكون وسائل لنقل البري بالسيارة، بالقطار، أمن لن يكون لنقل الجوي آمناً أيضاً، ولن يكون لنقل عن طريق البحر آمناً، ولن تكون جميع أنظمة لنقل لثلاثة هذه آمنة لأي شخص منكم استخدامها سيتم تحويل جميع وسائل لنقل البحري والبر والجوي إلى قوة إبادة أو تدمير ضد كل غير مبرج برحم من إلا له عز وجل رجال ونساء سيتم اتخاذ كفة الإجراءات المذكورة أعلاه حتى يتم استهلاك كل الأشياء والأنواع البشرية المدانين والمحاوب الكامل سيكون جميع أبناء لليه تعالى المبرجين والمحفوظين بالرحمة آمنين في أي مكان من العالم أي شخص يحمي ضخل مبانيهم بإذن منهم سيكون بأمان، ولكن من دون إرادتهم، فإنه لا يعمل أبداً واحد الماذا جاء هذا الوقت النهائي ما هو الحكم الذي طال أمده فيمكنه أمام عرشل له تعالى بعدما ترك لربي يسوع لأبيه وعرشل شرف بدعم كامل من ولدنا لروح القبس تحمل لرسول مسؤولية رعاية رسالتهم الرسول يعني بما أنجزوا مهمتهم لرسولية ماتوا من هذا العالم من خلال الحفاظ على أكثر المعاناة غير المرئية طريق لشنق وذابحوا بالسيوف القاسية لكل هذه الأشياء نتذكر دائماً القديس بطرس، القديس بولاس، القديس ماثيو، القديس يوحنا، إلخ ذاهبوا جميعاً لأبينا من خلال غزو هذا العالم الشيطاني بقوة لروح القبس لقد ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة، وتبعوا مسارهم الحقيقي، العديد من أبناء ألاله تعالى تعرضوا للعضو تعذيب والقتل ولا احتجاز أستمر عمل البربورية لقرون لقد ارتكب الكاثوليك والمسلمون والبروتستانت والملوك والعديد من قادة العالم الجرائم المريرة والهمجية ضد أبناء لاله القدير في جميع الإعمار، بحثاً عن حكم لاله تعالى، بكا دمهم المسكوب ولا يزال يبكي أمام عرشه كمأن سفك دماء أبنائه الثمين لم يتوقف حتلان أكثر الملائكة كرامة، القديس جبرايل، القديس ميخائيل، القديس رفائل والقديس فانويل، الخ وأمننا القديسة مريم العذراء التزوج وجميعاً كمحامين من الجنس البشري في مواجهة عرشله تعالى أبنى لديه صبر لا حصر له، بسببه ذا وحبه لم خلوقه الإنسان الذي سمعه دائماً ويسمع جميع الأحكام مع قيود من الفعل المتسرع في مواجهة الحكم العرشع للجانب الأيمن محام الجنس البشري القديس مريم العذراء وأرفع الملائكة مثل القديس جبرايل، القديس ميخائيل، القديس رفائل والقديس فانويل تنلخ على الجانب الآخر دماء ومعاناة أبنائه المحب وبين الذين كانوا يذبح يذبح يبكي على حكمه منذ ما يقرب من ألفين عاماً اختبرنا صبر أبينا لليه عز وجل رحمه له بفعله ذا أنتظر لنوع البشري للتوب والإصلاح والوصول لا رشده لكن عبر العصور التي مرت عقوداً وقروناً، صبره ضعيفاً مع العديد من الحجج والأسئلة لم يرفض لليه القدير طلب لرحمة لأمن العذراء مريم وأعلى لزوايا قبول سعيهم لرحمتك أن دائماً يعفو عنه ولكن مع مرور الوقت وأنقضاء الوقت، أوضح الوقت نفسه مدى خطورة الجرائم والأثام من لنوع البشري أصبح من الواضح أيضاً أن إلى نوع البشري لم يتحول أبداً أو يتوب ليصبح المسار الحقيقي بدلاً من ذلك ذهب بعمق لا عدم رؤية الجرائم ولا خطايا فلرحم والعفو المتكرر مرات عديدة لم يجعله يتوك مأن العقوبات المحدودة لم تجعله يأتي إلى رشده ألاله العظيم القديس في ماري أعلى الملائكة وجميع القديسين رجال لليه جهودهم لم يجلبوا شيئاً ألفين سنتنا من الجهد والصبر لدأوب لم يجعل البشرية التعود إلى يد خالقها لرحيم علاوة على ذلك جلبت البشرية المزيد فلسفة جديدة مدهشة تعاليم الشيطان لا الحاد مما يعني عدم وجود أله بدلا من أبينا لليه عز وجل صنع الجنس البشري أله أخر هذا هو المال والمعرفة وتعليم والثروة كله هذا أصبح رجالاً إلهان ثميناً وبعبارة أخرى أصبحت البشرية عبداً لأشهر أدوات لشيطان إذن من سيطلب لرحمة لأن لا أحد يجرأ وهكذا ظهرت الحقيقة التالية عن لليه عز وجل بحلول سابع من مارس ألف وتسعمائة وثماني وتسعين لتقويم الأثيوب تم تخاذ القرار للنهائي لا والعلى لرغم من صدور هذا القرار لم يتوب لنوع البشري أبداً بقول لاستمر كما هو دائماً ثم رؤية الغطرسة الإنسانية تم تخاذ القرار للنهائي لثاني في سابع وعشرين من سبتمبر ألفين ألا تقويم لا ثيوب الواخرة أعطت الآن وقتاً أكثر صخاء لمدة ثلاثة سنوات ونصف للتوب عن القرارات لنهائية الملزمة التي تم الإعلان عمها لان كلتاً الرسالتين غير مرئيتين من قبل هل تقصد إلى قبر إلى رجال والنساء ولم يسبق لهم إن رأيت خطايا وجرائم وأيضاً عنادتهم العنيدة للتوبة أنهم أصبحوا فريسة للفعل الحاسم والنهائي ما زلنا نسمع كل هذه غضب إلا له عز وجل لم يعتها البشر أي قيمة إنه مخلوق خريب لجاء إلى الدعابة والضحك بدفع إلا له عز وجل إلى مزيد من الغضب هذه الأعمال هي فعلاً محطة بالنسبة لجميع إعمال لتحدي هي عمل مذهل واحد بالآن لأستماع إلى جميع دول أرضنا كما جادل إبراهيم جادل جميع المعنيلين أيضاً بأنواع البشر طالبين رحمة إلا له تعالى مثل ما فعل النوح فإن كل من تباقى ما ببناء سفينته لايمان يفاجى جميع المدافعين عن جميع أنواع البشر ولم يعد هناك ما يقوله عناش عروى بالخجل لشديد من تصرفاتك أجتمع أبناء لليه تعالى الموثوق بها من اليوم وجمعوا أنفسهم مع أحباؤهم في سفينة إيمان نوح كمأن لليه سبحانه وتعالى تزوجهم القديسة العذراء وأعلى الملأكة بعض للك تم إغلاق باب لسفينة الإيمانية من الخارج من قبل لليه تعالى ومخطوم وموقع باسمه المقدس جميع أبائي وأمهاتي وإخوي وأخواتي وأبناء أريد أخبرك بمدى شعوري بالحزن عندما فكرت في الجحيم القادم يجب أن تعرف أن الجحيم القادم بالفعل أمرت بمواجهتك وتدميرك من على وجه الأرض وظيفة اثنان وأربعين سبعة ثمانية وداعا إلى الأبد يؤسفني أن أقول ذلك سبعة وثلاثين كلمات وأوأمر ملزمة نهائية لكل زعيم شعب وشعب في كل حالة وكذلك جميع دول العالم تستمع بعناية أبناء إلا له عز وجل الموفوق بهم ستكونون شهوداً هذه هي كلمتي لكم التي أمرت أن أخبركم بها لذا أقرأوها وفهموها بعناية تاتي جميع أعراض اليوم للقبض عليك مع قوى لم يسبق لها مثيل خاصة أنتم القادة مع كل ما تبذلونه من الأمن والقضاء والأجهزة الإدارية ومع جميع المصطلحات الخاصة بكبيوريتريتس والحزب اللتابعة والعضلات العسكرية هي أهداف رئيسية جميع قادة دول العالم بما في ذلك قادة بلدي في كل حالة دون استثناء جميعكم سيكونون الهدف الأساسي للجحيم والمعاناة ولا بادة القادم لم يكن لديك دقيقة وحدة للراحة أو النوم ستحسب على كل إعمال شرير قمت بها لذلك عندما تتحمل هذه العمليات لأستهلاكية غير المرئية القادمة يجب أن تعرف وتتذكر هذه سيتم الحكم عليك ستتم معاقبتك وإحتجازك كل هذا سيتم عليك حسب المسؤولية التي تقع على عاتقك اليوم سيتم جميع الإجراءات القانونية الواجبة وستعقد هنا في أثيو بياسي تعين عليك لاختيار يجب على جميعكم على الأرض ممن يتحملون مسؤولية من أي نوع إن يحضر عن طيب خاطر إلى محكمة العدل التي ستقيم هنا في إثيوبيا إذا فعلت ذلك عن طيب خاطر فسوف يكون لك عدالة بعين رحمة لله تعالى أو بأولئك الذين لا يرغبون في القدوم إلى محكمة العدل المقيمة هذا يعني أنك قررت مواجهة كل الجحيم القادم لذلك لن تكون هناك أي مساءلة إلى أنت فقط أنت نتيجة كل النتائجة بميرك أي عمل في طريقهم إلى العمل مع قوة مدمرة غير مرئية لن تتوقف أبدا حتى يمحوك يرميك إلى المعاناة العميقة للطويلة حتى يجعلك تتوصل للموت يجب أن تكون على يقين وتعلم إنه لا يوجد مخرج سوف الإغاثة والحل الوحيد سيكون لتتحول نفسك المحكمة العدل والتي سوف يتم تعيين هنا في أثيوبيا لذلك سوف يتم ذلك في كوخي الفقير وسيتم الحكم عليك من قبل ابن فقير وخادم لليه القدير رجل معوز بسيط تسموه رجل نفسي رجل مجنون ورجل خاضع ولكن كل ما تقوله لي أنت على حق نعم إنه رجل بائس وزبالة حيث لا أحد يعتبرني كشخص ذي قيمة صغيرة لذلك كل ذلك صحيح لكن الحقيقة ليست كما افترضت إن تكون فالحقيقة كما قالها جميعكم صحيح أنني شخص خاطئ ولا قيمة لي ولكن عندما تضاف لي نعمة إلا له سبحانه وتعالى ثم إن أبعد من خيالك وتفكرك ذهو بشكل عام الحقيقة هي إن نعمة إلا له عز وجل ونتيجة موفوق بها ابن محبوب وخادم لليه سبحانه وتعالى سواء كنت تصدق أو لا تصدق على لا رغم من أنني لا شيء لك ولكن على العكس ناشئذ قيمة لليه سبحانه وتعالى واحد ملوك ثمانية عشر كل ما خلقني وارفعني وقادني في كل عصواني للاضطرابات والحرائق ولا معانا لفا يجب على كل واحد منكم إن يعرفني لما أفعله وسأفعله هو بشكل عام وسيبنى على أوامر وأوامر لليه سبحانه وتعالى على لا رغم من إن الرسالتين لسابقتين لم شرح لك نفسيا ولكن هذه المرتبة أرادت والدي سأخبرك ببعض يجب إن تعرف شيئا رئيسيا واحدا في نظر لليه عز وجلا كل إنسان متساوين ولدنا دفع ثمن كل ذان ونالتي ارتكبناها وهو أيضا يدفع لجميع البشر سباقات ولكن الفرق يرجع إلى إرادتنا وقراراتنا أذا كنا نؤمن به ونؤمن به من قلبنا وعقلنا ورونا فنحن أبناؤه أبناءنا المحبوبون الذين اشتروا لنا بدمه ولكن إذا لم نكن نؤمن به من قلبنا وعقلنا ورونا فقد جعلنا أنفسنا بن الشيطان يعني ذلك أننا أحب عدو الميتي ألا له الشيطان ذلك اليوم يتجل ما نشهده يوميا فيهذه لا شكال لذلك أمرت إن أخدم وأن أقود بالصفة راعيا جيدا أبناؤه المحبوبين وليس أنت عدوه أعيش وجأت لأغنام أبينا وليس للذباب من ألوان مختلفة تذكر إنه يحق لأن أقود أبنائه أغنامه ليس إن وحدي ولكن أيضا مع أبنائه الموثوقين المقيمين في جميع أنحاء العالم سيحكم العالم أبناؤه الموثوقون أولاده الموقرون العالم كله سيخدم أبنائه أعداء لله تعالى في كل العصور كدست لتراكم إلى ثروة من أجل لا شيء كما تقول كلمة ولدنا كل ثرواتك التي دمرتها على مرأ العصور سوف يرثها أبناؤه المباركون كل ثرواته الأرض والأرض نفسها ستكون ثروات له أبناء باركه هي كلمتنا وأمرنا لا أقل ولا أكثر واصلة أذناء العالم بأسره ودوه ستمشتها لنار حتى يتم تطهيرها بالكامل لشخص مسؤول عن خياراته بإرادته يجب عليه أن يقرر وبناء على قراره يجب عليه أن يأخذ لنتائج الجيدة والسيئة لقراره لهذا ألا سبب أخبرتك كيف تكون ستكون قائدا سياسيا أو زعيما دينيا أو قائدا منظمة دولية أو قائدا قائدا عسكريا أو قائدا أمنيا أو قاديا أو مضطهدين أو محامين أو وزراء أو رؤساء وزراء أو رؤساء أو ملوك أو جنرالات أو كوالونيل أو تخصصات أو أي نوع من اللضباط المليارديرات، المليونيرات، البابة، الأساقفة، الأساقفة، الكهنة، الشيوخ، كلي، الراهب البوذي، الراهب الهندوسي، الفلاح، العامل، العامل في المكتب، التاجر، خادمة، الخادم، الفقير، الاثري، وكل لناس لصغار عجوز جميعكم لساكنون في كل وجوه الأرض لا تنسوا أنكم من يقرر مسيركم كل لطريق مفتوح إلى لظلام أو إلى لنور والأمر متروك لاختياراتك وسوف تجمع اختياراتك الخاصة من الفواكه أي كانت الجرائم التي ارتكبتها وما تقوم به أيضا الأفضل إن تسقط على يد لله سبحانه وتعالى هذا هو لعباده وأبناؤه الموثوق بها من الذين سيقيمون وسيحكمون هنا أيضا في أثيو بياء رؤية هذه الرسائل أو عدم قراءتها هي قراراتك الخاصة وهي أيضا حق لكل شخص أشعي 43 الكلا أي واحد منكم قرر أن يأتي إلى لطريق لصحيح لقد قمت بعمل جيد اختياراتك بخير لذلك عندما يحين الوقت يجب أن تأتي إلى أثيو بياء لمواجهات العدالة يجب أن تعرف أي جريمة قمت بها تحصل على عقاب أبينا لله لرحم لرحيم وفقا لتوتك أذا كنت مسؤولا رفيع المستوى في أي دولة دولة يجب عليك أن تأتي إلى إثيو بياء وأن تسلم يديك إلى عرش الحكم المشرق وأن تواجه أيضا الدينونة لرحمة العبيد لليه القدير آذى الميت مكناي منكم من القدوم إلى إثيو بياء بسبب المرض والمشكلة لاقتصادية وأي شكل آخر من المشاكل فيمكنك لتوبة من قلبك وعقلك وارواك من خلال القيام بذلك ستكون آمنا أينما كنت لتأكيد سلامتك يجب عليك إبلاغ أقرب ممثل المملكة الأثيوبية لصلة وطلب لرحمة يجب أن تؤمن وتقول من قلبك وعقلك وارواك على لنحو لتالي يا رب العالمين أرجع أن تقبل صلاتي باسم لأسم الإلهي الذي هو اسمك سبحانه وتعالى باسم من الحبيبة القديسة مريم العذراء وأيضا باسم أكثر الملأكة تكرمة القديس جبرائيل القديس ميخائيل القديس رفائيل القديس فانويل إلخ أرجوك سامحني على خطيائي العميقة التي ارتكبت فيها في كل العصور مع العلم ودراية ولدنا لليه القدير يرجى سماع صوتي الذي يأتي إليك من روحي وعقلي وكسر القلب المملوء بالدموع أنا على استعداد لإتباع مسار الحياة الحقيقي لقد سلطت لضوء على كل الجنس البشري الذي أؤمن به في رحمتك في حبك في حكمك الحقيقي لن انحرف أبدا عن نعمتك ولن أكون أبدا أرجع للخطايا التي جعلتك غاضبا أنت الإلهي الوحيد الذي لا يحبهك غير إلا له إن فقط أعبدك أنت وأمك الحبيب وأكثر الملائكة المكرمين الذين يساعدونني كما يطلب لرحمة لجميع الأجناس البشرية المركبة أنا أقبل وسوف طاعة وكذلك لالتزام أحلامك والمقدسة الكلمات والوصايا الأوامر والاوامر التي هي مكتوبة في الكتاب المقدس الأرثوذكسية الكسفوبيت وسوف أكون عمد كابن حقيقي موثوق به من تيزتيبيان تهدوك نسب الأرثوذكسية وطاعة باتفان لا والحفاظ على جميع القوانين ولا مذاهب سوف أقبل وأقوام بعمل لرسائل لثلاث المرسلة إليك كل الأجناس البشرية من خلال أبناؤك الموثوق بها من أرجوكم أبا قوي من كل الجحيم القادمة والكارثة وتقبلوني أيضا كابنك أمين يجب أن تصلي كما قلت لك أعلى تظلي الوجهك بدموعك إذا فعلت ذلك فأنت أمن أنا وثق من أن ولدنا سيسمح لك بالعيش وسيعطيك بمرور الوقت رحمته قياس جدارة ثقتك نحن للورد خدام موثوق بها ستجعل لمعرفة مدى قبوك لإيقاف كل المصائب ودمار والإبادة يجب أن تعرفوا للنقاط التالية هذا هو إن ابنه وخادمه الموثوق به إذا كنت أعتقد أنك فعلت وتفعل وفقا لأبين أوامر لله تعالى وأوأمره وأيضا كما تقول لرسائل فسأطلب أيضا رحمته أوقف جميع الإجراءات التي تعمل على عليك بعض رؤية مصداقيتك وتوتك سيقبل أبانا لليه تعالى توبتك وسيعيد سلامتك في الوقت المناسب لا توجد طريقة أخرى لوقف لتدابير المستهلك ويجب أن تعلم أن من حق وأنا ألله تعالى أعطى المسؤولية لطلب رحمته أو البحث عن فعله وعقابه بمأن جميع الرسائل وصلت إليك في هذا الوقت الأكثر إثما من خلالي سيتم إيقاف جميع الإجراءات من خلال الإجراءات القانونية الواجبة إذا طلبت والدي يد رحيمة لانتهاء من لكي تنقذ وتشفى وتحرر من عبوية لشيطان وتحصل على سلامك لدائم لدائم يجب أن تؤمن بالصلاة وتطلب لرحمة وأيضا من أجل عذر والدتي وأيضا والدتك سينت فيردذين ميري ويجب عليك أيضا إن تفعل نفس لسعي لعذر أعلى الملائكة المكرمين القديس غابريل القديس ميخائيل القديس رفائيل القديس فانويل القديس ورائيل القديس راغيل القديس سأكيل والقديس فانين هذا هو طريق لنور وطريق لسلام وطريق لسلام لدائم والأمن ولا زبهار ثم بعد لانتهاء من عملية لتوبة إن متأكد من أن لله تعالى سيقبلها ويوافق عليها لذلك ستكون لنتيجة أن يزرعها ويكرمها لله عز وجل كما وصلت جميع الرسائل إليك سوف تتحقق العدالة لجعل أولئك لذين صنعوا أنفسهم قبل كل شيء وكذلك فوق لله تعالى أولئك لذين لا يسمعون أو يتوبون ولذين لا يقبلون لله سبحانه وتعالى كأله جميع الآلهة وسوف يدفع لثمن أيضا أولئك منكم ألا الذين فصلوا أنفسكم عن هذه الأنواع البشرية المدانة سيشهدون ما لثمن الذي سيدفعونه وبعد ذلك ستعرف فقط ما يعنيه لله عز وجل واستفهم أيضا مقدار المسؤولية التي أعطاني إياها وجميع أبنائه الموثوق بها من أولئك الذين هم في أعلى مرتبة المجتمع من قبل شيطانهم سيذهبون إلى المكانة لدنيا والجحيم أولئك الذين صنعهم إلى شيطان القاسي في قاع المجتمع سيصعدون ويصعدون إلى الإمام ويباركهم ولدهم إلا له القدير وسيحكمون أيضا على الأرض الأمر لنهائي واحد قادة العالم اليوم حيث إن شيطانك هو الذي يمنحك القوة والشيطنة وكذلك وأنت تشيد بالدستور والقوانين المتعددة الأوجه وما يسمى بالقوانين الدولية جعلت نفسك له أنتم ملوك رؤساء وزراء أعضاء 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 الكونغرس قضاء محامون عامون و محامي القانون من خلال إخفاء نفسك باسم إلى شيطان المعطى القانون وديمقراطية وفرد إرادتك بقوة إلى السلاح جعلت الأرض الوجه الآخر لجحيمه هذا ما نشهده اليونت لزعيم دولة يقول وجميع الناس بشكل عام يقولون أيضا أنهم يعتقدون ويحتاجون إلى الديمقراطية ولكن بهذه الديمقراطية كل زعيم يعتقل، يقتل، يعاذب ويفعل كل ما يريد أن يفعله باسم الديمقراطية سكان العالم بأسره يكون أيضا على ما يسمى الديمقراطية فهذا يعني إن إلههم هو ديمقراطية لذا إذا كانت لديمقراطية هو كل شيء يعني إن إلههم هو خالق لديمقراطية الشيطان، هذه هي الحقيقة لا أكثر ولا أقل ولكن عندما تأتي إلي، لا أملك سلطة من خلال قانونك أو دستورك أو أي شخص أو أي مسؤول أردي أو إلهاك لا شيطان ولكن إن ابن لليه تعالى خادم لليه خالق كل شيء لذلك اختارني لكلماته لخدمته لرسائل ليست لك لأنك كما تقول وتعتقد إن جميع لرسائل هي كلمات خلقها لانسان من حقك إن تقول ما تريد إن تقوله وأن تكون راضيا لبعض الوقت لكن تذكر واستمع أيضا أن مؤهل من خالق الأرض وسماء ولا بشر لنملك من خلال شريعتكم بل بإرادة وأمر لليه عز وجل أبا نويت ذكر مرة أخرى أنا أبنهل موثوق به وابنهل محبوب وخادم كلماته المقبسي حقلي ومخول أيضا إصدار أمر وطلب أي شيء إن أعتقد إنه من الأصواب خدمة اسمه باسمه لذلك بناء على ولد لليه عز وجل إرادة وسم لقد أصدرت الأوامر لتالية الأمر متروك لك للاستماع أو عدم لاستماع يمكنك لضحك أو رميها أو عدم قراءتها كل هذا هو قرارك هنا الأوامر واحد لما يجيء إليكم لمعاقبتكم وفق الرسالتين لسابقتين وقرار القرار لتنفيذي لصادر عن إلا له عز دبليوي إلا إبن وضبه ذا النظام بلديا لا بأسمئن إلا له عز وجلاءن يتم تنفيذ جميع الإجراءات وجميع الرسائل لثلاث يقول إثنان إبن وضبه ذا النظام من قبل ولدي وله سبحانه وتعالى الأسم أن جميع الأعمال التي ستتخذت لن تتوقف أبدا ولن يتم إيقافها إلى إذا طلب خادمه رحمته لوقف جميع الإجراءات المستهلكة يجب أن أطلب رحمته وعفوه باستثناء ذا لن يتم إعطاء منفذ ثلاثة ألا إذا ركعت لإرادة وأوأمر أبينا لله عز وجلاء وأيضا إذا كنت لا تطيع أبناؤه الموثوق بها من الذين سيحكمون في إثيوبيا لا رحمة لا سلام لا راحة لا وقت لتنفس ولا أمل في البقاء حتى أصبح المحكوم عليهم مزبلة وأعتوا أيديهم بالتسول أربعة أذا كأن أي شخص سواء كأن قائدا أو منظمة أو أي مسؤول يعيق توزيع لرسائل لن اعطيه رحمته أبدا سيواجه العدالة بلن رحمة خمسة لوسائل الإعلام والصحافة والمجلات والصحف ومحطات الإذاعة وتلفزيون التي لا تقول الحقيقة دون تحرير لن أعثوا عنهم أبدا بعد العواقب إذا نجوا سيواجهون العدالة بلن رحمة ستت لزعيم من أمى بما فيه للك زعيم بلدي إذا لم يشرح ويخبر الحقيقة الأولية لهذه ألا رسائل دون تحريرها فلن يرحم أبدا وسيتم تطبيق العقوبة الكاملة وسوف تستتبع العقوبة أقصى عقوبة إذا امتثلوا لهذا الأمر فإنهم سيحصلون على عدالة عادلة مع عقاب رحيم من إلا له عزي وجل سبعة أي أعمال مؤذية يمكن إن يخطط لها أو يحاكمها أي شخص ضد أبناء إلا له تعالى ستتم معاقبتها بشدة ثمانية يجب على كل أبناء إلا له عزي وجل الموثوق بها من إن يقوى وبأقصى طاقتك لتوزيع هذه الرسائل تسعة لا يتم القيام بأية إعمال قوية ضد أي شخص لا يقبل هذه الرسائل ولن يفلت منه أبدا سيواجه دينونة إلا له سبحانه وتعالى عشرة جميع الوسائط المطابع المجالات الصحف المواقع الإلكترونية الإنترنت الفاكس وجميع آلات الدعاية في العالم التي لم تبثوا تطبع جميع هذه الرسائل أي كانت وحيثما كانت أطلب منك لقول الحقيقة إذا فعلت ذلك فسوف تخفض نصف عبأك وأيضا إذا لم تفعل فإن عقابك سيكون بلا رحمة أحد عشر جميع أبناء أبينا الموثوق بها من ألاله عز وجلا جميع أبناء وثقتنا في تنستوى دولبرف وكسب جميع أبناء والدة القديسة العذراء مريم وجميع الإخوة والأخوات الموثوقين واخدام الملائكة الكرام هنا أطلب منك أن تقف شركة مكرسة تطهير وخدمة كله فرد من القلب والعقل والاروح وأيضا يجب أن تحب وتخدم جميع لناس المعوزين في العالم بشكل عام مهما كانت عقيدتهم أو جنسيتهم أو مواطنتهم يجب أن تحبهم كما يجب أن تعرف أن تبنل له تعالى اثنى عشر جميع إخوي وأخواتي وأبناء لليه تعالى يجب أن تعرف لنقاط لتالية ثلاثة عشر كما أفهم أن لديك أتصالاتك الخاصة مع لليه عز وجلا فأنت تتحمل مسؤوليتك الخاصة مع علامات مؤكدة لذا كن مستعدا أينما كنت أنت نور العالم وخادم لليه سبحانه وتعالى اله لذلك يجب أن تتألق بالحياة الإلهية المقدسة أربعة عشر كن صادقا ذكيا مهاذبا لا تكن عاطفيا صبرا وكريما إلخ عندما يحين الوقت ستأتي إلي بالتوجيه من أبينا لليه عز وجلا بعد ذلك سنناقش ونقرر ما يجب القيام به وفقنا الأوامر لليه تعالى وأوأمره خمسة عشر أنا وأنت نخدم وصايا وأوأمر وأوأمر لليه عز وجلف لتخف قف بحزم في مواجهة العدو يجب أن تكون لا تتزعزع تعرف من يحرسك من هذا العالم الشيطاني للمسؤولين والحكام في عالمنا واحد جميع القادة والمسؤولين السياسيين في العالم وجميع ضباط الجيش وجميع الأجهزة الأمنية وجميع السلطات القضائية وجميع المسؤولين الإداريين تذكر وفهم تمحى قوتك وجميع مسؤولياتك القيادية والتحكيمية والإدارية من تاريخ إصدار هذا الأمر لا تنفيذي وتوقيعه يجب أن تعلم أن كل أيدي عقاب إلا له تعالى ستكون خبفاضة وسوف تبدأ في خلعك لذلك لن يكون أحد استثنائيا حتى لو بقيت لفترة يجب أن يكون واضحا لك هذا لا يعني أنك ستبقى أو ستبقى على قيد الحياة ولكن على العكس من ذلك يسمح ببقاءك المؤقت في السلطة حتى يتم تنفيذ جميع العقوبات المنظمة وتدمير في الإجراءات القانونية الواجبة عليك جميع عنقابة العالم الشيطانيون وكلمات جسدك كلها اثنان من هذا الأمر لا تنفيذي بتوقيع لليه عز وجل جميع الهيئات الحاكمة في العالم كله كل سلطة كتمر تمحى وتجرد من كل سلطة منحها لشيطان ثلاثة من ذلك الوقت فصاعدا كل قوة في العالم بأسره لا يمكن أن تكون إلى قوة وسلطة حقيقية ودائمة عندما يأمر ولد لليه عز وجل ويسمح له وكذلك باسمه أن عبده بإصدارها وتوقيعها عليها هذه هي لطريقة الوحيدة للبقاء في السلطة ما لم يتم ذلك لم يتم قبول أي قوة على الأرض هذا الظهر فسيتم مسحهم على وجه الأرض مع تجسيد لأفعال غير مرئية أربعة أي كانت لا سلطة لا سلطة الحاكمة التي أناطتها أو أصدرها وأمر بها باسم ولد لليه عز وجل سواء كانت مؤقتة أو دائمة ستكون قوة حقيقية وسلطة باركة ستكون قوة لخدمة إرادة الهسي سمد ومعه يسود السلام لشيء واستعود الحياة اليومية إلى مسارها وستجدد الحياة جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وروحية والإدارية والقضائية ستصبح طريقة حياة مقادسة قابلة لتطبيق وسي بارك أبين لليه سبحانه وتعالى كل شيء على الأرض خمسة عينبها فقط يبدأ غضب والد الغاضب على لليه يبرد أبعد منه ذا لا أكثر ولا أقل تم الانتهاء من أقوى لك إنه انتهى أشيدة وأكرم والد الحبيب القبير كما هو كل شيء بالنسبة لي أتقدم بخالص لصدق إلى والدتي فرد مرضي حيث كانت معي في كل شيء في بلدي ولحنون أنا أيضا أعطي لشكر وحبي لصادق لأعلى الملائكة سانت مايكال سانت غيبريال مير روفيل مير فانول مير رادبل مير يوريل مير ساتل شارع أفنينة لجميع لليه سبحانه وتعالى من أن القديسة فرد تزوج أبناء المباركة مهما كنت يتيح لي والدي يبارك لك يتيح لي والدي فرد تزوج بارك له فيك يتيح مساعدة وحرس الملائكة المكرمون للغاية إن يكونوا معاك لجميع إخوي وأخواتي وجميع الشباب سونز أو إفتي إيج إلاليه تعالى وأسمح وأنعمته ريتف تويو أنبهاي أخيرا حلب وحراسة من أعلى أنبذل زنبسينت فردذن ميري أكون معكم شكرا وقاعت السابع وعشرين من يوليو 2001 لتقويم الأثيو بتاريخ إشعار بالمسبة للمستفيدين المحترمين من هذه الرسائل وخاصة أنت بالبيسي وسائل الإعلام لدولية المحترمة اعطيك خمسة واصلة سبعة أيام لجعلها على الهواء إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك لدي العديد من العناوين